اشتركوا في القناة وان شاء الله هنكون معاكو في منهج كيجي وان وكيجي تو وابتدائي في الديسكوفري والكونيكت وهنكون معاكو خطوة بخطوة بحيث ان كل حاجة تبقى سهلة وبسيطة وانعلم الاب والام ازاي ذكروا لابنهم او بنتهم فياريت تشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد وان شاء الله تستفيدوا اولا قبل ان ما نبدأ الشرح استأذنكم تحضروا قلم والكتاب ولو ورقة علشان خاطر نبتدي نكتب الملاحظات ولو في كلمة عايزين نترجمها نكتبها علشان خاطر لما نيجي نذاكر يبقى الموضوع سهل وزي ما احنا شايفين دي ده الكوفر بتاع الكتاب دي الصفحة الاولى هي فاضية الصفحة التانية فيها كلمة الوزارة عن تطوير التعليم والخطة الخاصة بتطوير التعليم اللي هتنتهي سنة الفين وتلاتين ان شاء الله وطبعا بعد كده هنوصل لكلمة السيد الوزير الخاص بتعليم الاساسي والتعليم الفني ونظرته لخطة تطوير التعليم وبعدين هنوصل للصفحة الاولى في الكتاب وهنا مكتوب فيها نيم اسم الطالب او الطالبة المحتويات هو ام اي من انا انا مين هو ام اي من انا انا مين محتويات هو ام اي من انا انا مين وده شابتر 1 اللي هو الفصل الاول شابتر 2 الفصل التاني شجرة الاسرة شجرة العائلة بنبدأ فيها من الطفل الغي في الاجداد والجدات شابتر 3 من نحن من نحن وده شابتر 3 شابتر 4 الفصل الرابع وهو المشهد التاني المشهد التاني العالم من حولي شابتر 1 اللي هي بيئتنا شابتر 2 اللي هو التحرك حول بيئتنا اللي هو كيف نتحرك او التحرك حول البيئة الخاصة بنا شابتر 3 الأطعمة التي تنمو في العالم من حولنا شابتر 4 وهو ده اخر شابتر في الكتاب شابتر 4 وده اخر شابتر وهو سيليبريتنج الاحتفال the world around us احتفال العالم من حولنا سيليبريتنج the world around us احتفال العالم من حولنا واخيرا وليس اخيرا ماس جورنل اللي هو الجزء الرياضي واللي احنا عارفينه دايما بنعلم ولادنا فيه الاشكال الهندسية والمعاملات الرياضية وان شاء الله هنشرحه بالتفصيل لما نوصل وبكده نكون خلصنا اول صفحة في الكتاب ونوصل للصفحة اللي بعد كده وهي فيها عنوانها who am I من انا شابتر 1 all about me كل حاجة عني ونبتدي ننزل بحيث ان احنا نوصل للصفحة اللي بعد كده ونوصل ل ونوصل لصفحة اللي بعد كده وهي صفحة رقم 3 وهي عنوانها كالقاتي picture of me صورة لية picture of me صورة لية directions بتاعتها التوجيهات بتاعتها او الاتجاهات draw a picture of yourself ارسم صورة لنفسك وهو ينسب لنا مربع او مساطيل طويل بحيث ان الطفل يكتب اسمه تحت منها my name ويكتب اسمه ويرسم صورته فوق اسمه في المربع ده وده بينمي طبعا الخيال الخاص بالطفل ويخليه يتخيل نفسه ويشوف شكله عامل ازاي الكلمات الجديدة في الصفحة دي picture يعني صورة of me لية خاصة بية directions التوجيهات او الاتجاهات draw a picture صورة of yourself لنفسك your self نفسك my name اللي هو الاسم موسيقى نوصل للصفحة رقم اربعة وهي بعنوان سايت الرؤية سايت الرؤية وديريكشنز بتاعتها draw an object ارسم draw an object ارسم انصر ديريكشنز بتاعتها draw an object you see in the room try to write it's name on the line below يبقى نوصل لبيج number 4 والعنوان بتاعتها سايت اللي هو رؤية او الرؤية وديريكشنز بتاعتها draw an object you see in the room ارسم عنصر انت شايفو في الغرفة try حاول to write انت تكتب it's name اسمه on the line below في الخط في السطر الاسفل منه يبقى مرة تانية draw an object ارسم عنصر you see انت تراه in the room في الغرفة try حاول to write it's name انت تكتب اسمه on the line below في السطر الاسفل الرسم والكلمات الجديدة هنا زي ما احنا شايفين object عنصر you see انت تراه سيارة in the room في الغرفة room غرفة try حاول to write انت تكتب it's name اسمه on على the line السطر below الاسفل وهو زي ما احنا شايفين سيبلينا مساحة فاضية نرسم طفل يرسم فيها عنصر من العناصر الموجودة في الغرفة ويكتب اسمه في السطر ويكتب اسمه في السطر وبكده نكون انهاينا page 4 ونوصل لpage 5 وعنوانها a family at the park اسرة في المتنزه الdirections بتاعتها circle the brother and sister ضع دائرة حول الاخ وحول الاخت then finish coloring the picture ثم بعد ذلك انهي تلوين الصورة زي ما احنا شايفين في صورة وبكده نكون انهاينا page number 5 نوصل page number 6 وهي بعنوان my family my family اسراتي عائلتي الdirections بتاعتها draw a picture ارسم صورة of your family having fun لأسرتك وهي تمرح draw ارسم بمعنى مرح وزي ما احنا شايفين في مستطيل طويل هو سايبه للطفل يرسم فيه صورة لأسرته ويتخيل فيهم او يشوفهم وهم في وقت السعيد ويرسم الصورة دي بحيس ان هو ينمي المهائرات التخيل بتاعت الطفل زي ما احنا عارفين والكلمة جديدة برضو هنا my family أسرتي وبكده نوصل لبيج number seven والانوان بتاعها extended family extended الممتد family الأسرة الأسرة الممتدة امتداد الأسرة امتداد العائلة والdirections بتاعتها grandmother reads a book grandmother reads a book الجدة تقرأ كتاب circle this ضع دائرة حول ذلك هنا فيه جدة بتقرأ كتاب هنحط الطفل حواليها دائرة وبعد كده ده أول direction ant sara العم sara talks to mom بتتحدث للأم ant sara العم sara أو الخالة sara talks to mom بتتحدث للأم circle this ضع دائرة حول ذلك in a different color بلون مختلف يبقى ant sara talks to mom circle this in a different color يبقى العم sara بتتحدث للأم ضع دائرة بلون مختلف حول ذلك وبعد كده نبيل والسطر التالت نبيل نبيل بيوري لابن عمه أو بنت عمه لعبة جديدة ضع دائرة حول ذلك نبيل بيوري لابن عمه لعبة جديدة ضع صندوق حول ذلك وزي ما احنا شايفين هنا نبيل وهنا ابنة عمه وهو فعلا فيه لعبة جديدة احنا المفروض ان الطفل يحط حوالين دا برواز على شكل صندوق ويحدده وهنا الكلمات الجديدة اللي لازم نخلي اولادنا يحفظوها اول حاجة احنا بنتكلم عن افراد العائلة فاول حاجة grandmother grandmother تاني حاجة reads بيقرأ او read يقرأ a book كتاب circle المفروض ان هم حفظينها قبل كده وهي دائرة او ضع دائرة حول ant اللي هي عمه او خاله ant اللي هي عمه او خاله talk اللي هو بيتحدث وهي هنا هو كاتب talks عشان هي سارة شي وعلى فكرة احنا ان شاء الله بعد كل جزء من الشرح هنخصص حلقة مخصصة للجرامل الخاص باي جزء احنا شرحنا وهنوضحه بالامثلة الموجودة في الكتاب سارة talks to mom سارة بتتحدث للام circle تاني this in a different different مختلف و احنا عرفناها قبل كده color لون نبيل شوز شو يوضح او يعرض his cousin cousin ابن عم او بنت عم cousin ابن عم او بنت عم new جديد toy لعبة withdraw ارسم زي ما احنا عارفين box send around حولة around حولة وزيس هذا و بكده ننتهي من page number seven ونوصل لpage number eight our five senses our five senses حوستنا الخمسة اول حاجة ملكنا five خمسة senses حوستنا our five senses حوستنا الخمسة الdirections بتاعتها draw line الdirections بتاعتها draw line to match each sense with its helping body board the directions بتاعتها draw line to match each sense with its helping body board ارسم خط ويوصل كل حاسة بالجزء اللي هي بتساعده في القسم يبقى ارسم خط يوصل draw line ارسم خطوط draw lines to match لي توصيل each sense كل حاسة with its helping body part body الجسم part اللي هو جزء من الجسم او جزء صفعة عامة وين عندنا sight وقدامها العين sight الابصار sight الابصار وقدامها العين وهنا hearing hearing السمع وقدامها ear الازن هنا eye العين sight الابصار hearing السمع ear الازن smell الشم smell الشم وهنا hand المفروض ان دي مش خاصة بال smell طبعا touch اللمس وهنا mouse taste التزوق وهنا nose طبعا هو مش كاتب اسمه ال eye وال ear وال hand وال mouse وال nose بس هو عايزك تعرف sight ابصار hearing سمع smell شم touch لمس taste تزوق وهو لما الطفل يحفظ الكلمات دي هيقدر يوصلها بالحواس الخاصة بيها بشكل سليم وطبعا بكده نكون انهينا page number eight ونوصل page number nine وبكده نكون انهينا page number eight ونوصل page number nine وانوان page past of never t تمثال never t past of never t تمثال never t one thousand three hundred and twenty to one thousand three hundred and thirty before christ اللي هو سنة الف وثلتمية وسبعين لحد الف وثلتمية وثلاثين قبل الميلاد how are you the same as never tt انت ايه المتشابه بينك وبال never tt كيف انت متشابه مع never tt ده اول سؤال السؤال التاني how are you different وكيف انت مختلف يبقى السؤال how are you the same with never tt ازاي انت متشابه مع never tt وطبعا السؤال ده والصفحة دي related to before pages هي مرتبطة واللي على صلة بالصفحات السابقة واحنا هنا متشابهين مع never tt ان هي التمثال عندها الحواس اللي في وجهها زي العين الاي بس هي وعندها النوز المناخير وعندها الماوس الفم وعندها الاير الازن فهي عندها اربع حواس من خمسة هنا المفروض وممكن تعمل touch طبعا لو بوشها بس هي حاسها دي مش موجودة فبالتالي احنا بنشايفين العين انت متشابه معها انت معك عين يبقى الاجابة بتاعت السؤال بتكون كالاتي ازاي انت متشابه مع never tt هقول اي ام the same as never tt because i have eyes two eyes and i have two ears and i have one nose and i have one mouse and have two eyes and i have two eyes and i have two ears وزاي انت مختلف هنقول I am different with nivertiti because I can see with my eyes أنا أقدر أشوف بعنية and I can hear with my ears وأنا أقدر أسمع بأذنية and I can smell with my nose وأقدر أشم بأنفي and I can taste with my mouth إن أنا أقدر أتصوق بفمي يبقى السؤال التاني وهو How are you different إزاي انتم مختلفين هنقول We are different أو I am different with nivertiti because I can see with my eyes and أقدر أشوف بعنية هي ما تقدرش and I can hear with my ear إن أنا أدرس مع بأذني وهيا ما تقدرش and I can smell with my nose أقدر أشم بمنخير وهي ما تقدرش and I can taste with my mouth أقدر أتزوق بفمي وهي لا تقدر على ذلك وبكده نكون أنهينا page number nine ونوصل لبيج number ten وعنوان الصفحة دي دكتور مكدي يعقوب دكتور مكدي يعقوب طبعا كراح القلب العالمي المصري والأسئلة بتاعة الصفحة دي أو directions بتاعتها التوجهات بتاعتها answer these questions أجب على هذه الأسئلة by yourself بنفسك or with a partner أو مع شريك partner هنا اللي هي شريك وطبعا الpartner بتاعنا بيكون ماما أو بابا اللي بيشرحوا لنا طبعا أول حاجة what do you see in this portrait أنت شايف هنا في اللوحة دي اي في الصورة دي اي دا أول سؤال what do you see in this portrait أنت ماذا ترى in هذه الصورة what color do you see إي الألوان اللي انت شايف ها what parts of the face اللي في الوجه اللي انت تقدر تذكر اسمها والسؤال الأول what do you see in this portrait انت شايف اي في اللوحة دي تقدر تقول I can see دكتور مجدي يعقوب I can see دكتور مجدي يعقوب أنا شايف دكتور مجدي يعقوب في الصورة دي I can see in this portrait دكتور مجدي يعقوب السؤال التاني what colors do you see ال الوان اللي انت شايف ها انت شايف الوان اي في الصورة دي يقدر نقول I can see black and white black and white abyad and I can see brown الساقف لقون الساقف بني I can see black and white abyad and brown البني يبقى هنقول I can see black and white انا اقدر استطيع ان انا ارى الاسود والابياد and brown البني الجزء الاخير او السؤال الاخير في الصفحة دي what parts اي اجزاء of the face خاصة بالوجه can you name تقدر تسميها تقدر تقول لنا اسمع what parts of the face can you name اي الاجزاء اللي في الوجه اللي انت تقدر تقول لنا اسمع هنقدر نقول I can see ear nose eyes and mouth I can see ear از اعين nose انف and mouth و فم وبكده نكون انهينا نكون انهينا page number 10 نكون انهينا الحلقة الاولى والجزء الاول من شابتر وان مع دكتور مجدي عقوب طبعا في رقم 10 وان شاء الله هنعمل الحلقة التانية ونكمل الجزء ده على طول وهنسيب اللينك بتاع الشرح في الوصف بتاع الجزء ده بحيس ان انت لو حبيت تكمل الشرح على طول تقدر تلاقي اللينك بتاعه في تحت واتمنى وتكونوا اشتركتوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد ويا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب ولو في اي تعليق او في اي حاجة ما درتش تفهمها او ما وصلت لكش بشكل سليم اكتبها في التعليقات وانا هكون سعيد جدا ان انا اشرحها بشكل تاني ومبسط برضو وتوصل لكم المعلومة بشكل سليم وما متنسوش يا اصحابي ويا صاحباتي تقولوا البابي مامي اعملوا شير للفيديو ده لان ده علم ممكن ينتفع به ودي مناهج جديدة لسه ناس كتير جدا محتاج ان هي تعرفها فاحنا مش هنخسر حاجة لما نساعدهم لان ده هيتحسب لنا كسواب اولا ثانيا دي حاجة جميلة جدا ان احنا كلنا نشارك المعرفة وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ولائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر حسام الصياد انا معاكم من قناة فلاش التعليمية ان شاء الله النهاردة هنشرح الجزء التاني من اكتشف الصف الاول الابتدائي واحنا كنا وصلنا في الحلقة اللي فاتت لبيج تين وانهيناها ووصلنا البيج بتاعتها وانا بس اسمحكم يا جماعة ان احنا نعمل للشرح ان انا عرفت ان في بعض المدارس ما استلمتش الكتب وفي بعض الناس وبعض الاهالي بتدور على اي معلومة لان المناهج دي جديد والبقى فعلا ومحتاجة شرح هي مش صعبة على الطفل هي محتاجة ان حد يوضحها عشان الناس تذكرها لولادها بشكل سليم فاستأذنكم لو كل واحد يعمل شير للفيديو للكلاس بتاعه وللجروب بتاع الواتس بتاع الكلاس للمدرسة علشان دي معلومة ودي صدقة جارية لان ده علم ينتفع به انت مش هتخسر اي حاجة وهتفيد ناس كتيرة والعلم اللي بينتفع به ده ان شاء الله يتحسب لك بعد كده فاحنا النهاردة هنبدأ شرح وهنخلص شابتر وان ان شاء الله وهنحط اللينك بتاع الجزء الاولاني من الشابتر ده في الوصف لو حبيت ترجع له في اي وقت تبقيه بسهولة ولو اعجبك الفيديو واستفدت منه ياريت تعمل عليه لايك ولو ان شاء الله ما يكونش فيه اي صعوبات لو فيه اي سؤال او اي حاجة محتاج ان انا اوضحها انا هكون سعيد جدا ان انا وضحها واكتبلي في التعليقات وهاشرحها لك بشكل تاني ومبسط برضو لوقت ما توصل المعلومة بمنتهى السهولة ونبدأ الشرح وبكده نوصل لبيج نومبر 11 وعنوانها التقديمات او المقدمات وال بتاعتها مقابلة او يقابل بعض الاصدقاء الجدد ميت يعني يقابل او مقابلة بعض جديد اصدقاء كيف هم يشبهوك كيف هم يشبهوك كيف هم مختلفين عنك ونبتدي نتحرك في البيج دي ونشوف هاي اهلا او مرحبا اهلا او مرحبا اسني كريم اي هاف شورت هير انا عندي شعر قصير اي هاف انا املك انا لدي شورت هير شورت قصير وهير شعر اي وير جلاسز انا ارتدي نظارات اي وير جلاسز انا ارتدي نظارات ده هو كريم بعرف نفسه بيقول هاي مي نيم اسكريم اي هاف شورت هير اي وير جلاسز اللي هي ضفائر انا باحب ان اعمل ضفائر اي لايك تو وير بريدز انا احب ان اعمل ضفائر او جدائل طرف التالت في الصفحة وبيقول هاي اهلا او مرحبا مي نيم اسمي شريف انا اسمي شريف اي ام اي ات يار انا عندي تمان سنين ماي فيوريت شورت از اورنج قميسي المفضل هو بورتقالي او تي شيرت المفضل هو بورتقالي هاي مي نيم اسمي شريف اي ام اي ات اي ات يار اول مي فاوريت شيرت از اورنج والكلمات الجديدة في الصفحة دي زي ما احنا شايفين اي انا ام لك شورت قفير هير شعر اي وير انا ارتدي جلاسز نظارات اه اي ام سبن سبع سنين سبع 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 سنوات اي 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 انا احب تو وير بريد اضفر ضفائر اي 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 احب ان ارتدي بريد ضفائر ان انا يكون عندي ضفائر وي الطرف الثالث بيقول اي 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 ثمانية سنوات سنوات مفضل بالنسبة اي اي مفضل شيرت القميص is orange orange هو برتقالي يبقى my favorite shirt is orange القميص المفضل لدي لون برتقالي وبالتالي نكون انهاي نحن page number 11 ونوصل page number 12 with directions بتاعتها draw a different picture ارسم سورة مختلفة of yourself لنفسك using what you learned today ارسم سورة مختلفة لنفسك مستخدما الاشياء التي تعلمتها اليوم learn يتعلم و learned هنا الماضي بتاعها وهي تعلمت today اليوم draw ارسم a different مختلف بكيتشر سورة of yourself لنفسك using مستخدما what you learned today اللي انت تعلمت النهاردة ومكتوب هنا hi اهلا او مرحبا my name is والطفل المفروض يكتب اسمه ويستخدم الحاجات اللي هو تعلمها النهاردة اللي هو الهير والهير اللي هو الشعر والأير اللي هي الأزن والماوس اللي هو الفم والنوز اللي هي الأنف والأيز اللي هي الأعين ويحاول يتون صورة لنفسه مستخدم الحاجات اللي هو تعلمها دي ولو كان بيرتدي نظارة أو حاجة يرسمها اللي هي جلاسز وإحنا قلنا جلاسز في الصفحة اللي فاتت بمعنى نظارات وبالتالي يتخيل شكله ويشوف الحاجات اللي هو تعلمها دي ويقدر يرسم بيها نفس وبكده نكون أنهينا page number 12 ونوصل page number 13 more introductions مقدمات أكتر تقديمات أكتر وزي ما احنا شايفين هنا البنت اللي في الصورة بتقول hi my name is Nadia hi my name is Nadia اسمي Nadia I live أنا أعيش in Egypt في مصر my family أسرتي is from Aswan أسرتي من Aswan I like playing football أنا أحب أن ألعب كرة القدم بنقول مرة تانية hi my name is Nadia أنا اسمي Nadia I live in Egypt أنا أعيش في مصر my family is from Aswan أسرتي من Aswan I like أنا أحب playing وهي يلعب football اللي هي كرة القلم ونوصل للطرف التاني في الصفحة وهو بيقول hi my name is يوسف أنا اسمي يوسف I am 10 years old أنا عندي 10 سنوات I am 10 years old I like to read أنا بحب القراءة بحب أن أنا أقرأ I like to read I like to ride my bike أحب أن أنا أسوق العجلة بتاعتي الدراجة بتاعتي يبقى نقول مرة تانية hi my name is يوسف اسمي يوسف I am 10 years old أنا عندي عشر سنين I like to read أنا بحب القراءة I like to ride my bike اللي هو أنا بحب أن أركب دراجتي الكلمات جديدة هنا زي ما وضحناها I live أنا أعيش in Egypt في مصر My family أسرتي from من أسوان أسوان I like أنا أحب playing يلعب في present continuous وهناخد فكرة عنه زي ما وضحنا بعد كده football كرة القدم ونوصل للجزء التاني في الصفحة وهو hi my name is يوسف I am 10 هنا 10 years old سنوات I like to read أنا بحب القراءة أبحب أقرأ I like to ride my bike أنا بحب أن أنا أركب دراجتي وننسل ونوصل لس page number 14 اللي هي رقم 14 وعنوان الصفحة what I like ماذا أحب what I like ماذا أحب directions draw 3 of your favorite things ارسم 3 حاجات مفضلة لديك draw ارسم 3 من الأشياء المفضلة لديك وهنا كلمة جديدة أشياء وزي ما احنا شايفين في 3 دوائر على شكل بلونات في الصفحة دي وهو سايبها للطفل يرسم فيها 3 حاجات هو بيفضلها أو بيحبها هنوصل بيج نمبر 15 بيج نمبر 15 watching me grow يعني مشاهدتي أنمو watching إلي هي مشاهدة مي أنا grow ينمو أو تنمو الdirection بتاعت الpage d paste your three pictures ضع ثلاثة صور لك in the circles في الدوائر below الأسفل write the number 0 2 3 below واكتب تحتي منها الأرقام من 0 ل3 0 1 2 3 هو بيقول للطفل هنا حط ثلاث صور قديمة لك جنب صور الجديدة صورة لك وانت لسه مولود صورة لما كبرت شوية صغيرة وبقيت تتعلم تحبي أو تتسند صورة أكبر شوية قبل ما تدخل للمدرسة أو لسه وانت في كيجي مسلا وصورة لك دلوقتي وارسم وكتب تحت منهم الأرقام من 0 لحد 3 0 1 2 3 وده السؤال ده وبيست بمعنى بع 3 يعني ثلاثة بكيجرز سور in the circles في الدوائر بيلو الأسفل هنا write اكتب the numbers الأرقام 0 2 3 0 3 بيلو ونوصل للجزء الثاني في الصفحة وهو مكتوب في directions بتاعته how old are you كم عمرك how old كم عمرك are you أنت in each picture في كل صورة you brought أنت أحضرتها from home من البيت circle the three ages ضع دائرة حول الثلاث أعمار on the number line على خط الأرقام يعني باختصار بيسألك أنت كان عمرك كام في كل صورة من الثلاث صور اللي أنت جبتهم دول وحط دائرة حوالين العمر بتاع كل صورة على number line أو على خط الأرقام اللي موجود ده ونقول هنا مرة تانية how old are you كم عمرك in each في كل من بكتشر صورة you brought أنت أحضرتها from من home منزل circle the three ages ضع دائرة حولك ثلاث أعمار three و ages ages أعمار on the number line على خط الأرقام on the number line على خط الأرقام وكده نكون هنا page number 15 ونوصل page number 16 my photo album اللي هو ألبوم الصور الخاص بي order your picture from your youngest يعني رتب order your picture صورك from youngest من الأصغر اللي هو smallest number الرقم الأصغر two oldest للأكبر largest number الرقم الأكبر بيقولك هنا الصور بتاعتك اللي انت جبتها وهتحط ها في الصفحة دي رتبها من الصغير الكبير لأن ده الفوتو ألبوم بتاعك أو ألبوم الصور بتاعك سواء الطفل جاب صور وحطها أو رسم لنفسه الصور المطلوب منه أنه يرتب الصور اللي هيرسمها أو هيحطها ويلزقها في الصفحة دي ويرتبها من الصغير للكبير طبعا للسن طبعا أردر رتب يور بيكيترز صورك من يونجست الأصغر سنن اللي هو سمولست الأصغر نمبر رقم تو أكبر سنن لارجست الأكبر نمبر رقم وبكذا نكون أنهاينا page نمبر وبكذا نكون أنهاينا page نمبر 16 ونوصل ل page نمبر 17 وأنوانها كل حاجة عني كل حاجة عني بتاعتها زي ما احنا شايفين ارسل صورة سريعة لنفسك أو كلمة اللي أنت تجاوب عليها يعني ارسل أي صورة سريعة عنك أو اكتب كلمة بتجاوب سؤال عن شخصيتك يبقى ارسم صورة سريعة عنك أو اكتب كلمة تجاوب أسئلة عن نفسك وهو سايب هنا طبعا ثلاث مساحات فاضية الطفل يرسم فيها صورة بيعمل فيها حاجة معينة بتجاوب سؤال انت سألته له الأب أو الأم أو يكتب كلمة بتجاوب على سؤال لأب أو الأم سأله له مثلا مثلا ما لون عينك ما سنك الآن أي حاجة من الأسئلة دي فيه ثلاث مساحات فاضية في الصفحة الطفل بيرسم فيهم أو بيكتب فيهم كلمة بيجاوب على سؤال بتسأله الأم أو الأب أي سؤال ممكن يسأل للطفل هو يجاوب عليه من غير ما يتكلم هيرسم صورة أو هيكتب كلمة نهاينا 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 كتاب كل حاجة عني All About Me Book كتاب كل حاجة عني Directions بتاعتها Write Your Name As As The Title اكتب اسمك كعنوان Of Your All About Me Book للكتاب الخاص بكل حاجة عنك يعني كأن الطفل بيقلف كتاب عن نفسه وهو بيقله Write Your Name As The Title اكتب اسمك كعنوان للكتاب اللي بيتكلم عن كل حاجة عنك وسايب له طبعا مساحة كبيرة جدا في الصفحة دي يقدر يحط فيها كل حاجة عنه بعد ما يكتب اسمه هنا والمساحة دي الطفل ممكن يرسم فيها اسرته نفسه مدرسته الحاجات اللي بيحبها اصحابه اللي بتشابه معاهم واللي بيختلف معاهم الاشياء في بيته واشياء في قطته كل حاجة هو ممكن يفكر فيها لان دي كل حاجة عنه وهنا ننتهي من page number 18 ونوصل page number 19 وهي بعنوان all about me book ايضا ودي مساحة فاضية تاني وهنا هو سايب له ستور يتكلم فيها عن نفسه ودي تكملها لصفحة 18 او page 18 لان الطفل ممكن يكون بيرسم حاجات كتيرة جدا عن نفسه فبكده page number 18 and 19 سيبلده page number 20 كمان من 18 و 19 و 20 و 21 خاصين all about me book واخيرا خلص في page 21 18 و 19 و 20 و 21 ودول خاصين بكل حاجة خاصة بالطفل من ألعابه أسرته مدرسته أصحابه الحاجات اللي بيحبها الحاجات اللي بيتشابه فيها مع إخواته الحاجات اللي بيتشابه فيها مع أصحابه الحاجات اللي بيختلف فيها كل حاجة عنه وكل حاجة هو ممكن يفكر فيها هما هنا سايبين له أربع صفحات تمنتاشر و 19 و 20 و 21 18 and 19 and 20 and 21 يكتب فيهم كل حاجة ويرسم فيهم كل حاجة هو ممكن يقول لها تكون أنهينا page 21 ونوصل لpage 22 وعنوانها هو my friend صديقي my friend صديقي و الdirections بتاعتها draw one thing ارسم شيء واحد you like about your friend انت بتحبه عن صديقك ارسم حاجة واحدة انت بتحبها في صديقك واحد مثلا ممكن يكون بيحب يلعب مع صديقه كرة القدم ممكن يرسم كرة القدم واحد تاني ممكن يكون بيحب بشكل النضارة بتاعت صديقه ممكن يرسم النضارة فبالتالي انت هنا بتقول له ارسم draw one thing شيء واحد you like انت بتحب about your friend عن صديقك وشوفه هيرسم ايه وانت طبعا نسعده وبكده نكون انهينا page twenty two وانهينا chapter one كله ونوصل على بداية chapter two وعنوانه family tree وان شاء الله نشرحه لكم وبكده نكون انهينا شرح chapter one من discover primary one 2018 2019 وان شاء الله تكونوا استفدتوا واتمنى ان لو الفيديو اعجبكوا تعملوا عليه لايك وياريت تشتركوا في القناة علشان يوصلوكم لشرح اول بول لان بقية الاجزاء ان شاء الله هتنزل على طول ويوصلوكم اشعار بها على طول ويوصلوكم اشعار بها على طول لو في اي تعليق او اي سؤال زي ما وضحت في اول الحلقة ياريت تعرفني وانا ان شاء الله هرجع اشرح الجزء اللي محتاج يتعاد بشكل مبسط برضو وبس يكون مختلف واكملنا من حضراتكو زي ما وضحت في الاول انا فعلا اعرفت ان الكتاب لسه محدش في بعض المدارس اه ما استلمهوش لان اتأخر فياريت تعمل اه شير اه انت مش هتخسر حاجة لان ده اه يعتبر صدقة جارية وان شاء الله علم ينتفع به انت هتاخد ثواب وفي نفس الوقت الناس اللي محتاجين المعلومة انت مش هتخسر حاجة بس في غيرك كتير هيستفاد وتتحسب لك اه عند ربنا واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا فعلا وانتظروني ان شاء الله مع الجزء التاني وشابتر اه شجرة العائلة وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية ازايكم يا اصحابي النهاردة هنشرح شابتر 2 اللي هو الفصل التاني من كتاب ديسكوفر اللي هو اكتشف اللي هو بعنوان فاميلي تري او شجرة العائلة شجرة الاسرة وزي ما احنا شايفين ده و لاف او الصفحة الفتحية بتاع الشابتر وفي مكتوب عليها Family Tree شجرة العائلة ونبتدي نشرح بسم الله الرحمن الرحيم وزي ما احنا شايفين دي page 25 اللي هي page 25 والعنوان بتاعها بعنوان Families Celebrate احتفالات الأسر احتفالات الأسر أو العائلات لان families هي جمع family وfamily هي أسر أو عائلة families يعني أسر أو عائلات وCelebrate يعني احتفال احتفال الأسر أو العائلات والdirections بتاع الصفحة دي زي ما احنا شايفين draw a picture to show how your family traditions are like that of another student يعني draw يعني ارسم a picture to show صورة بتوضح how your family traditions ازاي تقاليد عائلتك are like بتشبه that of another students التقاليد الخاصة بأسرة طالب تاني وTraditions هنا بمعنى تقاليد أو عادات زي الحاجات اللي احنا كلنا بنعملها زي احتفالنا برمضان احتفالنا برأس السنة احتفالنا بالعيد دي اسمها تقاليدنا وعاداتنا زي احتفالنا بشام من السنين كمان فدي اسمها ويهو هنا سيبلك مربع فادي ترسم فيه الصورة اللي انت هتوضح فيها التقاليد او العادات او اللي انتو بتحتفل فيها انت واسرتك وفي نفس الوقت حد من زميلك عنده نفس التقاليد والعادات دي بيحتفل فيها بيحتفل بيها مع أهله بيحتفل بيها مع أهله فهترسم هنا صورة الأسرة بتاعتك وصورتك وانتو بتحتفلوا بحاجة بتحتفلوا بمناسبة من المناسبات زي رمضان زي شم النسيم زي رأس السنة زي اي عادة او اي وقت من الاوقات احنا بنحتفل فيه ويكون الوقت ده حد من اصحابك في الفصل قال لك ان هو بيحتفل فيه برضو مع أهله وفي الاخر هنا هو سايب لك مكان فاضي تكتب فيه اسم المناسبة دي وكاتب وده على بعضه يعني انا على حد سواء يعني انا اشبه اشبهه في هذا وده على بعضه زي ما قلت وهو الترجمة بتاعته انا على حد سواء يعني انا بشبهه برضو انا واسرتي في الاحتفال بالشكل ده هتكتب هنا اسم الاحتفال واسم زميلك برضو او زميلتك اللي معاك في الفصل اللي بيحتفل بالاحتفال ده وبيحتفل بشكل مشابه لاحتفالك باسرتك وهو كتب لك جنبها وهي معناها انا على حد سواء وهننزل او صفحة ستة وعشرين وهي عنوانها او روتين مختلط او عادات يومية مختلطة عادات يومية مختلطة عادات يومية مش مترتبة الروتين يا حبيبي هو حاجة احنا بنعملها كل يوم وكل وقت زي مثلا احنا كل يوم بناكل كل يوم بنشرب كل يوم بننام كل يوم بنصحة صبحة بندخل الحمام بنخسل وشنا بنخسل سناننا كل يوم في الايام العادية اللي مفيهاش اجهازة بنروح المدرسة فده اسمه روتين اسمه روتين وده عادة يومية بتعملها كل يوم يعني هو مختلط يعني هو مش مترتب ترتيب صح وزي ما احنا شايفين هنا بتاعتها هذه العادات اليومية مش مترتبين في الترتيب الصحيح يعني صحيح ووردر يعني ترتيب يعني حط ضع رقم على الخطوات من واحد لاربعة لتوضح الترتيب الصحيح هو بيطلب منك هنا يا حبيبي ان انت تحط رقم من واحد لاربعة من one two four one two three four على الصور دي بحيث ان انت تتحدد الترتيب الصح بتاعها اثناء اليوم فزي ما احنا شايفين هنا في طفل بيخسل سنانه brush his teeth brush his teeth وفي هنا تاني طفل تاني بي eat بيأكل الفطار بتاعه بي eat وفي هنا صورة تانية الطفل تالت بيستادي بيذاكر دروسه بيذاكر دروسه وفي هنا صورة لطفل رابع بgoing to school رايح المدرسة يعني رايح المدرسة فطبعا احنا هنشوف الصور دي وهنعرف ان اول صورة فيهم انهي صورة رد علي يا لجعين انهي صورة شطرة اول صورة احنا بنصحى الصبح بنعمل ايه بندخل الحمام وبنخسل سنانه brush my teeth بيخسل سناني او brush his teeth بيخسل سنانه طب بنعمل ايه بعد ما بنخسل سنانه وبنخرج من الحمام بنعمل ايه قولي كده يا عبد الله او يا عبد الرحمن بتعمل ايه طبعا شاطر بييت البريكفست بأكل فطاري بييت البريكفست بأكل فطاري طب الصورة رقم ثلاثة بنعمل ايه بعد كده مين هيقولي تاني مين هيقولي يقولي يحمد او يا دودو يلا يا كنزي شاطر بيروح المدرسة going to school going to school يعني بيروح المدرسة طب اخر صورة فيهم وهي الصورة بتاعة اللي اللي هي او بيذاكر دروسه ودي رقم اربعة وبالتالي نكون رتبنا الانشطة اليومية دي بشكل سليم يبقى اول حاجة بنقسل سنانه تعني حاجة بنأكل فطارنا تالت حاجة بنروح المدرسة رابع حاجة بنرجع نذاكر تمام ويبكده نكون انهينا وعايز اقول لكم حاجة مهمة قبل ما نوصل لبيج 27 ممكن حد تاني يكون عنده ترتيب تاني في اليوم بتاعه فده من وجهة نظره هو هو الترتيب الصح واحنا مش هنختلف حاجة زي كده كل واحد يحط الترتيب اللي هو شايفه صح بنفسه لان هنا مفيش حاجة اسمها اجابة نموذجية يعني انا بقلت لكم الترتيب اليومي من وجهة نظري ممكن حد تاني يبقى عنده ترتيب تاني مختلف عنده تمام ونوصل لبيج اللي هي 27 وعنوانها ماي ديلي روتين او العادات اليومية بتاعتي ماي يعني حاجة ملكي ديلي يعني يومي روتين عادة يومية ماي ديلي روتين يعني الروتين اليومي بتاعي والديريكشنز بتاعتها زي ما احنا شايفين كالقاتي ارسم روتينك اليومي بالترتيب الصحيح وزي ما قلت لكم يا حبابي كل واحد ممكن يكون عنده روتين اليومي الخاص به في انت هنا مطلوب منك ان انت ترسم العادات اليومية بتاعتك او الروتين اليومي بتاعك بالترتيب الصحيح في الدوائر الواضحة قدامنا في هنا عندنا دايرة نمبر وان في دايرة نمبر تو and three and four هنرسم في دايرة نمبر وان اول حاجة بنعملها اول ما بنصحها في دايرة نمبر تو بنعمل بعد كده ايه دايرة نمبر سري بنعمل بعد كده ايه ودائرة نمبر فور او سيركل نمبر فور بنعمل ايه بعد كده وبالتالي بيكون انهينا بيج توني سيفن ونوصل لبيج توني ايت او تمانية وعشرين وعنونها adults and babies adults يعني بالغين او كبار and يعني و babies يعني صغار adults and babies يعني الكبار والصغار ودائرة بتاعتها كلاتي match the adults to the babies وصل الكبار بالصغار زي ما احنا شايفين في البيج دي في صورة woman ستة كبيرة woman وفي صورة tiger نمر وفي صورة horse حصان وفي صورة hen او chicken دجاجة وفي صورة cow بقرة وفي الجانب التاني في صورة baby horse يعني حيوان صغير حصان صغير baby horse حصان صغير baby cow بقرة صغيرة baby human او baby او baby طفل صغير baby tiger نمر صغير وcheck check اللي هو cat coat وعايزين مننا نوصل البيبي من الصور دي بالادولت في الصور دي فاول حاجة ممكن نشوف يعني مين الشاطر اللي هيرد معايا ويقولي البيبي هورس ده خاص بانهي صورة من الجنب ده جنب الادولتس مين هيرد علي يلا هيوها الشاطر البيبي هورس هنوصله بالهورس اللي هو الحصان الصغير مع الحصان الكبير طيب والبيبي كاو البقرة الصغيرة المفروض هنوصلها بانهي صورة في صورة الادولتس او صورة الكبار هنا مين هيرد علي شاطر هنوصلها بالكاو الكبيرة اللي هي البيبي كاو هتبقى مع الكاو هنوصل بينهم طيب البيبي صغير ده هنوصله بمين ناحية تانية هنوصله بالكاو ولا الهن ولا الهورس ولا التايجر ولا الومن ايوه انا سمعك اهو شاطر 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 هنوصلها بالومن اللي هي ممتو ونوصل للتايجر البيبي تايجر نوصلها بمين ايوه شاطر نوصلها بالتايجر نفسه واخر حاجة للتشيك الصغير ده هنوصله بمين هنوصله بالهن او بالتشيكين وبكده نكون الهينا بيج توني ايت ونوصل لبيج توني ناين او تسعة وعشرين واللي هي so much life stages of a human life يعني مراحل of a human الانسان او البني ادم في مراحل حياة الانسان او البني ادم هنا بيتكلب معانا ويوضح لنا مراحل حياة الانسان مراحل حياة الانسان او البني ادم وبتاعتها بيقول لك ادرس او ذاكر مراحل الحياة البشر البني ادمين بني ادم او بشر بشر او بني ادمين انسان زي وزيك تمام مراحل الحياة البشر وبيوضح لك هنا اول حاجة البني ادم اول ما بيتولد بيبع اسمه بيبي بيبي يعني طفل رضيع بعد كده بيبع اسمه يعني طفل بس لسه بيمشي بيبدأ يتكلم ممكن يجب الحاجة صغيرة بعد كده يعني مراهق يعني مراهق يعني بعد ما تخلصوا ان شاء الله المرحلة الابتدائية وتوصلوا للمرحلة الاعدادية ممكن نقول عليكم وبعد كده ادلت اللي هو البالغ اللي هو الانسان الكبير اللي عده مثلا سن معين في حياته وبقى اسمه ادلت كبير بالغ يقدر يتحمل مسئولية نفسه وبكده نكون انهينا البيتج دي وهو بيوضح لك فيها مراحل حياة الانسان من ساعة ما تولد وكان بيبي وبعدين بقى تشايلد وبعدين بقى تين ايجر واخر حاجة بقى ادلت وبيوضح لك ازاي الانسان بينمو في مراحل حياته المختلف وبعدين بقى تشايلد وكان نوصل لبيج نومبر سيرتي اللي هي تلاتين نومبر سيرتي اللي هي تلاتين ويعنوانها what's missing ما المفقود ايه المفقود what's missing ما المفقود وديريكشنز بتاعتها كالاتي complete the life stages اكمل مراحل الحياة complete the life stages اكمل مراحل الحياة اللي احنا لسه كنا بنتكلم فيها وبيوري لك هنا ده اسمه ايه مين هيرد علي وده ياولادي يا حبيبي الهومورك بتاعكم المرادي احنا لسه كنا بنقول life stages وانا عايز الاجابات بتاعكم بعتوا هالي في كومنت لان في فيديو الجزء التاني من chapter 2 primary 1 كتاب discover هينزل على طول بعد ده عايز الاقي حبيبي الحلوين عملوا الهومورك بتاعهم وحلوا الصفحة دي وقالوا لي life stages بتاعت الهيومنز وعايز اقول لكم ان الشاطرين الحلوين اللي هيجاوبوا علي في الكومنت ويوضحوا لي ان هم عملوا الهومورك بتاعهم ان شاء الله هقول اسمقهم في الفيديو الجاي وهنشكرهم لو اعجبكم الفيديو اعملوا عليه لايك وما تنسوش تكونوا اشتركتوا في القناة علشان يوصلكوا اشعار بكل درس جديد واعملوا شير خلي غيرك يستفيد وانشر المعرفة عشان ربنا يجزيك خير وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا اصحابي معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية والنهاردة زي ما وعدتكم لو في اي تعليق في اي استفسار هنرد عليه على طول وانا كان جاي لي استفسار بخصوص او دورة حياة النبات وحبينا نشرحه بشكل مختلف برضو وبشكل بسيط وعن طريق الاستخدام الورق او الالم وزي ما وعدتكم قبل كده لو في اي حد عنده اي استفسار هنرد عليه على طول فزي ما واضح قدامنا دلوقتي احنا كان عندنا او دورة حياة نبات ولايف يعني حياة وسايكل يعني دورة وبلانت يعني نبات زي ما احنا شايفين كده هو الكلمات اللي موجودة في الجزء ده هي كلمات جديدة علينا اللي مطلوب منكم ان انتو تعرفوها بس مش مطلوب منكم ان انتو تحفظوا بتاعها انا عايز منك تعرف الكلمات دي معناها ايه وتبقى فاهم يعني ايه دورة حياة نبات انت تفهم بس دورة الحياة بتاعته عبارة عن ايه بيبدأ ازاي وبينتهي بايه وزي ما وضحنا قبل كده اول حاجة بيبدأ بيها النبات بيكون عبارة عن بيكون عبارة عن سيد سيد يعانى بذرة وهي carre وبعد ما بيكبر شوي و وبينحط عليه المية وبينزرعه في الارض بيبقى حاجه اسمها سبراوت سبراوت يعانى برام سبراوت يعانى برام والبروام ده بيبقى ليه حاجة اسمها روتس يعني جذور روتس يعني جذور وبعد شوية بيكبر شوية كمان وبيطلع له اوراق الاوراق دي اسمها الاوراق دي اسمها ليفز والمفرق بتاعها ليف يعني ورقة والليفز دي طبعا النبات زي ما احنا شايفين دي روتس برضو الروتس دي بتنتد في الارض اكتر شوية وبتنزل اكتر تحت شوية علشان خاطر يمتص مية اكتر ومعادن اكتر ويكبر فاسمها روتس زي ما احنا عارفين بعد شوية بيبقى بلانت يعني نبات بلانت يعني نبات والبلانت ده اي بلانت في الدنيا بيبقى ليه زهرة الظهرة يعني فلاور الظهرة يعني فلاور الظهرة دي اللي بيطلع منها السمرة. الزهرة دي اللي بيطلع منها السمرة. سواء كانت فاكهة مسلا سواء كانت خضار معين بنكله سواء كانت حاجة نبات زينة. فيبقى نبات بعد كده والنبات ده اللي هو اسمه والنبات ده بيبقى لي زهرة اللي هي الفلاور. فزي ما قلنا مرة تانية قول ورايا حبيبي. يبقى اخر مرة مراحل دورة حياة النبات. اول حاجة. سيد. سيد يعني بذرة. سيد يعني بذرة. سيد يعني بذرة. سيد يعني بذرة. دي اول حاج. سبراوت يعني برعم. Sprout يعني برعوم Roots يعني قذور Leaves يعني أوراق Leaves يعني أوراق Flower يعني زهرة Flower يعني زهرة Flower يعني زهرة Flower يعني زهرة ونبات يعني Brand بلانت نبات يعني 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 بلانت ونوصل للجزء بتاع الميكسينج كالرز اللي هو في بيج سيرتيتو في الكتاب وهو في اول سيركل طالب مننا ان احنا نخلط اللون اللي هو الريد اللي هو الاحمر وعايزنا نضيف عليه اللون اللي هو الازرق زائد بلو وبيسألنا بيقول لنا الريد مع البلو هيدينا لون عامل ازاي? ونبتدي نعمل التجربة دي ونشوف شكل اللون اللي هيطلع عامل ازاي? ادي لون الريد ادي الريد ودي اقلام رصاص زي ما احنا شايفين ونبتدي نعمل كده هوت ادي الريد تمام ونجيب اللون البلو الازرق ونحطه عليه زي ما احنا شايفين يا اصحابي هيطلع لون تالت خالص زي ما واضح قدامنا وهو لون البربل الظvi اللاي هو الاري البنفسي lellen of purple اللد boom البربل يعني ب ha Durchsi يعني بنفسجي purple يعني بنفسجي purple يعني بنفسجي وهنا مطلوب منكم بس ان انتو تعرفوا اسم اللون purple يعني بنفسجي مش لازم تحفظوه بس ممكن تحفظو ال red وال blue red يعني احمر blue يعني ازرق لما بيندمجهم مع بعض بيدينا purple اللي هو البنفسجي ويبقى اول سؤال والسؤال التاني كان بيقول لو حطينا blue على yellow لو حطينا blue على yellow لو حطينا blue على yellow لو هيطلع ايه وحطينا blue على yellow هيطلع ايه عايزين نعرف الاجابة فنجيب blue الازرق هنجيب blue الازرق وعادي blue قدامنا هو تمام 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 يا صحابي وايزين نحط عليه yellow وادي yellow الاصفر نحط عليه yellow الاصفر blue الاصفر 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 على yellow يوم الجرين يبقى blue على yellow هيطلع green اخضر green اخضر يبقى blue ازرق هنحط عليه yellow الاصفر عادينا green اخضر green اخضر وده السؤال التاني في الصفحة دي اخر جزء في الفرح حطيها الدرس النهاردة بنتكلم فيه عن الاسرة والعائلة الاسرة اللي هي الاسرة الصغيرة بالأخوا forum انها اخت ماما مبابا هي عبارة عن الاسرة الكبيرة او العائلة الكبيرة وهي تتكون من الجد والجد方 الحسن hoy احنا نشرح الاسرة الكبيرة ولا GG كبيرة الاكستندد فاميلي. وهنبتدي ناخدها بالترتيب من اكبر حد فيها وهو الجد والجدة. وعايزين نوضح ادي شكل الجد اهو قدامنا. ادي الجد قدامنا اهو. باللوكاز بتاعه وده بيسمه وده اسمه جراند فاذر. جراند فاذر. جراند فاذر يعني الجد. وايدي الجدة جنب منه العوض. ويسمها جراند ماذر. جراند ماذر. اللي هي الجدة. ويعندها شعار كده مسلا. وبعدين نوصل للاب والام اللي هما الفاذر والماذر. ايدي الاب. اهو. اي شكل كده هوت. هو شعير مع بطيخة او حاجة. وده اسمه الفاذر. والام هنا نحية تانية جنبه. وايه. ادي الام. عندها شعر بقى كده اكبر شوية. وده اسمها ماذر. اسمها ماذر. يبقى عندها ماذر. انا واخواتي اخوية وأختي. انا واخوية وأختي. اللي هو مي. اللي هو انه هو. مي انا مي انا مي انا وده اخويا هاي الاخ اهو براثر 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 اخ براثر وي جنبو السيستر وي عنده بفوير باكده دي سيستر سيستر يبقى مي انا مي انا براثر اخويا سيستر اختي مادر ام فازر اب جراند مادر الجده جراند فاذر الجده زي ما قررنا ان احنا نحط جملة مفيدة على بعض الدروس بحيث ان احنا نستفيد اكتر استفادة من الدرس فاحنا ممكن نقول هنا جملة مثلا بتقول this is my family هذه هي اسرتي this is my family هذه هي اسرتي هذه هي اسرتي ممكن نقول جملة تانية ممكن يعني اعضاء او افراد 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 عائلتي افراد اسرتي افراد عائلتي وكده نكون امهينه شرح درس النهارده واشرح العملي بتاع الحاجات اللي خدمها المره اللي فاتت اتمنى ان انتو تكون استفادتوا ولو في حد عنده اي تعليق وعنده اي استفسار يريد تيرد علي في التعليقات انا هكون سعيد جدا انا اترد علي في التعليقات كلها ولو اعجبك الفيديو يريد ما تنساش تعمل لايك وتشتريك في القناة لو مكنتش لسه اشتركت واعمل شير للمعلومة لان انت تاخد سواد مشاركة العلم مع غيرك ممكن حد تاني استفاد بكلمة ولو صغيرة لانت مش تخسر حاجة وفي الختام استودعكم الله لازمه طبيعه ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم استر حسام الصياد اهلا بكم في قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة ان شاء الله هنشرح الجزء الاخير من شابتر 2 او الفاصل التاني فاميلي تري شجرة الاسرة منهج برايماري وان او منهج الصف الاول الابتدائي كتاب ديسكوفر اكتشف وقبل ما نبتدي في الشرح اتمنى انتو تكونوا شاركتو الدرس اللي فات مع اصحابكو علشان يقدروا يتابعوا معنا الشرح الجديد ونستفيد مع بعض وزي ما احنا متعودين يكون معنا الكتاب وقلم ولو مش معاك الكتاب اعمل كشكول مخصص لكتاب ديسكوفر واكتب معايا وذاكر منه وما تعطلش نفسك ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم احنا انهينا الدرس اللي فات بيج سيرتي تو او صفحة اتنين وتلاتين وكان فيها الميكسين كالرز او خلط الالوان ولو حابب تعرف اكتر عنه ارجع للشرح اللي فات هتقدر تعرفه بالتفصيل وهنا احنا بنطبق الميكسين كالرز في الجوزء ده والعنوان بتاع البيج دي هو بلانتس اند كالرز بلانتس اند كالرز يعني النباتات بلانتس اند و كالرز الالوان ودركشنز بتاع تالبيج دي زي ما احنا شايفين درو ارسم ابلانت نبات استخدم الالوان الاساسية استخدم الالوان الاساسية color combinations الالوان المجمعة او الالوان اللي احنا وصلنا لها وباختصار هو كان فيه ثلاث الالوان اساسية اللي هما اليلو الاصفر والبلو الازرق والرد الاحمر وكان طالب منك تجمع الالوان دي مع بعض بشكل معين علشان توصل لثلاث الالوان جديدة وكانت الثلاث الالوان الجديدة هما green الاخضر وال purple البنفسجي والورنج البرتقالي وانحنا دلوقتي عندنا الالوان دي ومطلوب مننا ان احنا نرسم plant او نبات ومستخدمين الالوان دي فانت هتستخدم مثلا الاخضر في تلوين leaves او plant leaves او اوراق النبات وهتستخدم الورنج وهتستخدم الاحمر في ننتج لون بالflowers او الورود بتاعت النبات دي وهتستخدم ال yellow وهتستخدم ال purple في تلوين السمار بتاعت النبات ده مثلا هتستخدم الالوان المجمعة والالوان الاساسية اللي هي primary colors والcolor combinations في تلوين النبات ده باستخدام الست الوان دي وبكنا نكون شرحنا البيج دي وهي page 33 ونتنقل البيج اللي بعد كده ونوصل البيج 34 او 34 وعنوان هكالاتي my immediate family او اسرتي الحالية اسرتي my immediate family اسرتي الحالية والdirections بتاعتها draw ارسم your immediate family ارسم اسرتك وزي ما احنا عارفين ان احنا لازم نحفظ كلمة draw ونحفظ family لازم نحفظ draw لازم نحفظ family وimmediate يعني حالي فهو بيطلب منك هنا ان انت ترسم صورة ليك والاسرتك وتوضح فيها شكلك وشكل افراد اسرتك في المربع ده وبكده نكون عن هنا page 34 ونتنقل على page 35 او 35 وعنوانها ممبرز of my family ممبرز يعني افراد او اعضاء او اعضاء اسرتي اعضاء اسرتي او افراد اسرتي او افراد عائلتي والديريكشنز بتاعتها كلاتي in the spaces below في المساحات الفاضية بالاسفل draw ارسم members of your immediate and extended family members ارسم صور اسرتك الحالية واسرتك الصغيرة والextended family زي ما شرحنا قبل كده هي العائلة الكبيرة اللي بتبدأ من الاحفاد وبتوصل للجدود بيقول لك ارسم صور افراد اسرتك الصغيرة اللي هم بابا وماما واخواتك وانت والextended family اللي هي بتتضمن جده جدته وعمه وعمته وخاله وخالته لغاية اصغر شخص في العائلة هترسم الافراد بتقول العائلة دول اكتم اسماءهم below بالاسفل فمرة تانية بيقول لك in the spaces below في المساحات الفاضية spaces يعني مساحات below اسفل ارسم اعضاء او افراد of your immediate and extended family members اعضاء اسرتك الحالية وعائلتك الممتدة او العائلة الكبيرة بتاعتك اللي هي بتتضمن زي ما قلنا الجد والجدة اللي هي العمات والخالات والانكلز اللي هما الاعمام والخيلان والفاذر والماذر الاب والام والبرازرز الاخوة والسيسترز الاخوات and وانا هترسم الافراد دول كلهم في المساحات اللي موجودة الدوائر الفاضية دي and write their names ويكتب اسماءهم اسماءهم below اسفل كل صورة وزي ما احنا شايفين هنا في دوائر فاضية هترسم فيها صور افراد اسرتك كلهم وكل شخص هترسمه هتكتب اسمه تحت الصورة دي مش هايزين ننسى ان هنا هو حطت لنا علامة او المقص جمد عنوان الصفحة اللي هما الممبرز علشان بعد ما ترسم الصور دي المفروض انت هتقصها وهتلزقها في البيج الفاضية اللي بعد منها اللي هي الصفحة البيضة دي وبكده نكون انهينا ونتنقل للصفحة اللي بعد كده وهي لسه فيها صور مساحات فاضية الافراد اسرتك سيرتي سيفن وبعد كده تقص الصور وتلزقها فيها بردو وبعد كده ننزل نوصل لبيج سيرتي ناين او تسعة وثلاثين وعنوانها كالاتي براكتس رايتنج براكتس يعني تدريب رايتنج الكتابة براكتس رايتنج تدريب الكتابة وفي جانبها ألم وفرشة انت المفروض هنا هتتدرب ان انت تكتب الكلمات دي او الكلمة أم أم أب أب أخ 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 ساستر يعني اخت وبكذا نكون انهينا بيج 39 و قبل ما نتنقل لاخر جزء في الشرح احب افكرك و اقولك ما تنساش تشترك في القناة و اتفعل الجرس بتاع الاشعارات علشان يوصلك كل درس جديد و نذاكر مع بعض اول بول و نوصل لبيج 40 اللي هي رقم 40 و عنوانها كالآتي او شجرة عائلتي شجرة اسرتي و هنا رسم شجرة بتاعت شجرة العائلة و شجرة الاسرة و فيها الافراب بتاعت الاسرة اول شرد اللي هو father mother mother brother sister او اخت brother اخ او اخت و الناحية التانية brother اخ او اخت me انا يبقى هنا الشجرة بتاعت الاسرة او العائلة متضمنة كل افراد الاسرة والعائلة اللي هما الاب والام father and mother brother and sisters و بعد كده مي انا وبكده نكون انهينا شرح شابتر 2 family tree الفصل التاني شجرة العائلة واستنوني الحلقة الجاية هجلكوا بسرعة علشان نشرح شابتر 3 اللي هو بعنوان who are we احنا مين من نحن هو من are we نحن نكون وفي الختام اتمنى تكونوا استفدتم من درس النهاردة لو اعجبك الشرح واعجبك الفيديو اعمل لايك والاهم انك تشارك المعلومة وتعمل شير وتشارك الفيديو لاصحابك حتى لو في الفيسبوك او الواتساب وخليك عارف ان في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق معها كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر حسام الصياد اهلا بكم في قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكم اصحابي النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض الفصل الثالث من نحن في كتاب اكتشف منهج صف الاول الابتدائي وقبل ما نبتدي في الشرح اتمنى انك تكون شاركة الدرس اللي فات مع اصحابك علشان يقدروا يتابعوا معانا وكلنا نستفيد مع بعض وزي ما احنا تعودنا ان احنا هيكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معاك الكتاب اعمل كشكول مخصص للدسكوفر واكتب ورايا وذاكر منه وبلاش تعطل نفسك ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وزي ما احنا شايفين دي الصفحة الاولانية وده cover chapter 3 بعنوان who are we من نحن ونبتدي منزل وندخل في الشرح واول page هتقابلنا هي page 43 او صفحة 43 43 والعنوان بتاع الصفحة picture graphs graphs رسم بياني مصور picture يعني صورة graph يعني رسم بياني picture graph يعني رسم بياني مصور with directions بتاعتها كالاتي follow your teacher's directions اتبع تعليمات مدرسك او معلمك انهى في كيفية to color the picture graph تلوين الرسم البياني المصور use the picture graph استخدم الرسم البياني المصور to answer the questions below لتجاوب على الاسئلة الموجودة اسفل الرسم وموجود الرسم البياني المصور هنا وعنوانه our pits اللي هي حيواناتنا الاليفة our حاجة ملكنا ودي بتدل على الملكية اي حاجة بنقول عليها our معناها ملكنا حاجة بتاعتنا pits يعني حيوان اليف our pits يعني حيواناتنا الاليفة وهنا birds birds يعني طيور birds يعني طيور birds يعني طيور cats يعني قطط cats يعني قطط fish يعني أسماك fish يعني أسماك وهنا زي ما احنا شايفين في the birds في مجموعة من the birds والجزء ده من الكتاب او الجزء ده من الشابتر اللي هو picketure graph والصفحات التالية ليه دي متعلقة بالجزء الرياضي برضو زي ما احنا شرحنا في الحلقة الاولى في شرح الماس sets او المجموعات هنا بيوضح لنا sets او المجموعات وازاي نعمل لها شكل بياني والشكل البياني او الرسم البياني هي رسومات بتوضح لنا وبتساعدنا على فهم البيانات والمعلومات زي ما احنا شايفين هو هنا في table او جدول في التلات خانات دول اللي هما birds والcats والfish وكل خانة او كل صف منهم في عدد من الصور يعني ال birds فيها one two three four five six فيه ست صور لست طيور في الصف بتاع ال birds الكاتس فيه one two three four فيه اربع صور لاربع قطط مختلفة الفش فيه one two three فيه three fish او فيه ثلاث سمكات باشكال مختلفة ده يعتبر رسم بياني مصور او tickature graph وده بيساعدنا على فهم البيانات بشكل افضل لو حبينا نقارن مثلا بين عدد ال birds وعدد الكاتس هنشوف العدد انهي الاكبر وانهي الاصغر لو حبينا نقارن بين عدد الكاتس وعدد الفش هنعرف برضو العلاقة بين الاعدات هنا ايه هو الاكبر وايه هو الاصغر وايه هو العدد المساوي وده هنفهمه بعد كده في خلال الشرح بس احنا عايزين نوضح ايه هو الرسم البياني وهو بيساعدنا زي ما قلتلكو على ان احنا نفهم البيانات بشكل ابسط وبيوضح لنا المعلومات بشكل اسهل فاحنا شايفين هنا ال birds والcats والfish وننزل تحت بعد ما شفنا التلات صفوف بتاعت البيانات دي نشوف الاسئلة الموجودة اسفل ال picature graph او الرسم البياني المصور ال key يعني المفتاح each picature equal يعني بتساوي one pit حيوان اليف واحد يعني المفتاح بتاعنا ان كل صورة من دول في كل صف والصورة الوحدة بتساوي حيوان اليف key يعني مفتاح each يعني كل picature يعني صورة equal اللي هي بيساوي one pit يعني حيوان اليف واحد وزي ما احنا شايفين الاسئلة اللي هي ال questions below او الاسئلة اللي هي اسفل الرسم اول سؤال بيقولك write the number for how many of each pit اكتب رقم بيوضح كم عدد how many of each pit يعني لكل حيوان اليف write وزي ما احنا شايفين ادي صورة bird وصورة cat وصورة fish الثلاث صور هنكتب جنب البرد كم احنا عددنا هنفو one two three four five six يبقى في كم بيرد في سكس بيردس تمام في سكس بيردس في ستة طيور جنب الكات في دوتس هنكتب عليها عدد الكاتس هنرجع نبص على الجراف تاني او الشكل البياني تاني one two three four في عندنا four cats او اربع قطط بالنسبة للfish one two three فيه three fish او ثلاث سمكات وبكده جاوبنا على السؤال الاول السؤال التاني draw ارسم the correct simple simple يعني رمز simple يعني رمز simple يعني رمز correct يعني صحيح ارسم الرمز الصحيح اللي احنا قلنا عليهم قبل كده الرموز اللي موجودة في الرياضيات اللي هي greater than او الاكبر من وال smaller than الاصغر من وال equal اللي هو يساوي في عندنا greater than وفي عندنا smaller than وفي عندنا equal هنختار الرمز الصحيح اللي يعبر عن العلاقة بين الرقمين فبيسأل هنا بيقول the number the number of birds او عدد الطيور the number of وصور الطائر is عدد الطيور is than greater than ولا smaller than the number of cats عدد الطيور عدد الطيور اكبر من ولا اصغر من ولا بيساوي عدد الكات احنا عندنا كم طائرة عندنا six birds ستة طيور وعندنا كم cat four cats أربع قطة يبقى المفروض عدد الطيور is greater than ولا smaller than ولا equal العدد بتاع الكات مين هيرد علي شطرين شطرين كلكو عدد الطيور اكبر من عدد القطة اللي هو the number of birds is greater than the number of cats the number of birds is greater than the number of cats وبكده نكون انهينا page 43 وحلينا questions بتاعتها ونتنقل للبيج اللي بعد كده وهي page 44 هي بعنوان bar graphs بعنوان الرسم البياني بالأعمدة bar graphs bar يعني عمودي graphs يعني رسومات بيانية الرسومات البيانية بال أعمدة bar يعني أعمدة أو عمود and graphs يعني رسومات بيانية وديريكشونز بتاعتها قالاتي use the bar graph استخدم الرسم البياني بالأعمدة لتجيب على الأسئلة بالأسفل وزي ما وضحنا قبل كده يا حبيبي إن الرسم البياني هو شكل من أشكال توضيح المعلومات بشكل بسيط فإحنا عندنا هنا درسم بياني زي ما إحنا شايفين هو عبارة عن مجموعة خانات أو أعمدة كل عمود خاص بلون معين لو افترضنا إن إحنا مثلا في الكلاس والتيتشر بتاعنا سألنا وقال لنا يا حبيبي مين اللي بيحب اللون الريد فمجموعة من أصحابنا رفعوا قدهم ولما نعدهم هنلاقي عددهم مثلا هتلاقي مثلا في سبعة بيحبوا الريد أو اللون الأحمر في عندنا تاني لو هو سأل وقال مين يا حبيبي بيحب اللون البلو أو لحب اللون الأزرق في مثلا خمسة أو فايف ففيه فايف رفعوا قدهم وقالوا إحنا بنحب البلو ولما سأل تاني وقال لحبيبي مين بيحب اللون الريد أو الأصفر ففيه سري رفعوا قدهم وقالوا إحنا بنحب اليلو ولما سأل تاني وقال مين يا حبيبي بيحب الجرين أو الأخضر ففيه فايف تاني رفعوا قدهم وقالوا إحنا بنحب اللون الجرين فهو هنا بيوريلك في الرسم البياني ده عدد كل مجموعة بتحب اللون معين فعدد الناس اللي بتحب اللون الريد وعدد الناس اللي بتحب اللون البلو وعدد الناس اللي بتحب اللون اليلو وعدد الناس اللي بتحب اللون الجرين ممثل في الشكل ده اللي هو البارغراف أو الرسم البياني بالأعمدة وهنا جنب البارغراف كلمة how many او كام عدد ودي برضو حفظ بالكتابة زيها زي الالوان red والblue واليالو والgreen والمفروض ان احنا نكون حفظانهم مشاطرين تماما فيهم how many red اول حاجة red how many red here فيه كام لون احمر هنا فيه كام تلميذ بيحب اللون الاحمر هنا في البارغراف ده او في شكل البياني ده هنعدهم تاني هنعد فيه كام سكوير في العمود الاولاني هنلاقيهم 7 يبقى فيه how many red فيه 7 red squares او فيه 7 طب بالنسبة للبلو نرجع نعد البلو مين هيجاوب عليا يا اصحابي شاطرين شاطرين كلكم فيه 5 5 بيحبوا البلو طب نسأل عن الالو او الاصفر الالو how many yellow 3 شاطرين شاطرين طب اخر حاجة نسأل عن الجرين الجرين او الاخدر فيه 5 5 green 5 شاطرين طب احنا كده جاوبنا على السؤال الاولاني او على الفرست منزلنا ونشوف السؤال التاني هو مكتوب درو ارسم زا كوريكت سيمبول زي ما وضحنا من شوية وقلنا كوريكت سيمبول يعني الرمز الصحيح كوريكت يعني صحيح وسيمبول يعني رمز هو هنا بيقولك red is المفروض بقى red is greater than ولا smaller than ولا equal blue الريد اكبر من ولا اصغر من ولا بيساوي البلو مين هيرد علي احنا عندنا زي ما احنا شايفين الريد 7 والبلو 5 يبقى الريد greater than ولا smaller than ولا equal البلو شاطرين كلكو الريد greater than blue او الريد اكبر من البلو او الازرع طب السؤال اللي بعد كده circle ضع دائرة حول the color alone that equals اللي بيساوي blue الازرع احنا يعني بيقولك حط دائرة حوالين اللون اللي بيساوي اللون الازرع في العدد نرجع ونبص على bar graph مرة تانية وهنلاقي موجود فيه الريد 7 البلو 5 اليالو 3 and الگرين 5 يبقى ايه هو الcolor اللي بيقوز البلو circle the color that equals blue انهي color او انهي لون equals blue شاطرين الگرين الگرين صح الگرين 5 والبلو 5 برده وبكده نكون انهينا page 44 بكده نكون انهينا page 44 ونتنقل للpage اللي بعد كده وقبل ما نشرح اخر جزء احب افكرك واقولك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل جديد ونذاكر مع بعض اول بور ونتنقل لpage 45 وانوان هكا الاتي boys and girls boys and girls in my family الاولاد والبنات في اسرتي boys يعني اولاد and و girls البنات in my family في اسرتي وديركشنز بتاعت هكا الاتي write the number of boys اكتب عدد الاولاد and girls والبنات that are in your family اللي موجودين في اسرتك use استخدم that data هازه البيانات data يعني بيانات to make لتصنع a bar graph شكل بياني يبقى use that data استخدم هازه البيانات لتصنع bar graph او رسم بياني بالاعمدة ونقولها مرة تانية write ونقولها مرة تانية write the number of boys and girls that are in your family use that data to make a bar graph استخدم هازه البيانات لتصنع رسم بياني بالاعمدة write the number of boys and girls that are in your family استخدم رقم الاولاد والبنات اللي موجودين في اسرتك use that data استخدم هازه البيانات to make a bar graph لتعمل او لتصنع رسم دياني بالاعمدة bar graph وهنا حطت لنا خانتين زي ما احنا شايفين خانة فيها وش ولد صغير وراجل كبير وخانة فيها بنت صغيرة وست كبيرة فهو بيطلب منك تكتب في الخانة الفاضية اللي جنب سورة الولد الصغير والراجل الكبير عدد الاولاد في اسرتك متضمنين الرجال الكبار فمثلا لو انت ليك اخين هتكتب الاخين دول زي باباك اللي هو الراجل الكبير يبقى تكتب في خانة البيانات هنا جنب الصورة بتاعت الولد والراجل لو ليك اخت واحدة هتكتب لان اختك وممتك برضو هيبقى ايه اعدادهم اتنين متضمنين او القبار يبقى المفروض ان احنا عندنا 3 boys and 2 girls واحنا بنفترض ده كل واحد ليه الاجابة بتاعته في الصفحة دي لان كل واحد بيختلف عدد الاشخاص اللي موجودين في اسرته او ال boys وال girls اللي في اسرته عن الشخص التاني فاحنا بنوضح بس نجاوب على السؤال ده ازاي وهناخد مثلا زي ما قولنا ان احنا عندنا 3 boys and 2 girls ونحطهم في الشكل ال bar graph ده فهندنا هنا في two bars او عمودين ال bar بتاع ال boys وال bar بتاع girls او ال bar بتاع الاولاد وال bar بتاع البنات وهم مخططين من zero to nine او من الصفر التسعة فاحنا قولنا عندنا 3 boys اخين وبابا يبقى 3 boys يبقى هنظلل هنا 3 squares او 3 مربعات في ال bar بتاع boys هنظلل المربع الاولاني والمربع التاني والمربع التالت يبقى عندنا boys موجود فيها 3 وكده احنا حطينا اول data خاصة بينا في شكل ال bar graph وحطينا عدد ال boys في شكل ال bar graph على انهم 3 squares مظللين ويمكن يظللهم مثلا باللون الازرع نشوف ال bar بتاع ال girls او الاعمود بتاع البنات احنا قولنا عندنا مثلا two girls اختك وممتك فهنظلل في مربع في ال bar بتاع girls مين هيرد عليها هنظلل فيه كم square؟ شطرين two squares و لو قلنا مثلا احنا هنظلله باللون الاحمر يبقى هنظلل one and two يبقى عندنا three boys and two girls وبكده نبقى استخدمنا البيانات اللي خاصة بينا اللي احنا ذكرناها في المربعين اللي فوق ده المربع بتاع البويز والمربع بتاع girls في ان احنا استخدمنا ال data دي في عمل bar graph او رسم بياني بالاعمدة عن طريق ان احنا مثلناهم على الرسم البياني وظلدنا العدد بتاعهم وبكده نكون انهينا page 45 وفي الختام اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من درس النهاردة لو اعجبك الفيديو اعمل like والاهم انك تشارك المعلومة وتعمل share وتشارك الفيديو لاصحابك حتى لو عن طريق الفيسبوك او الواتساب وخليك متأكد ان في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق معا كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وفي الختام استعودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد اهلا بكم في قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة ان شاء الله هنشرح الجزء التالت من شابتر سري هو ار وي من نحن كتاب ديسكوفر اكتشف منهج اولى ابتدائي وكنا انهينا الدرس اللي فات شارح page 45 او صفحة 45 والنهاردة هنبتدي نشرح page 46 وقبل ما نبتدي في الشرح اتمنى انك تكون شاركة الدرس اللي فات مع اصحابك علشان يقدروا يتابعوا معنا الشرح الجديد وكلنا نستفيد مع بعض وزي ما احنا متعودين يكون معنا الكتاب وقلم ولو مش معاك الكتاب اعمل كشكول مخصص للدسكوفر وكتبه راية وذاكر منه وبلاش تعطل نفسك ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم زي ما احنا شايفين عنوان page 46 family picture graph family picture graph يعني رسم بياني مصور للأسرة family يعني أسرة picture graph رسم بياني مصور زي ما احنا عرفنا الدرس اللي فات والديريكشنز بتاتل page D use a green square استخدم مربع اغدر to represent لتمثل ابوي ولد يبقى كل ولد او راجل بيمثل مربع اغدر use a yellow circle استخدم دائرة صفراء to represent لتمثل اغيرل يبقى كل بنت او كل امرأة بيقابلها yellow circle create انشئ او استخدم a picture graph رسم بياني مصور using مستخدما the data البيانات from your family bar graph من الرسم البياني بالاعمدة اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت بتاع الاسرة بتاعت احنا كنا عملنا الدرس اللي فات family paragraph وعرفنا ايه هو bar graph ولو عايز تعرف اكتر عنه تقدر ترجع للدرس اللي فات فهنا بيقول لك اعمل green square لكل ولد وكل راجل وعمل yellow circle لكل امرأة وكل بنت واستخدم البيانات دي في ان انت تنشئ a picture graph او رسم بياني مصور لأسرة فايحنا لو زي ما احنا شايفين ادي البوي ودي المان ودي جيرل ودي الوومن هنا green square وهنا yellow circle فهلو قلنا مثلا افترضنا ان احنا عندنا two boys and father يعني لي اخين مثلا two brothers لي اخين and a father واب يبقى عندنا هنا ثلاث اشخاص ولاد اللي هما three green squares يبقى نحط هنا في المربع بتاع البويز three green squares او ثلاث مربعات خضراء ولو قلنا انها لي اخت بنت واحدة one sister and my mother يبقى هنا في عندنا two girls بنتين امي واختي يبقى هنا اعمل two yellow circles او دائرتين صفراء ويبقى كده احنا عملنا الفاميلي بيكيتشور جراف يبقى كل واحد دي اه الفاميلي بيكيتشور جراف بتاعه بناء على عدد البويز وعدد الجيرلز الموجودين في اسرته وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل على البيج اللي بعد منها ويا بيج 47 وان وانها كالاتي living يعني high and and non living things الاشياء الحية وغير الحية وزي ما احنا اه شايفين قدامنا هو بيتكلم عن الاشياء الحية والاشياء غير الحية وعايزين نعرف ايه هو الشيء الحي او الكائن الحي والشيء غير الحي الكائن الحي يا حبيبي هو اي حاجة بتحتاج الى طعام وشراب وهواء لتتنفس ومقوى او بيت او ساكن تسكن فيه يبقى الكائن الحي بيحتاج ان هو ياكل بيحتاج ان هو يشرب بيحتاج ان هو يتنفس بيحتاج كمان ان هو يكون عنده بيت يعيش فيه ايا كان البيت ده بينما الشيء الغير الحي هو اي ماشين اي الى اي جماد ما بيتنفس ما بيكلش ما بيشربش مش محتاج ان هو يكون عنده وبيت يسكن فيه فلازم نتبقى عارفين ايه هو الكائن الحي وايه هو الكائن الغير الحي والديريكشنز بتاعتها كالآتي رسم بياني بالاعمدة لتوضح عدد الكائنات الحية والاشياء غير الحية في بيتك يبقى يعني كائن حي 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 كائن و غير حي شيء الجامعة بتاعها أشياء غير حية في منزلك متضمن فقط البشر او اللي هم الناس اللي زي وزيك في المكان بتاع الكائنات الحية كاتيجوري كاتيجوري اللي هو تصنيف الكائنات الحية هي بقى هنحط هنعد بس البني ادمين عشان خاطر نحسبهم على انهم كائنات حية تمام؟ والكلمات الجديدة هنا زي ما احنا شايفين كرييت يعني انشق بارغراف يعني رسم باني بالاعمدة شو يعني يوضح يعني حي كائنات غير حي في منزلك متضمن فقط البشر او البني ادمين يعني كاتيجوري اللي هو التصنيف الخاص بالكائنات الحية وزي ما احنا شايفين هنا وحطت لنا او بوكسس في او واحد خاص بالبني ادمين في صورة الاب والام والاولاد الصغير والاوسط والكبير والناحية التانية في صورة هنا البايسكل وهنا الفاميلي الهيومنز في الفاميلي تمام؟ فاحنا هنعدل الناس اللي حولينا في الاسرة كام انسان موجود معنا في الاسرة في عندنا بابا في عندنا ماما في عندنا اخواتي هنعدهم ونكتب ونكتب العدد بتاعهم هنا جنب صورة الناس اللي موجودة في البوكس ده وعندنا كام شيء غير حي في البيت عندنا في مثلا البايسكل بتاعتنا في عندنا الفريجريتور او التلاجة في عندنا الكمبيوتر في عندنا تليفيجين في عندنا الموبايل في عندنا ادوات كتير حوالينا هنقد نعدها ونكتب العدد بتاعها جنب الصورة بتاعت البايسكل هنا ودي عدد الحاجات الغير الحية وبعد كده لما ننزل تحت هنظل العدد اللي هم في البارغراف ده لو احنا مثلا عندنا خمس افراد في اسرتنا يبقى هنظل الخمس مربعات وهيبقى كده احنا مثلنا عدد الافراد الحية في اسرتنا على البارغراف وعندنا مثلا ثمان اشياء غير حية في البيت احنا عندناه هنظل التمن مربعات في البارغراف ده بلون تاني بلون مختلف ويبقى احنا كده عملنا البارغراف اللي بيمثل الليفينج اند نون ليفينج سينجس ان يور فاملي يبقى مرة تانية هنظل العدد الاشخاص اللي موجودين في اسرتنا الاحياء اللي موجودين في اسرتنا على البارغراف ده بلون معين وهنظل العدد الاشياء غير الحية اللي موجودة في الاسرة بلون تاني مختلف وبكده نكون انهينا بيج 47 ونبدأ نشرح بيج 48 وهنا في اللي احنا بنستخدمه في الرسم البياني المصور واحنا عرفنا الفرق بارغراف او الرسم البياني بالاعمدة والرسم البياني المصور زي ما احنا شفناه المرة في البيج اللي فاتت هو اللي فيه اعمدة ده وبنظل الارقام على اساس بنظل المربعات على اساس الرقم بتاع الحاجة اللي احنا عايزين نحطها على الرسم البياني زي ما احنا شايفين هنا هوت هنحط صور الليفنج عندنا في الاسرة بابا وماما واخواتي هنحط هنرسم صورة كل شخص من الاشخاص دول في الصف بتاع الليفنج والنون ليفنج الاشياء غير الحية هنرسم صورة الحاجات اللي احنا عديناها وهنحط عددها في النون ليفنج او في الاشياء غير الحية ومكتوب تحت ده يعني قارن بارقام زميلك في الفصل او شريكك في الفصل شولدر الوحدة بتيجي بمعنى كتف شولدر بارتنر يعني زميلك المتكافئ معاك زميلك اللي في الفصل او شريكك اللي في الفصل اللي قاعد جنبك في الدسك يعني حي الكائنات الحية في منزلي هنكتب مثلا الكائنات الحية في منزلي وهنكتب هنا عدد الكائنات الحية في منزلك زي ما احنا قلنا عدينا افراد اسرتك وهتكتب عددهم سواء كانوا اربعة او خمسة او ثلاثة زي ما انت عديتهم الكائنات الحية في بيت شريكي هو شريكك في الدسك او زميلك في الفصل اللي قاعد معاك بيعمل عنده مثلا اسرته مكونة من اربع افراد وانت عندك اسرتك مكونة من خمس افراد فهو هنا هنكتب قدامه في الصف بتاعه اما انت مثلا لو احنا قلنا ان انت عندك خمس افراد في البيت بتاعك فهنكتب هنا هنا يعني زي ما قلنا المرة اللي فاتت يعني اكثر يعني اقل يعني يساوي انا عندي اكتر او اقل او يساوي العدد الخاص بشريكي في الفصل او تمام فهو كل واحد فيكو يشوف العدد بتاعه وهنكتبه هنا هو وهتشوفه انت اكتر منه ولا اقل منه ولا بتساوي يو ار مور ولا لس ولا اكول انا عندي اكتر ولا بي اقل ولا بيساوي اه العدد بتاع الكائنات الحية في بيتي و- in my house احنا قلنا ان احنا هنعدلى الي القائنات الاشياء غير الحية ونعدلى الاشياء غير الحية في بيتك ولاو افترضنا ان هي مثلا number 10 هنكتب هنا مثلا ten وليت لديك عشر اشياء غير حية و- in my partner's house العدد الاشياء غير الحية في بيت زميلي. مسلا لقولنا ان هما نوعين. يبقى اي هو اقل منك. يبقى اكثر ولا لس. اقل. ولا بيساوي. انت اكتر ولا اقل ولا بيساوي عدد الاشياء غير الحية في بيتك. وعبل ما انكرر الجزء ده مرة تانية احب افكرك واقول لك ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل جرس الاشعارات. علشان يوصلك كل جديد. ونذاكر مع بعض اول بو. وزي ما احنا اه قلنا مرة تانية الكلمات الجديدة. ارقام شولدر كاتف شولدر بارتنر شريكك المتساوي معك. كائنات حية. منزل. حي. اكثر. اقل. اكوال. يساوي. والتلات كلمات دول يحفظوا بالقراءة والكتابة. منزل يعني غير حي. ولازم نحفظ يعني حي. ونون النهاردة لو اعجبك الفيديو اعمل لايك. والاهم انك تشارك المعلومة وتعمل شير وتشارك الفيديو لاصحابك. حتى لو في الفيسبوك او الواتساب. وخليك متأكد ان في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق معها كتير وانت مش هتخسر حاجة. بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع وذائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر حسام الصياد اهلا بكم في قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازايك يا اصحابي. النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح شابتر سري. هو ار وي. من نحن كتاب اكتشف او الصف الاول الابتدائي. وقبل ما نبتدي في الشرح اتمنى انك تكون شاركت الدرس اللي فاتمة اصحابك علشان يقدروا يتبعوا معانا الشرح الجديد. وكلنا نستفيد مع بعض. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم. ولو مش معاك الكتاب اعمل كشكول مخصص للدسكوفر واكتب ورايا وذاكر منه. وما تعطلش نفسك. ويالله نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين كنا وصلنا المرة اللي فاتت لنهاية page 48 او صفحة 48. ونهاردة هنبدأ نشرح page 49 او صفحة 49. وعنوانها كالقاتي. graphs. graphs يعني الاشكال البيانية. graphs يعني الاشكال البيانية. directions بتقول which graph is bar graph. اي منهم هو bar graph او رسم بياني بالاعمدة. which is picture graph. which is picture graph. يعني وايهم رسم بياني بالصور. وزي ما احنا عرفنا الدروس اللي فاتت. انه في نوعين من الرسوم البيانية. واحد منهم هو رسم بياني بالاعمدة. والتاني رسم بياني بالصور. واحنا لسه متابعين علشان نعرف الفرق بينهم بشكل افضل وبشكل اوضح. فهنا في نوعين من الرسوم البيانية. واحد فيه tomatoes. واحد فيه tomatoes. day one day two day three. او الطماطم في اليوم الاول والطماطم في اليوم التاني والطماطم في اليوم التالت. والتاني رسم بياني في اسفل البيج. وهو فيه ثلاث حيوانات مرسومين اسفل الاعمدة بتاعته. واحد فيهم اسمه monitor. المانتر اللي هو ورا اللي النهر اه ورا اللي هو حيوان زحف شبه الليزرد كده شبه شبه السحلية. اسمه monitor ده اللي هو اه موجود بيبقى موجود بجوار المياة. تاني واحد فيهم الهيبو. الهيبو اللي هو فرس النهر وبرده يعيش نير ووتر او بالقرب من الماء واحنا عارفينه كلنا سيد اشتا طبعا يا حبيبي ثالث واحد اللي هو البرد البرد ده اللي هو طائر من الطيور ودول موجودين اسفل الرسم البياني ده كل واحد فيهم اسفل عمود من الاعمدة طبعا البرد ده نوع من انواع الطيور زي ما قلنا ممكن يكون ابو اردان او غير وهو هنا طالب مننا في البيتج دي نشوف انهي رسم بياني فيهم هو البرغراف وانهي رسم بياني فيهم هو البيتجر غراف عايزك تبصوا على الرسوم البيانية الموجودة في البيج وتقولوا لي انتوا شايفين انهي فيهم البرغراف وانهي فيهم البيتجر غراف شاطرين رسم البياني بتاع الطماطم هو رسم بياني بالصور لان احنا فعلا مستخدمين في الصور وبنقدر نعد الصور في كل يوم من الثلاث ايام دول اللي هو day one وday two وday three بيوضح لنا عدد الطماطم في كل يوم فيهم عن طريق ان احنا نعد الصور اللي موجودة في كل يوم فاول يوم فيه two tomatoes تاني يوم فيه one two three four five تالت يوم فيه one two three four five six seven eight فالتوميتو غراف هو فعايزكوا تقولوا ورايا واتكرروا ورايا الجملة دي مرتين تاني the tomato graph is a picture graph the tomato graph is a picture graph شاطرين شاطرين كلكم نوصل للغراف التاني او الرسم البياني التاني او الشكل البياني التاني اللي موجود فيه ال page هنا وهو موجود فيه تلات حيوانات اللي احنا قلنا عليهم قبل كده واحد فيهم اسمه المونيتر المونيتر او ورد النهر او شبه الليزرد شبه السحلية فده اسمه المونيتر m-o-n-i-t-o-r m-o-n-i-t-o-r مش مطلوب منكم ان انتوا تحفظوا اسمه بس انا بعرفكم تاني حيوان اسمه الهيبو الهيبو اللي هو فرس النهر او سيد اشتا زي ما الناس بتعرفه وهو h-i-p-p-o h-i-p-p-o هيبو فرس النهر وتالت نوع اللي هو الـ bird اللي احنا عارفينه ده b-i-r-d bird يعني طاش وهنا فيه كل حيوان فيهم موجودة تحت او اسفل عمود من الاعمدة المونيتر العمود اللي مرسوم فوق منه فيه four squares ملونين one two three four اربع مربعات الهيبو فيه فوق منه five squares ملونين بينما الـ bird فيه فوق منه nine squares ملونين فهو العدد الاكبر من الحيوانات دي والمفروض ان الرسم البياني ده بالاعمدة ولا بالصور is it a picature graph or bar graph مين هيقول لي ده picature graph بنعدي فيه صور ولا بنعدي فيه مربعات bar graph شطرين it's a paragraph يبقى عايزين نقول ان الـ Nile animals او الـ Nile animal graph is a power graph لان الثلاث حيوانات دول مفروض بيبقوا near water بيعيشوا بقريب من المياه وهما من الحيوانات النيلية اللي بتعيش جنب النيل اللي موجود في بلدنا مصر الحبيبة فالثلاث حيوانات دول بيبقوا موجودين جنب النهر النيل في أماكن مختلفة عايزين نقول الـ Nile animal graph او الرسم البياني الخاص بحيوانات النيل is a power graph ولوها وراية تانية يا حبيبي Nile graph is a power graph Nile graph is a power graph ده رسم بياني بالاعمدة زي ما احنا شايفين وبكده نكون انهينا الـ Page D طبعا احنا لازم نكون عارفين يعني ايه graphs ونبقى حفظينها كويس يعني رسوم البيانية او الاشكال البيانية وعايزين نعرف الـ bar graph يعني رسم بياني بالاعمدة والـ picture graph رسم بياني بالصور وبكده نكون انهينا الـ Page D ونتنقل الـ Page اللي بعد كده ونوصل الـ Page 50 او صفحة 50 في الكتاب Our Class Data Colors Our Class Data Colors يعني بيانات الالوان الخاصة بالفصل بتاعنا بيانات الالوان الخاصة بالفصل بتاعنا Directions بتاعتها كالقاتي Use crayons استخدم اقلام التلوين To color in the primary colors استخدم اقلام التلوين علشان تلون بالالوان الاساسية وزي ما احنا عارفنا قبل كده في الدروس اللي فاتت ان الالوان الاساسية هي الـ Red الأحمر والـ Blue الأزرق والـ Yellow الأصفر عندنا تلات الوان اساسية بنستخدمهم على طول ولازم نبقى عارفينهم الـ Red الأحمر والـ Blue الأزرق والـ Yellow الأصفر فاوانا بيقولك استردم الأقلام التلوين علشان تلون بالالوان الاساسية ثاني حاجة Then ثم Fill in the data from your class اكمل البيانات الخاصة بالفصل بتاعك Then Fill in the data from your class يعني ثم اكمل البيانات الخاصة بالفصل بتاعك ونقولها مرة تانية Use crayons to color in the primary colors Then fill in the data from your class تمام وـ Favorite primary colors زي ما احنا عرفناهم من شوية هيبقى هنا الـ Red وهنا الـ Blue وهنا الـ Yellow ثلاثة الوان هنبقى ملوننهم وحطنهم في الثلاث دواير دول اول حاجة اسأل نفسك ايه هو اللون المفضل بالنسبالك Favorite primary color انهي واحد فيه مفضل بالنسبالك او بالنسبالك الـ Red ولا الـ Blue ولا الـ Yellow انت هتحدد اللون اللي انت بتفضله من الثلاثة الوان دي وبعد كده هتشوف Shoulder Partner او زميلك في الفصل ايه الالوان اللي هما بيفضلوها يعني هتشوف زميلك في الفصل كل واحد بيفضل لون ايه وهنعمل عمل جماعي مع بعضنا كل واحد هيقول اللون اللي بيفضله المفروض الميستر او الميستر او الميستر هتقول اسم اللون هتقول الـ Red فهنعمل عمل جماعي من الثلاثة الـ Red سوف نقوم بتفضله من الثلاثة الـ Red هل تحب الـ Yellow Color فهيرفع اقدهم فهتعدهم فهنعرف عددهم من هنا ونكتب التحت الريد العدد والتحت البلو العدد وتحت اليلو العدد ونعرف كل لون من كم طالب يفضله وبعد ذلك نتنقل الجزء الثاني في البيج هنا ونشوف What color do most students in our class prefer? Most يعني أغلب students الطلبة إيه اللون اللي بيفضله أغلب الطلبة في الفصل بتاعنا Prefer يعني يفضل Prefer يعني يفضل يبقى What color أي لون do most students أغلب الطلبة in our class في فصلنا prefer يفضلون تمام فإحنا هنقول طبعا The red color أو the blue color أو the yellow color is the most preferred color in our class وإنت لو مش تعرف تكتب الجملة دي هتقول The red color أو the yellow color أو the blue color تمام يبقى The red color أو the blue color أو the yellow color لكن الجملة الكاملة بتقول The red color أو the blue color أو the yellow color is the most preferred color in our class اللي هو اللون المفضل بالنسبة لغالب الطلبة في الفصل بتاعنا تمام وبكده نكون أنهينا الباج دي ويعرفنا إيه هي الألوان الأساسية مرة تانية وافتكرناها بالترتيب الريد والبلو والييلو ونتنقل للبيج اللي بعد كده وهي page 51 أو صفحة 51 وقبل ما نشرح آخر جزء أحب أفكرك وأقول لك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرز الإشعارات علشان يوصلك كل جديد ونذاكر مع بعض أول بول وعنوان page 51 هو our class data hair lens hair lens يعني طول الشعر lens L-E-N-G-T-H هو طول الشعر أو tool lens tool hair يعني شعر our class data يعني بيانات طول الشعر الخاصة في فصلنا في directions بتاعة ال page DB يقول use the circles استخدم الدوائر to draw لترسم different hair styles الأنماط المختلفة للشعر الطويل والمتوسط والقصير هنستخدم the circles d three circles door هنرسم في circle أولانية شكل الشعر الطويل وفي circle ثانية شكل الشعر المتوسط وفي circle الثالثة شكل الشعر الصغير أو القصير شكل الشعر القصير وبعد كده be sure خليك متأكد to include short medium and long hair خليك متأكد ان انت تبقى حاطف في الدوائر التلاتة دول short hair والmedium hair والlong hair short hair الشعر القصير medium hair الشعر المتوسط والlong hair الشعر الطويل then ثم بعد ذلك fill in the data from your class اكمل البيانات من الفصل بتاع وهنا زي ما وضحت هنرسم الشعر القصير والمتوسط والطويل وبعد كده هنشوف عدد الطالبة في الفصل بتاعي هنشوف عدد الطالبة في الفصل بتاعي اللي عندهم شعر طويل المفروض المس أو المستر هينده ويقول who has long hair who has long hair هيبقى هيقول مين اللي عنده شعر طويل فالطالبة هيرفع قديهم فهيعدهم او هتعدهم وهنعرف عددهم وهنكتب العدد بتاعهم تحت اصحاب الشعر طويل لو هنا مثلا الشعر طويل هنكتب عدد الطالبة هنا اللي عندهم شعر طويل طب بالنسبة للmedium hair هنقول who has medium hair مين اللي عنده شعر متوسط هيرفع قديهم هيرفع قديهم وهنا بنعرف كم يعني اي عمل جماعي وهنعرف اللي عندهم شعر متوسط عددهم او هنكتب عددهم تحت الصورة بتاعهم واخر حاجة who has short hair مين اللي عنده شعر قصير وهيرفع قديهم وهنادهم وهنعرف عددهم ايه وهنكتب عددهم تحت صورة الشعر القصير هنا هو وهكده نبقى باكملنا البيانات من الفصل بتاعنا داني حاجة which hair length يعني اي طول شعر is most common common يعني شائع most يعني اغلب شيوعا in our class في الفصل بتاعنا ايه هو طول الشعر الموجود بكسرة في الفصل بتاعنا هل يطرى هو الشورت هير ولا المديم هير ولا اللونج هير وزي ما كلمنا قبل كده هو هنا بيعرفنا ازي نقارن بين الارقام الرقم الاصغر والرقم اللي بيساوي والرقم الاكبر او in english يعني less than الرقم الاصغر من او الاكول الرقم اللي بيساوي او greater than الرقم الاكبر من وهنا بيخليكوا تقارنوا بين التلات ارقام دول بين تلات ارقام الخاصين باطوال الشعر التلاتة وهنشوف انهي شعر فيهم اطول لو هو اللونج هير هنكتب the long hair لو هو المديم هير هنكتب the medium hair لو هو the short hair هنكتب هنا the short hair وبكده نكون اجابنا على السؤال ده واخر سؤال في البيج هنا هو which hair length is least least يعني اقل common شيوعا common يعني شائع يعني غالب يعني موجود على طول least common يعني اقل انتشار in our class اقل انتشار in our class في الفصل بتاعنا يبقى احنا عارفنا الاكثر انتشار في الفصل بتاعنا هو مثلا لو قلنا مثلا هو medium hair الاقل انتشار في الفصل بتاعنا ممكن نقول هو short hair مثلا على حسب عدد الطلبة يبقى هو بيقولك هنا which hair length tool شعر is least common اقل انتشار in our class في فصلنا هنكتب اسم الشعر الاقل انتشار او اللي اصحاب وعددهم قليل في الفصل بتاعنا وهنقول the long hair او the short hair او the medium hair وبكده نكون انهينا page 51 والكلمات الجديدة فيها hair length tool شعر وطبعا medium او طبعا short يعني قصير medium يعني متوسط long يعني طويل وكده نكون انهينا chapter 3 ووصلنا لبداية chapter 4 our community او مجتمعنا وان شاء الله هنشرحه في الدرس الجاي وفي الختام اتمنى تكونوا استفدتم من درس النهاردة لو اعجبك الفيديو اعمل لايك والاهم انك تشارك المعلومة وتعمل شير وتشارك الفيديو لاصحابك حتى لو في الفيسبوك او الواتساب وخليك متأكد ان في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق معا كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد اهلا بكم في قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايك ويا اصحابي النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض chapter 4 او الفصل الرابع our community مجتمعنا من المحور الاول هو اماي او من اكون كتاب discover اكتشف منهج primary one او الصف الاول الابتدائي وقبل ما نبتدي في الشرح اتمنى انك تكون شاركة الدرس اللي فات مع اصحابك علشان يقدروا يتابعوا معانا الشرح الجديد وكلنا نستفيد مع بعض وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معاك الكتاب اعمل كشكور مخصص للدسكور وكتب وراي وذاكر منه وبلاش تعطل نفسك ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم زي ما احنا شايفين قدامنا ده ال who am i من اكون المحور الاول chapter 4 our community مجتمعنا المجتمع بتاعنا وهي نتنقل ال page الاولانية في chapter وهي page 55 وعنوان هكال80 our rights our rights يعني حق right يعني حق يعني الشيء من حقك ان انت تحصل عليه الشيء المفروض تحصل عليه وقبل ما نتكلم في اي حاجة خاصة بحقوقنا لازم نعرف ان احنا في حاجة احنا جزء من حاجة اسمها المجتمع او community المجتمع اول حاجة فيه او اول جزء فيه هو انت وانت جزء من حاجة اسمها الاسرة اللي هي اسرتك اللي هي باباك وممتك واخواتك والاسرة دي جزء من مجتمع اكبر وهو الحي اللي انت ساكن فيه والحي اللي انت ساكن فيه جزء من مجتمع اكبر وهو المحافظة اللي انت فيها والمنطقة اللي انت فيها والمكان اللي انت ساكن فيه او المحافظة اللي انت ساكن فيها جزء من مجتمع اكبر وهي البلد بتاعتنا بلدنا حتى البلد بتاعتنا جزء من مجتمع اكبر وهو العالم كله او الكرة الارضية والمكان اللي احنا ساكنين فيه جزء من مجتمع اكبر اللي هو بلدنا او البلد اللي احنا عايشين فيها فالكوميونيتي هو المجتمع المجتمع ليه اشكال مختلفة في مجتمعات صغيرة زي الاسرة وزي المدرسة وكل مجتمع جزء من مجتمع اكبر منه زي ما قلنا فلازم نبقى عارفين ده وفهمينه كويس أول rights يعني حقوقنا الحقوق بتاعتنا هي الحاجة اللي احنا من حقنا نحصل عليها وإحنا في المجتمع بتاعنا أو في الكميونيتي بتاعنا فإن الـ directions بتاعة الـ page دي بتقول trace تتبع the words below الكلمات المكتوبة بالأسفل write the first letter of your name in each box اكتب أول حرف من اسمك في كل مربع من المربعات دي this shows ده بيوضح you agree with the right ان انت موافق على الحق ده فهو هنا بيقول لك هنكتب أول حرف من اسمنا هنا في المربعات دي وده بيوضح ان انت موافق على ان الحقوق دي فعلا من حقوقنا we have the right to احنا لنا الحق فيه وهو كتب لك هنا أول حاجة be safe be safe ان احنا نكون آمنين ان احنا نكون عايشين في أمان فلازم نبقى عارفين ان احنا we have the right to be safe قولوا ورايا مرة كمان we have the right to be safe احنا من حقنا ان احنا نعيش في أمان مرة كمان we have the right to be safe احنا من حقنا ان احنا نعيش في أمان تاني كلمة مكتوبة هي learn التعلم ان احنا من حقنا ان احنا نتعلم يبقى we have the right to learn من حقنا أن نحن نتعلم ولوها وراية تاني we have the right to learn من حقنا أن نحن نتعلم مرة كمان we have the right to learn من حقنا أن نحن نتعلم وفيك جملة تالتة مكتوبة وهي share ideas share ideas يعني نشارك أفكارنا نقول رأينا بصراحة من غير ما نخاف طالما رأينا ده ما بيهنش حد ما بيدرش حد وما بيأزيش أي حد فمن حقنا أن نحن نقول رأينا share ideas نشارك أفكارنا يبقى من حقنا أن نحن نشارك أفكارنا we have the right to share ideas we have the right to share ideas we have the right to share ideas وزي ما قلنا هنكتب أول حرف من اسمنا في كل بوكس من دول علشان نوضح أن نحن موفقين أن الحق ده من حقوقنا والكلمات الجديدة في البيج هنا rights يعني حقوق our ملكنا our rights حقوقنا trace تتبع the words below الكلمات المكتوبة بالأسفل write اكتب the first letter first يعني الأول letter يعني حرف of your name من اسمك in each box في كل صندوق box صندوق this shows ده بيوضح you agree أن أنت موافق agree يعني موافق with the right على أن الحق ده من حقوقنا وبكده نكون أنهينا page 55 ونتنقل البيج اللي بعده كده وهي page 56 وعنوان هكا الآتي rules rules يعني قواعد وrule وحدها بمعنى قاعدة rules هنا بيتيجي بمعنى الالتزام بالقواعد ولازم نبقى عرفين يا أصحابي قبل ما نبدأ في شرح البيج دي rules help the community stay safe and peaceful يعني إيه الكلام اللي أنا بقوله ده rules يعني القواعد help the community بتساعد المجتمع stay أن يظل safe أن يكون آمن and peaceful وعيش في سلام فدايما يا أصحاب لازم نبقى فاهمين أن rules معمولة علشان تخلي المجتمع يعيش في أمان وبالتالي إحنا كمان نعيش في أمان ونعيش في سلام اللي هو peaceful peaceful اللي هو السلام فلازم نبقى فاهمين ده rules مش معمولة علشان تضايقنا rules معمولة علشان تخلينا نعيش في حياة شكلها أفضل ونعيش في أمان ونعيش في سلام stay safe and peaceful وديركشن زي بتاتي الباج دي بتقول draw ارسم smiley face وجه مبتسم smiley جاي من smile يعني ابتسم smiley مبتسم face وجه in the circle في الدائرة if the student لو الطالب if لو the student الطالب is following the rules بيتبع the rules التعليمات is following the rules يتبع التعليمات draw a frowning face frowning يعني عابس frowning يعني عابس يعني مدى يعني حزين draw a frowning face يعني ارسم وجه عابس in the circle في الدائرة if لو the student is not following the rules لو الطالب مش بيتتبع التعليمات مش ماشي على التعليمات بشكل صحيح يبقى نقولها مرة تانية draw a smiley face in the circle if the student is following the rules ارسم وجه مبتسم في الدائرة لو الطالب بيتتبع التعليمات وماشي على التعليمات بشكل سليم draw a frowning face in the circle if the student is not following the rules ارسم وجه عابس في الدائرة دي لو في الدائرة الخاصة كل طالب لو الطالب ده مش بيتتبع التعليمات وزي نحن شايفين هنا في مجموعة من الصور لمجموعة من students وكل صورة فيهم جنبها circle دائرة هنرسم فيها وجه مبتسم او وجه عابس لو الصورة بتدل ان الستيدنت ده بيتتبع الرولز او following the rules هنحط وجه مبتسم لو الستيدنت is not following the rule هنرسم فرونانج فيس او وجه عابس ونبدأ بأول صورة وهي فيها student نايم في الفصل الطالب ده او الستيدنت ده is following the rules ولا not following the rules التعليمات او الرولز بتقول ان هو ينفاينان في الفصل ولا لأ شاطرين he is not following the rules ما بيتتبعش التعليمات وهو بيعمل حاجة غلط فهنرسم هنا فرونانج فيس او وجه عابس هنا فيه two students بيلعبوا بالمكعبات وبيعملوا عمل جماعي وبيتعلموا حاجة جديدة فهن الستيدنت بي following the rules ولا not following the rules yes they are following the rules هم بيتتبعوا التعليمات يعني هم شاطرين وماشيين على التعليمات بشكل سليم يعني هو شاطر يبقى هنرسم هنا smiley face الصورة الرابعة لاثنين من الطالبة بينظفوا مكان الرسم بتاعهم في الارت الارت روم او حجرة الرسم فهم هنا بينظفوا الكلاس بتاعهم او الارت روم اللي هم كانوا بيتعلموا فيها الرسم فهم دول بيتتابعوا التعليمات they are following the rules ولا they are not following the rules شاطرين they are following the rules هم بيتتابعوا التعليمات هم شاطرين وحلوين فنرسم هنا smiley face في صورة لتراش وزبالة وقذورات مرمية ومش موجودة في الباسكت بتاع الزبالة فهنا الستودين او الستودين following the rules ولا they are not following the rules طبعا ده not following the rules لان هنا بيوسخوا الدنيا وبي بيقذوا المجتمع بيقذوا الكميونيتي وبالتالي they are not following the rules وهنرسم هنا frowning face او واجه عبس واخر حاجة هنا في الكلاس في مجموعة من الستودين مش مركزين وبيلعبوا في واحد فيهم بيرمي حاجة فهنا هم مش مركزين في التعليم وهم بيقذوا نفسهم قبل ما بيقذوا اي حد تاني فهنا هم they are following the rules ولا they are not following the rules شاطرين they are not following the rules هم مبيتتبعوش التعليمات مبيس مش ماشين على التعليمات بشكل صحيح وبالتالي هنرسم هنا frowning face او واجه عبس وبكده نكون انهينا شرح البيج دي والكلمات الجديدة فيها rules يعني قواعد draw يعني ارسم smiley face واجه مبتسم circle دائرة student طالب following يتبع the rules التعليمات القواعد draw ارسم frowning عبس face واجه عبس in the circle في الدائرة if لو the student الطالب is not following لا يتبع the rules القواعد او التعليمات وبكده نكون انهينا page 56 ونتنقل البيج اللي بعد كده ونوصل لبيج 57 او صفحة 57 وعنوانها i am responsible i am responsible يعني انا مسؤول responsible يعني مسؤول i am انا اكون responsible يعني مسؤول وطبعا الdirections بتاعت البيج لي draw a picture يعني ارسم صورة of yourself لنفسك being a responsible community member يعني ان انت بتوضح فيها ان انت responsible community member فرض مسؤول في المجتمع member يعني عض community يعني مجتمع responsible يعني مسؤول responsible community member يعني يقعد مسؤول في المجتمع او فرض مسؤول في المجتمع وانا سايب لك بوكس كبيرة او مربع كبير مفروض ان انت بترسم فيه صورة لنفسك وانت بتوضح انت ازاي مسؤول في المجتمع والمسؤول زي ما احنا عارفين هو اللي ب following the rules اللي احنا اخدناها من شوية الشخص الشاطر اللي بيتتبع التعليمات علشان rules زي ما قلنا بت help the community to be safe and peaceful بتساعد المجتمع ان هو يبقى safe يعني آمن وpeaceful يعني يعيش في سلام او في سلام فهو هنا انت هترسم صورة لنفسك وانت بتعمل عمل صحيح وبتتبع التعليمات المفروض او القواعد المفروض ان انت تتبعها بشكل سليم سواء كنت في المدرسة طالب مجتهد ومنتبه وبتتبع rules او في البيت وانت بتسمع كلام ماما وبابا وتتبع بردو rules اللي بتتقع لك في البيت فانت هترسم هنا صورة بتوضح ان انت بتساعد الكميونيتي او المجتمع اللي انت جزء منه سواء كان البيت اللي هو الاسرة او اللي سكول اللي هي المدرسة او حتى الكنتري البلد اللي احنا فيها بتساعد فيها ان انت تخلي المجتمع افضل عن طريق ان انت بتتبع rules او القواعد وما بتهملهاش وده بيخلي في الاخر المجتمع safe يعني امن and peaceful يعني عايش في سلام وفي اخر البيج هنا مكتوب complete complete يعني اكمل the sentence الجملة i can وهنا بتقول i can يعني انا استطيع انت تستطيع ايه i can help انا استطيع ان اساعد ما تقولش انا صغير انا مش اقدر اساعد لا انت تقدر تساعد بان انت تبقى فرض او عضو مبتهد وشاطر ان انت تكون responsible community member يعني فرض مسؤول في المجتمع ان انت تبقى responsible community member انت هتساعد ان المجتمع يكون افضل لما تبقى فرض مسؤول في المجتمع وهنكتب هنا i can هتكتب هنا help انا اقدر اساعد help يعني وساعد فان انت هتقدر تساعد مجتمعك انه يكون مجتمع افضل ان انت تتابع القواعد بشكل سليم وفي الختام احب افكرك واقولك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل جديد ونزاكر مع بعض اول بول واتمنى انتو تكونوا استفدتم من درس النهاردة لو اعجبك الفيديو اعمل لايك والاهم انك تشارك المعلومة وتعمل شير وتشارك الفيديو لاصحابك حتى لو في الفيسبوك او وخليك متأكد ان في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق معه كتير وانت مش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد اهلا بكم في قناة فلاشة التعليمية افهم وتعلم ببساطة لزيكم يا اصحابي النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح المحور الاول او من اكون شابتر او الفصل الرابع مجتمعنا وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح بيج 57 وقبل ما نبتدي في الشرح اتمنى انك تكون شركة الدرس اللي فات مع اصحابك علشان يقدروا يتبعوا معنا الشرح الجديد وكلنا نستفيد مع بعض اول بول وزي ما احنا متعودين يكون معنا الكتاب وقلم ولو مش معاك الكتاب اعمل كشكول مخصص للدسكوفر وكتب وراي وذاكر منه وما تعطلش نفسك ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم زي ما احنا شايفين قدامنا دي بيج 58 Community Helpers Community يعني مجتمع زي ما احنا عرفنا Helpers يعني داعمين يعني مساعدين يعني الناس اللي بتساعد المجتمع انه يكون كويس ويكون افضل وقبل ما نبتدي في الشرح عايزين نتفق على معلومة اصحابي لازم نبقى عرفنها كويس فيه نوعين من الغظائف في اي Community في الدنيا او في اي Jobs او الوظائف الصناعية وفي حاجة اسمها Not Industrial Jobs او الوظائف الغير صناعية ويه الفرق بينهم Industrial Jobs الوظائف الصناعية هي اللي الناس بتشتغل فيها وبتمتج منتج انت تقدر تمسكه في ايدك زي اللي بيصنع حاجة زي اللي بيصنع سيارة بيصنع منتج بيصنع غزاء انت بتأكله بيصنع ملبس انت بتلبسه ده اسمه Industrial Jobs او الوظائف الصناعية Not Industrial Jobs او الوظائف الغير صناعية هي الناس اللي بتعمل خدمة خدمة كبيرة او خدمة صغيرة زي مثلا المدارسيين زي حالتنا مثلا بنعمل خدمة بنعلم اولادنا علشان يبقوا احسن ويبقوا افضل زي الاطباء اللي هما بيعلقوا المرضى علشان خاطر يساعدوهم زي دباط الشرطة اللي هما بيساعدوا الناس علشان يبقوا سيف يعيشوا في امن وامان وفي سلام كمان في وظائف industrial او industrial jobs يعني وظائف صناعية وفي وظائف not industrial jobs يعني وظائف غير صناعية يعني خدمية والindustrial jobs بتنتج product يعني منتج والnot industrial jobs بتنتج service يعني خدمة فإحنا لازم نبقى عرفين الفرق بينهم قبل ما نبتدي في الشرح زي ما احنا شايفين community helpers community helpers يعني داعمين او مساعدين الcommunity او المجتمع helpers يعني داعم او مساعد والdirections بتاعة الpage match وصل the community helper مساعد او داعم المجتمع with the place بالمكان place يعني مكان where he or she would work المكان اللي هو he or she او هي would work بيكون شغال فيه اول حاجة هنبتدي بها not industrial jobs او الوظائف الغير صنعية اللي هي زي ما قلنا بتنتج services او خدمات not industrial jobs زي teachers زي firefighters زي police officers and doctors زي teachers زي firefighters او الرجال الاطفاء زي police officers يعني رجال الشرطة او ضباط الشرطة and doctors والاطباء طبعا كل دول بيعملوا ايه؟ كل دول اكيد هيساعدك لو حد مثلا لقدر الله في عنده حريء او حاجة الفاير fighters او رجال الاطفاء لو هما ما يعرفوش هيساعدوه؟ اكيد هيساعدوه يعرفو او ما يعرفوهوش فهنا احنا بنعرف ان الفاير 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 and doctors help people every day even if they do not know the people they are helping حتى لهم مش عارفين الناس بيساعدوه they help our community learn stay healthy and stay safe بيساعد مقتمعنا انه يبقى متعلم stay healthy يبقى صحي and stay safe ويكون في امان يبقى they help our community هما بيساعدوا مجتمعنا learn انه تعلم stay healthy انه يفضل بصحة جيدة and stay safe ويفضل في امان there are places in our community where we can go to find helpers في اماكن في مجتمعنا لو احتجنا ان احنا نوصل لأي حد من الهيلبر دول there are places in our community where we can go to find helpers مرة ثانية يعني في اماكن احنا ممكن نروحها لشان نلاقي الهيلبر دول أو الناس الداعمين أو المساعدين دول these are the places where the community helpers do their jobs دي الاماكن اللي هم بيشتغلوا فيها اللي هم بيعملوا فيها وظائفهم والكلمات المهمة اللي عايزك تعرفوها هين انا كتبها لكم هيا the teachers will fire fighters will police officers will doctors لازم بيعرفين أثناء المهن دي أو jobs دي علشان خاطر لما يسألك هي industrial ولا not industrial تبعرف ان دول not industrial يعني دول وظائف غير صنوعية بيمتاجوا services بيأدوا خدمة بيعملوا services أو خدمات المجتمع محتاجها فإنها زي ما احنا شايفين في الصور اللي موجودة قدامنا أو في البيكيترز اللي موجودة قدامنا هنا في teacher مدرس بيعلم الطالبة في هنا firefighter رجل اطفاء بيطفق بيطفق الحريق في هنا police officer في ضابط شرطة بيقدي شغله وفي هنا doctor أو طبيبة بتساعد بوقفه وبتساعد المرضى كل وظيفة من دول لها المكان اللي بتشتغل فيه وفي الجانب التاني في هنا hospital يعني مستشفى fire station يعني محطة اطفاء المطاف يعني school يعني مدرسة وال police station او قسم الشرطة فاول حاجة التيتشر او التيتشر ده بيشتغل فين في hospital ولا في fire station ولا في school ولا في police station شطرين التيتشر في قسم الشرطة شطرين الفاير فايتر او رجل الاطفاء بيشتغل في fire station في محطة الاطفاء تالت صورة وهي صورة او ضابط الشرطة وضابط الشرطة بيشتغل في hospital في المستشفى ولا في fire station في محطة الاطفاء ولا في school في المدرسة ولا في police station في قسم الشرطة شطرين الفاير بيشتغل في police station او في قسم الشرطة واخر صورة خاصة بالدكتر وهنا الدكتر بيشتغل في hospital ولا في fire station ولا في school ولا في police station شطرين الدكتر بيشتغل في hospital او في المستشفى وبكده نكون عرفنا jobs او الوظائف والplaces الخاصة بيها او الاماكن الخاصة بيها وزي ما احنا تعرفنا في اول الشرح على industrial jobs او الوظائف الصناعية وال not industrial jobs او الوظائف الغير صناعية الخدمية اللي بتأدي خدمات واحنا بدأنا بالتعرف على not industrial jobs او الوظائف الغير صناعية الخدمية وكل وكل واحدة فيهم المكان الخاص بها فين والكلمات الجديدة هنا زي ما قلنا match يعني وصل the community helper داعم المجتمع مساعد المجتمع with the place بالمكان where he or she where يعني اين he or she هو او هيا would work يمكن ان يعمل وزي ما احنا عرفنا الكلمات التانية اللي احنا اخذناها في page دي اللي هي teachers المدرسين والfirefighters رجال الادفاء والpolis officers دباط الشرطة والdoctors او الاطباء ونثنين الpage اللي بعد كده وهي page 59 وان وان هك الات worker tools worker tools يعني ادوات العمال ادوات الناس اللي بتشتغل ف احنا اخذناه في page اللي فاتت not industrial jobs او الوظائف الغير صناعية ودلوقتي احنا هنتنقل industrial jobs او الوظائف الصناعية الوظائف اللي اصحابها بينتجوا حاجة احنا ممكن نلمسها او نمسكها في ادنا او نستخدمها بنفسنا زي مثلا المنتجات المختلفة فاحنا هنا هنتكلم على الناس الخاصة بالبناء اللي بتبنى لنا البيوت والشوارع والعمائر والطرقات والمتنزهات الحاجات دي كلها في ناس بتشتغل فيها وبتبنى ها لنا وهما الكونستراكشن ووركرز او عمال البناء والالكتريشنز الكهربائيين الناس اللي بتشتغل في مجال توصيل الكهرباء وانتاج الكهرباء والاستيل ووركرز او عمال الصلب وصناعة الصلب فاول حاجة هنتكلم عنها الكونستراكشن ووركرز العمال الخاصين بالبناء وعامل البناء بيساعد في بناء المنازل والبنايات والطرق الجديدة حتى هو بيصلح الاماكن او المباني اللي تهدمت ومحتاج لأي اصلاح فهو بيعمل ايه اول حاجة هو بيبنى الهومس بيبني البيوت تمام تاني حاجة بيبني البلدنجز المباني ثالث حاجة هو بيبنى الروز او الترقات والطرق وكمان بيفيكس الاماكن دي فهو بيعمل الفيكسس او الاصلاحات ده بالنسبة للكولستراكشن ووركر او عامل البناء بالنسبة للإلكتريشن او عامل الكهرباء بيساعد فن الكهرباء في توصيل الكهرباء واضاءة المباني والمدارس والمنازل بيساعد في اضاءة الطرق وحتى المتنزهات اللي احنا بنتروح نتفسح فيها لازم يكون في كهربائي او في فني كهرباء هو اللي وصل على الكهرباء دي فهو بيعمل ايه بيوصل او بيحضر باور اند لايتز الكهرباء والطاقة لالبالدنجز للمداني لالسكول للمدارس للهومز للبيوت وبيساعدنا ان احنا يبقى عندنا نور في طرقاتنا وفي متنزهات بتاعي ثالث حد لازم نتكلم عنه ونبقى عارفينه هو الشخص اللي بيعمل اعمال الحدادة وبيتعامل مع المعادن وهو بيقوم بصنع الدعامات الفولة زي العملاقة وتركبها للبنايات والطرق الصبات الخرصانية الكبيرة والدعامات الكبيرة والحاجات دي هو اللي بيعملها الستيل ووركر او عامل البناء والتلات كلمات دول لازم نكون عارفينهم كويس اللي هما الكولستركشن ووركر والإلكتريشن والستيل ووركر يعني عامل البناء إلكتريشن يعني عامل الكهرباء ستيل ووركر يعني عامل الحدادة وعامل الحدادة بيقوم make and installs giant steel beams make يعني بيصنع and installs وبيركب giant steel beams الدعمات العملاقة المعدنية اللي احنا محتاجينها في بيوتنا وفي بناياتنا وفي الطرق بتاعتنا والdirections بتاعت البيجي دي زي ما احنا شايفين match يعني وصل the worker with the tool used to do the job يعني وصل الworker العامل with the tool بالاداء used المستخدمة لاداء الوظيفة الخاصة بي وين عندنا former يعني مزارع وعندنا engineer والناس اللي بتشتغل في البناء وعندنا teacher او مدرس وعندنا firefighter او رجل اطفاء او مطافي وعندنا هنا poster worker او عامل الفخار posteri يعني فخار worker يعني عامل كل واحد منهم بيستخدم tool من التولز دي طفاءة الحريق والجهاز اللي بيعمل عليه الفخار والخوزة بتاعت الحماية والفقس اللي بيزرع بيها والاقلام والمستارة final former او المزارع بيستخدم انهي ادامي الادوات دي شطرين بيستخدم الفاس بيستخدم الفاس اللي هو الخاص بزراعة الارض الانجينير المهندس بيستخدم انهي ادامي الادوات دي الانجينير بيستخدم الخوزة بتاعت الحماية اللي هو بيلبسها في اماكن البناء او في البلدنج سايتز اللي خاصة بالشغل بتاعه التيتشر-التيشر بيستخدم انهي ادوات من هذه الادوات شطرين التيتشر بيستخدم البنسلز والرولر والصyezر والادوات المكتبية علشان يعلن بيها الطلبة بتاعته الفيرفايتر او الـرجل الادفاء بيستخدم انهي ادامي الادوات دي شطرين الفيرفايتر بيستخدم ادوات ادفاء الحريق زي طفاءة الحريق دي علشان يطفي بيها اي حرائق ولاياذو بالله واخر حاجة العامل الفخار أو الباتري ووركر بيستخدم أنهي أدام الأدوات دي طبعاً بيستخدم الجهاز اللي بيحط عليه الباتري بتاو أو الفخار بتاو علشان يعمل بي الأواني الفخارية أثنان الجزء الثاني في البيج هنا وهو في الصندوق الموجود بجوار صورة الطبيبة أداء مهمة زادت هي أو شي اللي هو أو هي يستخدمها كل يوم طبعاً هنا الطبيب بيستخدم أدوات كتير كل يوم أنت ممكن ترسم أي صورة من الصور الخاصة بيها سأنا عجبت لكم هنا صورة سماعة الطبيب أو ستاسيسكوب ستاسيسكوب يعني سماعة الطبيب مش مطلوب منكم أن تحفظوا الكلمة دي بس لو هترسموها لازم تبقوا عارفين اسمها فهي اسمها ستاسيسكوب أو سماعة الطبيب وبكذا نكون أنهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده ونصل لبيج سكستي وين أو صفحة واحد وستين وعنوانها امبورتنت جوبس أو وظائف مهمة امبورتنت يعني مهم وجوبس يعني وظائف المفرد بتاعها جوب زي ما احنا قلنا وقبل ما نشرح آخر جزء أحب أفكرك وأقول لك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات علشان يوصلك كل جديد نذاكر مع بعض أول بول وديركشنز بتاعتها زي ما احنا شايفين cut these boxes يقطع هذه السنة دي out on the dotted lines dotted lines يعني الخطوط المنقطة dotted lines الخطوط المنقطة وزي ما احنا شايفين عندنا مجموعة من الصور أول صورة خاصة بالteacher ثاني صورة خاصة بالfirefighter ثالث صورة خاصة بالdoctor رابع صورة خاصة بالpatry worker خامن صورة خاصة بالfarmer ثالث صورة خاصة بالcarpenter أو النقار ثالث صورة خاصة بالإنجنير أو المهندس ثالث صورة خاصة بالباكري أو الخباز يبقى عندنا teacher يعني عندنا firefighter عندنا doctor عندنا pottery worker عندنا farmer عندنا carpenter عندنا engineer عندنا bakery كل وظيفة من دول يما هتتصنف على انها industrial يعني صنوعية يعني بتنتج حاجة بنمستخدمها أو not industrial يعني غير صنوعية يعني بيعمل خدمة احنا محتاج لها في حياتنا فاحنا هنقص الصور دي ونخليها معنا علشان هنروح هنستخدمها في البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونصل إلى page 63 أو صفحة 63 وعنوانها industrial jobs يعني وظائف صنوعية ونحن عرفناها في أول الشرح بتاع الدرس النهاردة وديريكشنز بتاعة البيج دي Glow Glow يعني الزق or tab each job الزق أو بالسمغ أو باللز each job يعني كل وظيفة in the correct column correct column يعني العمود الصحيح column يعني عمود correct يعني صحيح وعندنا هنا two columns أو عمودين أول واحد industrial ثاني واحد not industrial فالindustrial jobs زي ما احنا عرفناها هي كانت موجودة قدامنا في البيج اللي فاتت واحنا قصناها المفروض هنلزأها هنا فهي كانت ايه هي الاندستيريال jobs نقولها مع بعض أول حاجة كانت potry worker أو عامل الفخار ثاني حاجة كانت farmer المزارع الفلاح اللي بيزرع لنا المحاصيل اللي احنا بنا كلها سواء كان خضارة أو فكهة ثالث حاجة وابنلنا البيوت والبالدنجز اللي احنا عايشين فيها وخامس حاجة البيكري أو الخباز اللي بيعملنا الخبز اللي احنا بنأكله فدي كانت industrial jobs أو الوظائف الصناعية اللي موجودة في الصور نروح لل not industrial jobs أو الوظائف الغير صناعية اللي بيعملوا خدمات احنا محتاجينها in our community في مجتمعنا علشان نعيش أول حاجة اللي هو teacher اللي هو المعلم اللي هو بيهلب us to learn بيساعدنا ان احنا نتعلم ثاني شخص اللي هو firefighter الفايرفايتر او رجل الاطفاق اللي هو بيساعدنا ان احنا نعيش في امان بيبقى وبيطفلنا الحرائق فهو بي puts out the fires اللي هو بيطفئ الحرائق puts out يعني بيطفئ الحرائق puts out يعني بيطفئ الحرائق puts out يعني بيطفئ ده expression على بعض puts out the fires يعني بيطفئ الحرائق ثالث حاجة او ثالث وظيفة هي doctor الدكتور او الطبيب اللي هو بيساعدنا stay healthy ان احنا نبقى افضل نبقى بصحة احسن نظل بصحتنا يبقى teacher اللي هو help us to learn بيساعدنا في التعلم الفايرفايتر put out the fires بيطفئ الحرائق وبيخلينا نعيش في امان والدكتور اللي هو help us stay healthy ان هو بيساعدنا ان احنا نعيش بصحة جيدة وبكده نكون انهينا البيتش دي و glue يعني سم و tab يعني شريط اللاصق و each يعني كل job يعني وظيفة in the correct column يعني في العمود الصحيح وبكده نكون انهينا درس النهاردة وفي الختام اتمنى تكونوا استفدتم من درس النهاردة لو اعجبك الفيديو اعمل لايك والاهم انك تشارك المعلومة وتعمل share وتشارك الفيديو لاصحابك حتى لو في الفيسبوك او الواتساب وخليك متأكد ان في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق مع التير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر حسام الصياد اهلا بكم في قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي ان شاء الله هنشرح اخر جزء في المحور الاول هو اماي او من اكون الفصل الرابع شابتر فور او كوميونيتي مجتمعنا وده منهج اكتشف اكتشف برايماري وان او الصف الاول الابتدائي وقبل ما نبتدي في الشرح اتمنى انك تكون شاركت الدرس اللي فات مع اصحابك علشان يقدروا يتابعوا معنا الشرح الجديد وكلنا نستفيد مع بعض وزي ما احنا متعودين يكون معنا الكتاب وقلم ولو مش معك الكتاب اعمل كشكول للدسكور وذاكر ورايا ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم زي ما احنا شايفين هنا بيج سكستي فور او صفحة 64 وانوان هكالاتي فود ووتر وشلتر فود يعني طعم ووتر يعني ماء وشلتر يعني ومأوى والديركشون بتاتل بيج دي بتقول استخدم بيزيك شابس ووطر لإنطان فود ووتر وشلتر بيزيك شابس يعني استخدم الاشكال الهندسية الاساسية بيزيك شابس اللي هي السيركل والترايانجل والسكوير والريبتانجل الاشكال الهندسية اللي احنا عارفينها الاساسية and lines والخطوط لترسم طعام ووتر ماء وشلتر ومأوى in the boxes below في السنة دي الموجودة بالاسفل color in your shapes ولون الاشكال دي بطريقتك وزي ما احنا طبعا عارفين we will use some shapes to draw the food and the water and the shelter احنا نستخدم بعض الاشكال الهندسية في اول بوكس هنا في الصندوق ده ممكن نستخدم ايه علشان نرسم نوع من انوال طعام حد يفكر معي we will use a circle to draw an apple ممكن نستخدم دايرة علشان نرسم طفاحة جميلة هنا we will use a circle to draw an apple هنستخدم دايرة هنرسم دايرة ونخليها على شكل طفاحة جميلة لونها احمر فهنلونها باللون الارد دا اول بوكس يبقى we will use a circle to draw an apple and we will color it in red تاني بوكس هنا هنستخدم ايه علشان نرسم water drop او نقطة مية هقول لكم احنا ممكن نرسم نقطة مية ازاي we will use a circle and triangle to draw water drop هنستخدم دايرة ومسلس triangle to draw water drop ان احنا نرسم نقطة مية هنخلي الترايانجل فوق on the top of the circle فوق الدايرة ونخليهم ملتصقين في بعض بشكل كبير فهيكون لنا شكل water drop او نقطة مية and we will color it in blue وهنلونها باللون الازرق طبعا لان المية لونها ازرق يبقى هنا an apple in red تفاحة باللون الاحمر هنا water drop with blue color وهنا نقطة مية باللون الازرق اخر بوكس هنا هنرسم فيه shelter او مأوى وعيزين نرسم house مثلا ممكن نرسمه ازاي with shapes نرسمه ازاي بالاشكال الهندسية we will use square and triangle to draw a house هنستخدم square and triangle and triangle and triangle to draw a house ان احنا نرسم منزل يبقى نحط triangle on the top of the square هنحط triangle او المسلس فوق السكوير او فوق المربع هكول لنا شكل house جميل we will color it in brown هنلونه باللون البني يبقى هنا فيه an apple in red وهنا فيه water drop in blue وهنا فيه house وبكده نكون هنا شرح البيج دي والكلمات الجديدة هنا food يعني طعام water يعني ماء and shelter ومأوى basic يعني اساسي shapes اشكال او اشكال هندسية lines خطوط draw ارسم boxes سندي below موجودة بالاسفل color يعني لون ونتنال للبيج اللي بعد كده ونوصل لبيج 65 او صفحة 65 وقبل ما نشرح اخر جزء احب افكرك واقولك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرز الاشعارات علشان يوصلك كل جديد ونذاكر مع بعض اول بول وبيج 65 او صفحة 65 وعنوانها كالاتي construction workers construction يعني بناء يعني انشاء لما بتبني حاجة زي بيت او عمارة ده اسمه construction construction workers يعني عمال فconstruction workers يعني عمال البناء وهنا بنتكلم على جزء من الدرس اللي فاته وعمال البناء او construction workers زي ما عرفناه و الdirections بتاعتي البيج دي بتقول use your pencil استخدم قلمك الرصاص to draw لترسم a line خط from the construction worker من عامل البناء الموجود في منتصف الصفحة to the important things للاشياء المهمة important هام thanks اشياء he or she هو او هي needs يحتاج to wear ان يرتدي or use او ان يستخدم to do the job لاداء عمله لاداء وظفته يبقى مرة تانية use your pencil to draw a line from the construction worker to the important things he or she needs to wear or use to do the job هنستخدم قلمنا الرصاصة علشان نوصل بين صورة ال construction worker او عامل البناء الموجود هنا في الصورة بالادوات والاشياء الهامة اللي هو بيحتاجها او بيرتديها لاداء وظفة وزي ما احنا شايفين هنا في عندنا مجموعة صور حولين صورة ال construction worker اول حاجة في عندنا هنا هوة hard hats hard hat يعني قطبعة صلبة خوزة وفي هنا عندنا رنج وفي عندنا هنا boots يعني حزاء رقبة طويلة او حزاء مخصص لـ construction worker وفي عندنا هنا tool pilts يعني حزام الادوات اللي بيتحط فيه الادوات وفي عندنا هنا يلبسه حوالين وسطه او يعلقه في جسمه علشان يضع فيه الأدوات ستسسكوب او سماعة الطبيب اللي بيستخدمها الأطباء كل الأدوات اللي موجودة حوالين الصورة بتاعة الكونستركشن ووركر يجب ان نعرف ايه هو اللي بيستخدمه علشان يؤدي عمله ويكون سيف يكون في امان هو كمان فأول حاجة عندنا هنا الهارد هات الهارد هات او القطباص هل يترى هو بيستخدمها علشان يؤدي عمله طبعا شاطرين it's very important for construction workers to wear hard hats to protect their head and keep themselves safe مهم جدا للكونستركشن workers ان هما يلبسوا الهارد هات to protect their heads ليحموا رؤوسهم وان هما keep themselves safe ان هما يخلوا انفسهم في امان دي اول صورة يبقى نعمل line هنا بالبينسل بين الصورة بتاعة الكونستركشن ووركر و الهارد هات تاني صورة هنا الرنج الرنج او الجرز هل يترى الكونستركشن ووركر بيحتاج الرنج في اي حاجة بيقوم فيها بعمله طبعا هو ما بيستخدموش في اداء عمله فاحنا مش هنعمل اي line بينه بين الكونستركشن ووركر ثالث حاجة البوتس البوتس او الاحذية المخصصة لحماية الاخدام دي هل يترى هو بيستخدمها علشان او بيرتديها علشان يقوم بعمله طبعا they must wear boots to protect their feet هما لازم يلبسوا البوتس عشان يحموا اقدامهم يبقى الكونستركشن ووركر بيستخدم البوتس وبيرتديها علشان يحمي اقدامه اثناء تأديت عمله يبقى هنعمل line هنا بالبينسل بالالم رصاص بين صورة الكونستركشن ووركر وبين البوتس ثالث حاجة التول بيلتس او حزام الادوات اليو ترى هو بيستخدم التول بيلتس لاداء عمله طبعا شطرين they must wear tools to be prepared to work and always have their tools nearby لازم يلبسوا حزام الادوات to be prepared ان هما يكونوا مستعدين to work ان هما يشتغلوا and always have their tools nearby ان هما دايما يكون معهم الادوات بتاعتهم بالقرب منهم nearby بالقرب منهم اخر حاجة سماعة الطبيب وسمات الطبيب طبعا زي ما احنا عارفين الكونستركشن ووركرز ما بيستخدموهاش في اي حاجة لان هي خاصة بالطبيب فبالتالي مش هنعمل بينها وبين الصورة بتاعت الكونستركشن ووركر اي line فهو بيستخدم الهارد هات بيستخدم البوتس بيستخدم التول بيلت لاداء اعمل وبكده نكون انهينا شرح البيج دي والكلمات الجديدة هنا تينسل يعني الامرصاص زي ما احنا عارفين line يعني خط كونستركشن ووركر يعني عامل البناء كونستركشن بناء أو انشاء ووركر يعني عامل امبورتنت يعني هام هام او مهم سانكس اشياء هي هو او شي هي نيدز يحتاج تو وير ان يرتدي وريوز او يستخدم تو دو لاداء او لعمل زجوب الوظيفة بتاعته وبكده نكون انهينا شرح بيج سكستي فايف او صفحة خمسة وستين ودي اخر بيجي في المحور الاول هو امعي وفي الختام اتمنى تكونوا استفدتم من درس النهاردة لو اعجبك الفيديو اعمل لايك والاهم انك تشارك المعلومة وتعمل شير وتشارك الفيديو لاصحابك حتى لو في الفيسبوك او الواتساب وخليك متأكد ان في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق معه كتير وانت مش هتخسر اي حاجة بس غيرك هيستفيد وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم استر حسام الصياد اهلا بكم في قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة ان شاء الله هنشرح المحور التاني The World Around Me Chapter 1 او الفصل الاول Our Environment منهج Discover اكتشف كتاب Primary 1 او الصف الاول الابتدائي وقبل ما نبتلي في الشرح اتمنى انك تكون شاركت الدرس اللي فات مع اصحابك علشان يقدروا يتابعوا معانا الشرح الجديد وكلنا نستفيد مع بعض وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معك الكتاب يكون معك كشكول للدسكوفر علشان تذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم زي ما احنا شايفين ده cover chapter 1 Our Environment او بيئتنا او يعني حاجة ملكنا Environment يعني بيئة اول صفحة في chapter 1 هي page 69 او صفحة 69 وانوانها كالاتي at the playground يعني في الملعب at the playground ديركشنز بتاعتها بتقول use your pencil استخدم قلمك الرصاص to circle the things that Kareem sees use استخدم your pencil ألمك الرصاص to circle لتعضع دائرة حول the things that Kareem sees يراها ودي ستوري صغيرة كده short story او قصة صغيرة بنتكلم فيها عن صديقنا كريم ده وهو في الملعب هيحكي لكم القصة وهقولها لكم وعايزكم تمسكوا ألمك الرصاص وتحطوا دائرة حوالين كل حاجة هنقولها دلوقتي فأول حاجة عندنا هنا بتقول كريم في ملعب كريم في الملعب ، كريم في الملعب كريم هو شايف حاجة كثير واذا لا يرى أصحابي أصحابي هناك طائر ؟ طائر طبعا بما كان و груث بينهما طائر شطرين ادي البرد فنعمل حوالينا البرد circle with our pencil بألمنا الرصاص ولازم نبقى عارفين يعني أي بيرد يعني طائر He sees a rock هو شايف صخرة شايفين هنا في الصورة في أي صخرة شطرين ادي الروك اللي موجودة نعمل حواليها circle بالألم الرصاص He sees a tree هو شايف شجرة انت شايفين هنا في شجرة في البلاي جراوند شطرين ادي الروك اللي موجودة نعمل حواليها circle بالألم الرصاص He sees a slide هو شايف سلايد يعني زحليقة حاجة اللي هي بنتزحلق عليها انت عارفينها طبعا شطرين ادي slide هنعمل حواليها circle بالألم الرصاص واخر حاجة هو بيقولك he slides down The slide يعني هو بيلعب وبيتزحلق على الزحليقة دي وبكده نكون انهينا البيج دي الكلمات الجديدة طبعا اللي لازم نحفظها يعني a playground Use استخدم pencil ألم رصاص circle دائرة Sinks أشياء Seize يرى دي في present simple احنا ان شاء الله هنعمل شرح مفصل للجرامر هو مش موجود دلوقتي ومش هنعمله دلوقتي بس هنعمله في الأجازة علشان خاطر بعد كده ينفعنا في المناهج اللي جاية ان شاء الله وناخد فيه الأزمنة Seize يعني يرى في ال present simple هنشيل منها ال S هتبقى C يعني يرى في المصدر او في ال infinitive نحفظها زي ما هي S E E مني يعني كسير Sinks أشياء بيرد يعني طائر روك يعني صخرة تري يعني شجرة سلايد يعني زحليقة وسلايد داوين يعني بيت زحلق او بينظلق عليها وبكده نكون انهينا بيج 69 ونتنقل البيج اللي بعد كده موسيقى Living Sinks Song Living Sinks Song يعني أغنية الكائنات الحية او الأشياء الحية Sinks أشياء Song يعني أغنية احنا نقول الأغنية دي الأول بشكل عادي يعني كائنا بنقراها علشان نعرف الكلمات الجديدة واجهة هنغنيها مرة واحدة مع بعض علشان نعرف هي بتدغنى ازاي فأول حاجة Living Sinks يعني الكائنات الحية Living Sinks All Grow & Change يعني الكائنات الحية All كلها Grow يعني بتنمو And و Change يعني بتتغير Grow & Change Grow & Change بتنمو بتتغير Living Sinks All Grow & Change الكائنات الحية كلها بتنمو بتتغير Non Living Sinks الكائنات الغير الحية أو الأشياء الغير الحية Do Not يعني لا تنمو ولا تتغير Do Not يعني ما بتعملش كده Living Sinks Need Food & Water يعني الكائنات الحية بتحتاج للطعام وبتحتاج للمياه Living Sinks Need Food & Water Non Living Sinks Do Not يعني الكائنات الغير الحية ما بتحتاجش للمياه ولا لطعام يعني الكائنات الحية ما بتحتاجش لطعام ولا المياه Living Sinks Need Air To Breathe يعني الكائنات الحية بتحتاج للهواء لتتنفس Air To Breathe لتتنفس Air To Breathe Living Sinks Need Air To Breathe Non Living Sinks Do Not الكائنات الغير الحية أو الأشياء الغير الحية ما بتحتاجش للمياه لتتنفس Living Sinks Move On Their Own يعني بتتحرك بمفردها On Their Own يعني بمفرده بمفردها Own Their Own بمفردها Own Their Own بمفردها وموف بتتحرك هنا طبعا Living Sinks Move الكائنات الحية بتتحرك On Their Own بمفردها Non Living Sinks Do Not لا تتحرك بمفردها ونقولها في شكل الأغنية Living Sinks الكائنات الحية Living Sinks نحن 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 نح ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن وبكده نكون أنهينا page 70 أو صفحة 70 ونتنقل للpage اللي بعد كده وزي ما احنا شايفين دي page 71 أو صفحة 71 وعنوانها is it living هل هو حي ولا غير حي طبعا هنا بيعرفنا الفرق بين الكائنات الحية والأشياء الغير الحية بشكل أكتر والdirections بتاعك الpage دي بتقول write yes اكتب نعم or no أو لأ in each box في كل مربع وحنا لازم نلف الكتاب ونعدل الصفحة بشكل عادي قدامنا عشان نقدر نقرأ الكلام المكتوب ونكتب yes or no فحنا هنلف الصفحة خليكم معايا وحنا كده عدلنا الpage وعدلنا الصفحة قدامنا زي ما احنا شايفين هنا object object يعني عنصر هنا bird bird يعني طائر rock rock يعني صخرة tree 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 يعني شجرة slide slide يعني زحليقة زي ما احنا قلنا قبل كده اول سؤال هنا في العميدة الموجودة جنب الصور هنكتب تحت منها طبعا yes نعم or no لا لو الكائن ده بيعمل لو الصورة دي بتعمل كده هنكتب yes لو الصورة دي او الكائن اللي في الصورة دي ما بيعملش كده هنكتب no اول حاجة does it grow and change هل هو بينمو بيتغير ال bird yes it's grow and change بينمو بيتغير طب البوكس الثاني does it need food and water بتحتاج للطعام والمية yes الطائر بيحتاج للطعام والمية does it need air بيحتاج للهوى علشان يتنفس yes بيحتاج للهوى علشان يتنفس does it move by itself يعني هل بتتحرك بنفسها move يعني يتحرك و itself يعني بنفسها yes بيتحرك بنفسه is it living is it living يعني هل هو حي yes هو كائن حي بقى ال bird كله yes لان هو فعلا كائن حي الرك الرك اللي هو الصخرة does it grow and change هل هي بتنمو بيتغير شطرين no does it need food and water الصخرة بتحتاج مية وأكل الصخرة بتحتاج طعام ومية no no شطرين does it need air الصخرة هتفرق مع هيا موجودة في مكان في هوا أو لا شطرين no does it move by itself هل هي بتتحرك بنفسها عمرك حطيت صخرة في مكان أو شفت صخرة في مكان وصحيت لقيتها تحركت راعة مكان تاني شطرين no is it living هل الصخرة حية كائن حي شطرين الصخرة شيء غير حي ونتنقل على الصورة اللي بعد كده tree tree does it grow and change هل الشجرة بتنمو بتتغير yes الشجرة بتنمو بتتغير does it need food and water الشجرة محتاجة طعام ومية على الطعام بتاع الشجرة زي ما احنا هارفنا قبل كده انها بتاع بتسحب الwater من السويل أو من التربة وبقى المية دي موجود فيها المعادن والعناصر اللي هي محتاجاها علشان تنمو فهي بتحتاج الفود بس الفود بتاعها ما زي الفود بتاعنا يبقى yes it's need food and water does it need air الشجرة بتحتاج لهواء عشان بتتنفس yes طبعا الشجرة بتحتاج الهواء does it does it move by itself الشجرة بتتحرك من نفسها في تجربة كانوا عملوها زمان ويحطوا نباتات في مكان الشمس بتطلع فيه من اتجاه معين زي نبات اللي بيسموه عباد الشمس او تابع الشمس النباتات بتتحرك ناحية الشمس لانها بتحتاج الدوق علشان تقدر تكمل حياتها وتفضل تعيش فالنباتات بتتحرك من نفسها بدليل ان هي بتنمو وبتمد جزرها في التربة علشان تسحب المية والعناصر الغذائية زي ما احنا قلنا وده من انواع الحركة وبرضو بتتحرك من نفسها في اتجاه الدوق لما بتحتاج دوق والدوق ده بيبقى موجود بتاع الشمس في اتجاه معين هي تلاقيها بتتحرك ناحيته فyes النباتات move by itself is it living is it living يعني هل هي كائن حي yes النباتات كائن حي ونوصل لاخر حاجة slide او الزحليقة does it grow and change الزحليقة بتكبر وبتتغير فامركوا رحتوا الجاردن مثلا ولقيتوا الزحليقة اللي لعبتوا عليها المرة اللي فات لقيتوها المرة دي كبرت شوية وتغيرت no طبعا does it need food and water بتحتاج لطعام والمية طبعا لا no does it need air هل هي بتحتاج للهواء طبعا no does it move by itself ازو حليقة بتتحرك لوحدها كده بتمشي لوحدها يعني بيحطها حتى ممكن تتحرك منها طبعا no واخر حاجة is it living هل هي كائن حي اكيد no وبكده نكون انهينا page 71 او صفحة 71 وانا هنا معها درس النهاردة وفي الختام اتمنى تكونوا استفدتم من الدرس لو اعجبك الفيديو اعمل لايك والاهم انك تشارك المعلومة وتعمل شير وتشارك الفيديو لاصحابك حتى لو في الفيسبوك او الواتساب وخليك متأكد ان في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق معه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم استر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازيكم يا اصحابي النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح المحور التاني The World Around Me او العالم من حولي Chapter 1 الفصل الاول Our Environment او بيئتنا منهج Discover اكتشف كتاب Primary 1 الصف الاول الابتدائي والنهاردة ان شاء الله درس هذا مهم لان احنا هنشرح جزء كبير شوية فخليكم معي مركزين كويس وزي ما احنا تعودنا يكون معانا الكتاب وقلم علشان نكتب ملاحظتنا ونحل مع بعض واتمنى انكم تشاركوا الدرس هذا مع اصحابكم علشان الكل يستفيد ان شاء الله ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم زي ما احنا شايفين قدامنا ده Chapter 1 Our Environment كنا انهينا المرة اللي فاتت شرح بيج 71 النهاردة هنبدأ نشرح بيج 72 او صفحة 72 وعنوانها كالقاتي Living and non living things Living يعني كائن حي and non living things والاشياء الغير الحية زي ما احنا عرفنا عن طريق نشيد الكائنات الحية او اغنية الكائنات الحية اللي احنا اخدناها المرة اللي فاتت ايه هي صفات الكائنات الحية وأفكركم بيها الكائنات الحية بتتنفس بتأكل وبتشرب بتتحرك من نفسها وكمان بتنمو وبتتغير الأشياء الغير الحية ما بتعملش حاجة من الحاجات دي فهو هنا بيقول لنا في انظر على كل صورة بالأسفل هل هي شو تعرض او توضح a living كائن حي or non living things او شيء غير حي color pictures لون الصور of living organisms organisms يعني كائنات حية لون صور الكائنات الحية green بالأغضر color pictures of non living things blue لون صور الأشياء غير الحية بالأزرق والكلمة الجديدة هنا بالنسبة لنا هي organisms يعني كائنات حية احنا بس المفروض نعرفها ونعرف معناها والصور اللي موجودة في البيج دي اول صورة فيهم هي صورة car car يعني سيارة هل يترى السيارة كائن حي ولا هي شيء غير حي شاطرين السيارة هي non living thing او شيء غير حي لأنها لا تنمو ما بتكبرش لا تتغير ما بتحتاجش طعام ولا شراب ما بتتحركش من تلقاء نفسها لازم انت تسوقها علشان تتحرك car non living things هنلونها بالبلو او بالأزرق ثاني صورة هي صورة duck duck او بطة بطة او duck هل يترى duck هي living ولا non living thing شاطرين duck its living thing ان هي كائن حي لأنها بتنمو وبتكبر وبتتغير وبتحتاج للطعام والشراب بتتحرك من نفسها فهي its living thing ثالث صورة هي صورة tree tree يعني شجرة هل يترى tree living ولا non living thing شاطرين tree living لأنها بتحتاج للمياه وبتنمو وبتكبر وبتتغير وبتحتاج ان هي تمتصل معادن من السويل او من التربة علشان كبه بتحتاج لغذاء رابع صورة هي صورة البول البول او الكرة هل يترى البول هي living ولا non living thing شاطرين البول non living thing هي شيء غير حي لأنها لا تنمو ولا تتغير ما بتحتاجش الماء ولا الطعام ولا الهواء وكمان هي ما بتتحركش من تلقاء نفسها فانلون الصورة دي بالبلو او بالازرق خامس صورة هي صورة flower flower يعني وردة او ظهرة هل يترى flower living ولا non living thing شاطرين flower living thing لانها بتحتاج للماء وللهواء وللطعام وهي بتنمو وتتغير سادس صورة هي صورة الهات الهات او القطبعة هل الهات living ولا non living thing شاطرين الهات non living thing لانها لا تنمو ولا تتغير ما بتحتاجش طعام ولا شراب فانلونها باللون الازرق او بالبلو سابع صورة هي صورة fish fish يعني سمكة هل يترى fish living ولا non living شاطرين fish living thing لانها بتأكل وبتشرب وبتتغير وبتتحرك من تلقاء نفسها الصورة التمنى هي صورة lion lion يعني اسد هل يترى lion living ولا non living thing شاطرين lion it's a living thing هو كائن حي لانه بيأكل و بيشرب و بينمو بيضغير و بيتحرك من تلقاء نفسه والصورة التاسعة هي صورة kite kite يعني طائرة ورقية هل يترى kite living ولا non living thing شاطرين kite it's non living thing لانها لا تأكل ولا تشرب وما بتنموش وما بتتحركش من تلقاء نفسها والصورة العشرة هي صورة الفراشة يعني مرجحة هل يترى swings living ولا non living thing شاطرين it's non living thing أو هي شيء غير حي لانها لا تنمو ولا تتغير وما بتحتكش لطعام ولا الشراب ما بتتحركش من تلقاء نفسها والصورة الحداشرة هي صورة butterfly أو الفراشة هل يترى butterfly living ولا non living thing شاطرين butterfly it's living sing وانلونها باللون الأغضر والصورة الأخيرة هي صورة الفراج الفراج يعني الضفضعة هل يترى الفراج living ولا non living sing كلكم شاطرين الفراج it's living لانها بتنمو وتكبر وتتغير وتحتاج للطعام والشراب وتتحرك من تلقاء نفسها فانلونها باللون الغرين وبكده نكون أنهينا page 72 نتنيل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونتنيل لpage 73 أو صفحة 73 وعنوانها making group making يعني يصنع groups يعني مجموعات والمفرق بتاعها group يعني مجموعة والdirection بتاعتها بتقول sort the objects below صنف sort يعني صنف يعني قسم الحاجات دي لمجموعات the objects below العناصر اللي موجودة بالأسفل الصور اللي موجودة أسفل الكلام into groups إلى مجموعات write each word اكتب كل كلمة in the correct box في الصندوق الصحيح correct يعني صحيح وbox يعني صندوق وزي ما احنا شايفين هنا قدامنا في مجموعة صور وهم اتناشر صورة وفي 3 boxes أو 3 سندوق في أسفل الصفحة أول واحد فيهم مكتوب في things we can play with أشياء احنا نقدر نلعب بها تاني بوكس things that makes sounds أشياء بتعمل أصوات sounds يعني أصوات والبوكس الثالث مكتوب في things that are living أشياء حية أو كائنات حية فهنا نصنف الصور الموجودة في البيج دي ونحطها في السنة دي الموجودة أسفل البيج لو كانت هي حاجة ممكن نلعب بها نحطها في أول بوكس أو الصندوق الأولاني اللي هو things we can play with لو هي كانت حاجة بتعمل صوت هنحطها في البوكس اللي في النص ده اللي هو عنوانه things that make sounds أشياء بتعمل صوت ولو هي كانت كائنات حية هنحطها في البوكس الثالث أو things that are living والصور الموجودة في البيج هي car car يعني سيارة هل يطر الكار هي ممكن نلعب بها ولا هي بتعمل صوت ولا هي living thing كائن حي شاطرين الكار ممكن تكون توي نقدر نلعب بها فبالتالي هنحطها في البوكس الأول اللي هو things we can play with طب الدك الدك هي حاجة ممكن نلعب بها أو البطة يعني حاجة ممكن نلعب بها ولا هي حاجة ممكن تكون بتعمل صوت make sounds ولا هي living things حاجة كائن حي شاطرين الدك living thing أو كائن حي هنحطها في البوكس الثالث اللي هو things that are living طب tree ممكن نلعب بها ممكن نلعب بشجرة ولا هي بتعمل صوت ولا هي living thing شاطرين التري هي كائن حي فهنحطها في البوكس الثالث اللي هي things that are living طب البول البول أو الكرة هل يطارة هل يطارة هي things that we can play with حاجة ممكن نلعب بها ولا هي things that make sounds هي حاجة ممكن تكون بتعمل صوت ولا هي things that are living هي كائن حي شاطرين البول هي things that we can play with هي شيء ممكن نلعب بها فهنكتب اسمها وهنحطها في البوكس الأولاني طب البل البل أو الجرز هل يطارة هو بنلعب به ولا هو بيعمل صوت ولا هو كائن حي شاطرين البل هو بيعمل صوت فهنكتب اسمه في البوكس اللي هو things that make sounds الهات الهات ممكن نكون بنلعب بها ولا هي ممكن تكون بتعمل صوت ولا هي ممكن تكون كائن حي الهات ممكن نلعب بها فهنحطها في البوكس الأولاني things we can play with طب الايروبلاين الايروبلاين الطائرة هي ممكن نلعب بها ولا هي بتعمل أصوات ولا هي كائن حي شاطرين الايروبلاين ممكن تكون لعبة عندنا بنلعب بها أو الطيارة يعني فهنحطها في البوكس الأول وهنكتب اسمها هنا هوت في البوكس بتاع things we can play with طب اللايون 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 أو الأسد ممكن نكون things that we can play with هو ممكن حاجة ممكن نكون لعبة عندنا على شكل أسد نلعب بها ولا هي ولا هو حاجة بتعمل sound أو make sounds ولا هو كائن حي شاطرين اللايون هو كائن حي فهنكتب اسمه في البوكس الثالث واللي هو things that are living طب الكايت 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 أو الطائرة الورقية الكايت هي ممكن نكون حاجة بنلعب بها ولا ممكن تكون بتام الأصوات ولا هي كائن حي شاطرين الكايت ممكن تكون لعبة عندنا بنلعب بها فهنكتب اسمها هنا في البوكس الأول اللي هو things we can play with طب السوانكس السوانكس أو المرجيحة المرجيحة ممكن تكون لعبة عندنا بنلعب بها ولا هي أداة بتصدر أصوات أو make sounds ولا هي كائن حي things that are living شاطرين هي ممكن تكون لعبة عندنا فهنكتب اسمها في البوكس الأول اللي هو things we can play with طب البايسكل البايسكل أو الدراغة العجلة يعني هل هي ترى هل هي لعبة ممكن تكون عندنا بنلعب بها play with ولا هي أداة بتصدر أصوات make sounds ولا هي كائن حي living things شاطرين البايسكل هي ممكن تكون لعبة عندنا بنلعب بها فهنكتب اسمها في البوكس الأول اللي هو things we can play with طب الفروج الفروج أو الدفضع هل هي ترى هو كائن ممكن نلعب بيه ولا هو بيعمل أصوات make sounds ولا هو كائن حي living things شاطرين الفروج أو الدفضع ما هو كائن حي فهنكتب اسمه في البوكس الثالث اللي هو things that are living والكلمات الجديدة هنا making يعني يصنع groups يعني مجموعات sort يعني صنف أو يعني أسم إلى أصناف the objects العناصر below أسفل إلى groups groups write اكتب each word كل كلمة in the correct correct يعني صحيح box يعني صندوق وبكده نكون انهينا بيج 73 ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 74 أو صفحة 74 وننهك الآتي observation walk observation يعني ملاحظة walk يعني تمشية ممكن نقول عليها تمشية الملاحظة ملاحظة ان احنا نتمشى عشان نلاحظ بعض الحاجات حوالينا ممكن نقول عليها نوزهة في الخارج ان احنا بنتفسح برا المكان اللي احنا فيه سواء كان ال classroom أو كان ال home مع بابا وماما ونعرى والتمشية دي بيبقى الهدف منها لانها observation يعني ملاحظة الهدف منها ان احنا خرجين نلاحظ ايه الاشياء الموجودة برا فهو هنا بيقول لك ان انتو ممكن تخرجوا انت وزميلك في الفصل مع المدرس طبعا بتاعكو التيتشر او المس علشان تلاحظوا ايه الحاجات اللي موجودة حوالينا ال classroom area وتشوفوا ايه الكائنات الحية والاشياء الغير الحية اللي موجودة حواليكو في المكان اللي انتو فيه فهنا ال directions بتاعك ال page دي بتقول draw يعني irson and label label يعني ضع الكلمة المناسبة حط الكلمة الصح one object answer 1 you have seen انت شفتو فعلا in each box في كل صندوق يبقى انت هترسم عنصر واحد في كل صندوق من دول لهم عندنا 6 boxes او 6 سنديق هترسم كل صندوق عنصر واحد انت شفتو وهتكتب الكلمة المناسبة بتاعه label label يعني ضع الكلمة المناسبة تحت طبعا الصورة اللي انت هترسمها والصورة دي تكون حاجة انت شفتها في observation walk او في التمشية بتاع الملاحظة دي فهنرسم في 6 سنديق دي مجموعة من العناصر طبعا العناصر دي هيكون فيها living things الكائنات الحية وفيها non living things او الكائنات الغير الحية فلو افترضنا ان احنا خرجنا من classroom او من الفاصل بتاعنا مع المدرس و اصحابنا في الفاصل علشان نعمل observation walk او تمشية الملاحظة ممكن نشوف tree فهنرسم tree او شجرة في البوكس الاولاني ممكن نشوف cat ممكن نشوف قطة فهنرسم قطة في الصندوق التاني ونكتب تحت منها cat ممكن نشوف dog dog يعني كلب ممكن نشوفه فهنرسم dog في البوكس التالي ونكتب تحت منها كلب ممكن نشوف rocks rocks يعني صخور ممكن نشوف rocks في الارض او في حتة معينة من الارض فهنرسم rocks ونكتب تحت منها rocks ممكن نشوف car عربية مركولة او حاجة فهننسرم عربية ونكتب تحت منها car ممكن نشوف bicycle يعني عجلة ممكن نشوف عجلة فهنرسم ونكتب تحت منها bicycle فدول ستة عناصر انا افترضت ان انتوا انتوا شفتوهم في ال observation وكل انتوا عملتوها لكن انتوا ممكن تشوفوا حاجة تانية فكل واحد هيرسم هنا ستة عناصر في البوكس في كل بوكس من البوكس دي وهيكتب تحت الكلمة المناسبة او ال label الخاص بكل صورة من الصور دي والكلمات الجديدة هنا observation يعني ملاحظة walk يعني تمشية او يمشي draw ارسم and label label يعني ضع الكلمة المناسبة one object answer you have seen انت رأيتو in each box يعني في كل صندو ونتنقل ال page اللي بعد كده خليكم معي ونوصل ل page 75 او صفحة 75 وعنوانها living or non-living كائن حي او شي غير حي و ال directions بتاعتها بتقول write each object اكتب كل عنصر you observe انت لاحظت outside في الخارج in the correct column في العمود الصحيحة count count يعني عد the number of objects عدد العناصر in each category في كل مجموعة يبقى هنا ال page دي مرتبطة بال page اللي قبل منها وهنا بيطلب منك ان انت هتكتب العناصر اللي انت لحظتها في ال observation walk بتاعتك لو كانت living هنكتبها هنا ولو كانت non-living هنكتبها هنا فهنكتب هنا living things او الاشياء الحية او الكائنات الحية اللي احنا شفناها ونكتب هنا non-living things الاشياء الغير الحية اللي احنا شفناها وفي الاخر تحت هنا هنcount هنعد كل مجموعة او كل قسم من الاقسام دي عدده قد ايه فاحنا افترضنا في ال page اللي فاتت ان انت شفت tree يعني شجرة شفت dog يعني كلب شفت cat يعني قطة فهنكتب هنا tree شجرة cat dog وهيكون عددهم هنا ثلاثة ويكون العدد بتاعهم هنا ثلاثة الكالم التاني او non-living things احنا افترضنا ان احنا شفنا روكس صخور وشفنا car سيارة وشفنا بايسكل يعني دراجة فهنكتب هنا روكس وهنكتب هنا كار وهنكتب بايسكل ويكون عددهم three برضو ثلاثة عناصر non-living things وبكده نكون حلينا البيج دي والكلمات الجديدة بتاعتها write اكتب each object كل عناصر you observed انت لاحظته outside outside يعني بالخارج in the correct column column يعني عمود correct يعني صحيح count count يعني عد والكلمة دي مهمة لازم نحفظها علشان بتنفعنا بعد كده في الماس the number يعني العدد او عدد of objects العناصر in each category في كل مجموعة او في كل تصنيف فزي ما احنا عملنا كتبنا the living things هنا وكتبنا non-living things هنا وعدناهم كتبنا عددهم وبكلا نكون انهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بالك اللي اخليكم معايا ونوصل لبيج 76 او صفحة 76 وعنوانهاك الاتي plants يعني النباتات and animals and animals والحيوانات plants نباتات and animals حيوانات والديركشن بتاعتها بتقول count how many plants and animals you observe عد كام نبات وكام حيوان انت لاحظته ودي برضو page مربوطة بالبيج الخاصة بالobservation walk او التمشية الخاصة بالملاحظة او النزهة اللي احنا عملناها علشان نلاحظ الحاجات اللي حوالينا فانا بيقول لك count يعني عد how many كام عدد plants نباتات and animals وحيوانات you observed انت لاحظت then ثم بعد ذلك use the numbers استخدم الارقام to write لتكتب a number sentence جملة عددية number sentence يعني جملة عددية وهو هنا بيقول لك ان انت هتعد النباتات والحيوانات اللي انت شفتها في observation walk زن وبعد ذلك use استخدم the numbers الارقام علشان تكتب جملة عددية number sentence and اول حاجة هو بيقول لك عليها how many plants how many plants يعني كام عدد النباتات احنا شفنا ايه وحنا في observation walk بتاعنا شفنا 3 أو one plant هنقول ايه one plant two animals وحنا two animals بلنمات ونمات لديه لديه ونمات او عدد الكائنات الحية او كائنات الحية كما تعلمنا قبل كده equal بيساوي سنكتب هنا 1 أو رقم 1 plus 2 animals سنكتب هنا 2 أو سنكتب رقم 2 وبكذا نكون أنهينا البيج والكلمات الجديدة فيها plants يعني نباتات و and و animals حيوانات count add how many كمعدد plants نباتات and animals حيوانات you observe it انت لاحظت ثم بعد ذلك use استخدم the numbers الأرقام to write لتكتب a number sentence جملة عددية وبكذا نكون أنهينا البيج نتنقل البيج اللي بعد كذا خليكم معي ونوصل لبيج 77 أو صفحة 77 وقبل ما نشرح البيج أحب أفكرك وأقول لك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل قرز الإشعارات علشان يوصلك كل الديد ونذاكر مع بعض أول بأول writing practice writing practice يعني تدريبات على الكتابة writing يعني كتابة practice يعني تدريب والديريكشنز بتاعتها هنا بتقول practice writing the word environment يعني تدرب practice يعني تدرب writing the word على كتابة the word الكلمة environment يعني بيئة trace استتبع امشي بالألم الرصاص على the word twice الكلمة مرتين وهنا هو مدي لك الكلمة موجودة مرتين فعلا هتمشي عليها بالألم الرصاص and then وبعد ذلك write on your own اكتب بنفسك on your own بنفسك معتمد على نفسك three times ثلاث مرات هنكتب هنا في السطور دي الكلمة الخاصة environment environment أو بيئة ثلاث مرات والكلمات الجديدة هنا writing يعني كتابة practice تدريب practice writing تدرب على كتابة the word الكلمة word يعني كلمة environment يعني بيئة trace تتبع the word twice twice يعني مرتين and ثم بعد ذلك write on your own on your own معتمدا على نفسك بنفسك three times ثلاث مرات وبكذا نكون أنهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 78 أو صفحة 78 وأنوانها writing practice زي الأبل منها يعني تدريب على الكتابة writing كتابة practice تدريب 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 على كتابة كلمة living يعني حي أو كائن حي and non living وكائن غير حي أو شيء غير حي trace تتبع the word first الكلمة أولا first يعني أولا وهنا مدينا living بين السطور لازم نمشي عليها بالقلم الرصاص علشان نعرف بتكتب ازاي في الأول وnon living برضو موجودة نمشي عليها بالقلم الرصاص ونعمل عليها trace بقلمنا الرصاص علشان نعرف بتكتب ازاي then ثم بعد ذلك write it on your own اكتبها بنفسك معتمدا على نفسك هتكتبها هنا مرتين living وليفنج وهتكتب non living برضو مرتين non living non living non living وكائن يكون انهينا شرح البيج دي وانهينا معيها شرح درس النهاردة لو استفدتم ولو معلومة بسيطة يريد تدعمونا بلايك والأهم إنك تشارك المعلومة وتعمل share وتشارك الفيديو لأصحابك حتى لو في الفيسبوك أو الواتساب وخليك متأكد إن في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق معه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم استر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية إفهم وتعلم ببساطة إزايكو يا أصحابي النهاردة إن شاء الله هنشرح الباقي من شابتر 1 أو الفصل الأول بيئتنا المحور الثاني كتاب اكتشف منهج أول ابتدائي والنهاردة هنشرح بيج 79 أو صفحة 79 وقبل ما نبتدي في الشرحة أتمنى إنكم تشاركوا الدرس ده مع أصحابكم علشان الكل يستفيد وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم وكشكول نكتب فيه ملاحظتنا ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ديزرت ديزرت يعني صحراء والديريكشنز بتقول write an important detail اكتب تفاصيل مهمة About the environment عن البيئة الخاصة بالصحراء طبعا On the lines في السطور دي draw ارسم a picture of the environment ارسم صورة لبيئة الصحراء وثالث حاجة مطلوبة منا في الـ circle the animals ضع دائرة حوالين الحيوانات you think live there انت بتعتقد إن هي عيشة في الصحراء وانا نبدينا أربع صور لأربع حيوانات أول حيوان فيهم هو الغزال 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 الثاني حيوان هو الهيبو الهيبو او فرس النهر سيد اشتا ثالث حيوان هو الآيبكس الآيبكس او اللي هو بيسموه الوعل اللي هو الجدي زي ما احنا عارفينه باللغة الدرجة اسمه آيبكس ورابع صورة هي صورة النايل مونيتر او الورل النيلي او الليذرد اللي هو السحلية يعني فهنشوف أنهي حيوان او اتنين او الحيوانات اللي موجودة هنا بتعيش في الديزرت في الصحراء وهنحط حواليهم دايرة فطبعا يا أصحابي المعلومة السبتة اللي احنا كلنا عارفناها وانا عارفتها من وانا صغير ان الصحراء في صفة مميزة جدا خاصة بيها وهي ان هي جافة ما فيهاش مية والمية بتاعتها وليلة جدا ويعني ايه كلمة جافة معناها dry يعني جاف فهنكتب هنا في السطور دي جملة بتوصف الصحراء وقد ايه هي جافة فهنقول the desert is dry the desert is dry يعني الصحراء جافة ميتها قليلة جدا جدا وزي ما احنا شايفين هنكتبها في السطور دي وتاني حاجة هو طالب مننا draw applicator of the environment ارسم صورة للبيئة الخاصة بالصحراء انت هترسم طبعا صورة بتوضح قد اين الصحراء جافة ما فيهاش زرعة تقريبا وهي عبارة عن رمال وصخور وهكذا ثالث حاجة هو طالب مننا circle the animals you think live there حط دائرة حوالين الحيوانات اللي انت بتعتقد ان هي عايشة هناك فطبعا هنشوف الحيوانات اول حاجة الجذال الجذال او الغذالة بتقدر تعيش في الغابات لانها عندها قلبها صغير وجسمها ما بيحتاجش مياه كتير فتقدر تعيش في الصحراء وايضا هي تقدر تعيش في الغابة فالجذال ممكن تعيش في الغابة فالجذال ممكن تعيش في الغابة عادي فنحط حواليها circle ثاني صورة صورة الفارس النهر هاين ترى يقدر فارس النهر يعيش في الغابة طبعا لا لانه هو كائن حياته كلها جوا المية فمش هنقدر نحط حواليه circle ثالث صورة صورة الايبكس الايبكس او الجدي او اللي بيسميه الوعل من اللغة العربية الفصحى الايبكس يقدر يعيش في الغابة ديزرت طبعا يقدر يعيش في الديزرت لانه هو جسمه صغير ومبيحتاجش مية كتير فبالتالي يقدر يعيش في الديزرت ورابع صورة صورة النيل مانيتر او الليزر او اللي بنسميه باللغة العربية اللي هو الورل النيلي او السحلية حياته كلها في الاماكن الراطبة وفي الاماكن اللي فيها مية فمش هنعمل حواليه circle وبالتالي احنا كده هنا البيج دي والكلمات الجديدة هنا important important يعني هام detail تفاصيل او تفصيلة معينة about عن the environment environment كلمة لازم نكون خلاص حفظناها معناها البيئة desert desert يعني صحراء on the lines على السطور draw a picture of the environment circle the animals ضع دائرة حوالين الحيوانات you think انت تعتقد live تعيش there هنا ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 80 او صفحة 80 وعنوانها delta delta وكلنا عارفين ايه هي الليلة اصحابي الليلة هي طبعا الارض اللي موجودة ما بين مية عزبة خاصة بنهر زي نهر النيل مثلا واحنا عندنا الليلة بتاعتنا في مصر والليلة بتتميز ان الارض بتاعتها بتكون خصبة جدا يعني صالحها للزراعة واي زرعة بنزراع فيها بينمو بشكل كويس جدا وما بيحتاجش مجهود كبير فعشان كده ما نسمي الارض دي بتبقى ارض خصبة فانا بيقول لنا في الديريكشنز write an important detail اكتب تفصيلة مهمة about the environment يعني بخصوص او عن البيئة الخاصة بالدلتا on the lines on the lines يعني على السطور draw ارسم a picture of the environment ارسم صورة البيئة الدلتا circles the animals you think live there ضع دائرة حوالين الحيوانات اللي انت بتعتقد ان هي بتعيش هناك فزي ما قلتلك واصحابي المعلومة المهمة جدا الخاصة بالدلتا هي انها ارضها خصبة وصلحة للزراعة بشكل كبير اه انا هنقدر نوضح المعلومة دي ازاي هنقول the delta is used for farming farming يعني الزراعة يبقى زي ما احنا شايفين قدامنا هنقول the delta is used for farming ودي الimportant detail الخاصة بالدلتا ان هي بتستخدم للزراعة وارضها صلحة للزراعة تاني حاجة هنرسم صورة للدلتا هنا هنرسم ارض خصبة ونرسم مكان في زر علشان خاطر زي ما وبحنا الدلتا كويسة جدا وصالحة للزراعة ثالث حاجة هنعمل circle حوالين الحيوانات اللي بتعيش في الدلتا اول حاجة عندنا في الجزال الجزال هليقدر يعيش في الدلتا الجزال بيعيش في المكان اللي فيه غابة او مكان فيه صحرا لكن هوا ما بيعيش في الدلتا فمش هنعمل حوالي circle طبعا عندنا الحيبو الحيبو او فارس النهر او سيد اشتا يعني بيعيش في الدلتا او طبعا بيعيش في الدلتا لان هو اصلا بيعيش في المياه العزبة والمياه العزبة دايما بتبقى موجودة حوالين الدلتا او جنب الدلتا فهنعمل حوالي circle طيب عندنا هنا الايبكس الايبكس او الوعل او الجدي الايبكس المفروض ان هو بيعيش في الصحراء او في الاماكن الصحراوية اكتر فمش هنعمل حوالي circle اخر حاجة الصورة الخاصة بالنائل مونيتور او البلايزرد او السحلية او الورا النيلي هو المفروض بيعيش في المكان اللي فيه ما هي عزبة زي نهر النيل وبالتالي هو بيعيش في الدلتا ويبقى هنعمل حوالي circle وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده اخليكم معي ونوصل لبيج ايتي وان او صفحة واحد وتمانين وان وانهاك الاتي our body is made of water يعني جسمنا our يعني حاجة ملكنا body يعني جسم is made مصنوع من of water من المية يبقى اجسمنا مكونة من المية وده حقيقي لان حبيبي زي ما احنا عارفين ان نسبة المية في اجسامنا نسبة كبيرة جدا حوالي تلتين جسمنا او ممكن اكتر بشوية هو عبارة عن مية الدم ده عبارة عن مية والخلايا والانسجة بتاعت جسمنا كلها مكونة من مية معادة اجزاء بسيطة جدا منها هي المواد صلبة فحقيقة جسمنا انه هو فيه تلتين جسمنا او اكتر عبارة عن مية فهو هنا بيوضح لنا المعلومة دي وبيقول لنا في الـ color in the body below لون في الجسم المرسوم اسفل والديريكشنز بتاعتها بتقول color in the body below لون في الجسم المرسوم تحت up to حتى the dotted line أو الخط المنقدة dotted يعني منطقة line يعني خط this is how much of our bodies are made of water يعني ده بيوضح لك how much this is how much كم كمية of our bodies are made of water اجسمنا مكونة من المية this is how much how much كم كمية of our bodies من اجسمنا are made of of water مكونة من المية ونقولها مرة تانية color in the body below لون في الجسم الموجود بالاسفل up to الخط المنقدة this is how much of our bodies are made of of water ده بيوضح كم كمية المية اللي مكونة اجسمنا او الموجودة في اجسمنا فاحنا هنلون هنا اللون مثلا يكون ازرق او يكون ازرق فاتح علشان خاطر ده بيعبر عن المية لحد dotted line علشان نعرف ونتخيل شكل او حجم كمية المية المكونة على جسمنا وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 82 او صفحة 82 وهي عنوانها نحن نحتاج يعني نحن نحتاج يعني المية لكي نحيا وهي عبارة عن صونج صغيرة كده او اغنية صغيرة كده نقولها مع بعض نحن نحتاج المية نحتاج المية علشان نحيا ونعيش It keeps us alive It keeps يعني بيحافظ على أص نحن alive أحياء It keeps us alive بتحافظ علينا أحياء And if you drink it every day ولو انت بتشربها كل يوم Drink يعني يشرب Every day كل يوم If يعني لو You can run and play هتقدر أنت تستطيع Can يعني يستطيع Run يعني يجري And play يعني ويلعب It's in our food هي موجودة في our food يعني طعامنا فود يعني طعام وعور ملكنا It's in the clouds Clouds يعني الصحوب والغيوم اللي موجودة في السماء هي موجودة في السحاب You will find water everywhere انت هتجد المية في كل مكان Find يعني يجد Water everywhere في كل حتة في كل مكان We need water to survive نحن نحتاج المية لكي نعيش It keeps us alive هي بتحافظ علينا أحياء وبكده نكون أنهينا البيج دي ونتنال للبيج اللي بعده كده خليكم معا ونوصل لبيج 83 أو صفحة 83 Take care of the environment يعني اعتني Take care يعتني بي يحافظ على The environment البيئة والديركشنز بتاعتنا هنا بتقول Put يعني ضع A red X يعني X حمره على مضغلط اللون الأحمر Through خلال The actions الأفعال That will hurt التي سوف تؤذي The environment البيئة Hurt يعني يؤذي أو يضر Put a green circle ضع دائرة خضراء Around حول The actions الأفعال That will help التي سوف تساعد Will يعني سوف Help تساعد Take care of العناية Be Your surroundings المكان المحيط بك يعني البيئة المحيطة بك Color The pictures لون الصور فهو هنا بيطلب مننا إن احنا نشوف الأفعال اللي قدامنا دي الأفعال الغلط منها أو اللي هتضر البيئة هنعمل عليها Red X والأفعال الكويسة اللي هتخلي البيئة كويسة وهتبقى Take care of environment هنعمل عليها Green Circle أو دائرة خضراء والمفروض كمان إن احنا نلون الصور دي مع بعض أول صورة صورة ولد بيأكل حاجة وبيرمي الورقة بتاعتها في الطريق ده فعل صحه ولا فعله غلط بيدره بالبيئة شطرين ده فعله غلط يبقى نعمل عليه Red X هنا في صورة بتاعت باسكت أو سلة قمامة ومفروض إن الباسكت دي أدام أدوات الحفاظ على البيئة أو Taking care of the environment لأن احنا بنحافظ بيها على نظفة المكان فالمفروض نعمل حواليها Green Circle هنا صورة خاصة بعربية بترمي المخلفات بتاعتها في المية والمفروض المية دي بيشرب منها البني آدم والزرع كمان اللي احنا بنزرعه والحيوانات اللي احنا بنربيها وبنأكل منها فده فعله غلط ولا صح يا أصحابي شطرين ده فعله غلط لأن العربية دي بتدرنا كلنا وبتدر البيئة اللي احنا عايشين فيها فنعمل عليها Red X هنا في صورة بتاعت ولد وبنت أو راجل وسط بيلموا القمامة من الطريق ومن المجرى بتاع المية بيحافظوا على البيئة وبيخلوها نظيفة طبعا هنعمل حواليها Green Circle هنا صورة بتاعت مداخن مصانع ومنشآت بتطلع دخان كبير جدا وكسيف جدا دي طبعا بيدر البيئة وبيلوس الهوى اللي احنا بنتنفسه وبيخلينا كلنا نعية ونتعب طبعا ده بيدر البيئة فهنعمل عليها Red X وهنا صورة سلة قمامة مفتوحة ومش مقفولة بيطلع منها حاجات تضرنا زي حشرات وزي رائحة وحشة طبعا هنا الباسكت او السلة المفتوحة دي ده فعل غلط مفروض نهاية تقفل فهنعمل عليها Red X وهنا صورة ولد او راجل بيسقي الزرع وبيعمله وبيسقيه بيحافظ عليه طبعا الزرع ده من الحاجات اللي بتخلي البيئة افضل لانه بينقلنا الهواء وفي بعض الزروع وبعض النباتات احنا بنأكلها وبنستخدمها باكلنا فده طبعا هنعمل حوالي Green Circle او دايرة خضرة وفيه هنا اخر حاجة بنت بتزرع شجرة صغيرة او واحدة ست بتسرع شجرة صغيرة وده طبعا شيء جميل لان الشجرة دي هيطلع منها ممكن سمار نأكلها وهتبقى ضلل لنا نتظلل بظلها واحنا في طريقنا غير ان هي بتنقلنا الهواء فده فعل كويس وده بيعمل بحافظ على البيئة بتاعتنا فهنا من حواليها Green Circle والكلمات الجديدة في البيج دي Take care يعني اعتني بي Of the environment البيئة الخاصة بنا Of the environment البيئة We put يعني ضع Red احمر Through يعني خلال Reactions يعني الافعال Heard يعني اضر Green يعني اغضر Around يعني حولة Actions يعني افعال Will يعني سوفة Help يعني وساعد Surroundings المكان المحيط بيك يعني الenvironment برضو يعني البيئة Color يعني لون Zip creatures يعني الصور ونتميل البيج اللي بالك ده خليكم عايد ونوصل البيج 84 او صفحة 84 وان وانها فوتو Album او Album الصور والdirections بتاعتها بتقول In each page في كل صفحة Of the photo album الخاصة بالبوم الصور Draw Ersin Apicature صورة Of you being responsible Responsible يعني مسؤول For عن Your environment البيئة الخاصة بك فانت هنا هترسم نفسك في الصفحتين دول وانت بتوري قد ايه وبتوضح قد ايه انت مسؤول على الenvironment بتاعتك او your environment وهي هتوضح مثلا في صورة ان انت بتزرع زرع وانت حاسس بالمسؤولية الخاصة بالبيئة بتاعتك فبتحاول تخليها افضل وممكن ترسم في صورة تانية زي ما احنا شوفنا في البيج اللي فاتت وان انت بتنظف المكان اللي انت عايش فيه علشان البيئة بتاعتك تبقى بيئة نظيفة وبيئة سليمة وكويسة والكلمات الجديدة هنا فوتو يعني صورة ألبوم يعني ألبوم Draw erson Being يعني تكون Responsible يعني مسؤول Your environment بيئتك مفروض ان احنا نكون حفظنا كلمة environment لانها كلمة مهمة نتنقل للبيج اللي بعد كذا خليكم معي ونوصل لبيج 85 او صفحة 85 وهنا هو بيعلمنا في بيج دي ازاي نستخدم الخريطة زي ما احنا عرفنا قبل كده الفرق بين الصورة والخريطة واللي مش عارف المعلومة دي يرجع للدرس اللي قبل كده هيعرف كويس الفرق بينه والبيج هنا بيعنوانها Using a map Using يعني استخدام a map خريطة يعني استخدم ازاي الخريطة وزي ما قولي قبل كده ان اي ماب او اي خريطة بتوضح الاتجاهات المختلفة النورس يعني الشمال او المكان اللي فوق ده اسمه النورس الاست يعني الشرق او الجهة اللي على اليمين مثلا الويست الويست اللي هو الغرب و اللي هو الجهة اللي على الشمال الساوز الجنوب او الاتجاه اللي هو في الاسفل وده اسمه الساوز يبقى عندنا اربع اتجاهات في الخريطة قولوهم مراية نورس شمال ساوز جنوب إيست شرق وست غرب نقولهم مرة كمان نورس شمال ساوز جنوب إيست شرق وست غرب وهنا بيقول لنا ازاي نستخدم الخريطة ونبقى عارفين الاتجاهات بتاعتها المختلفة والديريكشنز بتقول استخدم الخريطة لتكمل الساوز الجمل بلو المكتوبة بالاسفل ساوز جنوب ساوز جنوب ساوز جنوب هو بيقول لك مكان الساوز او المدرسة فين بالنسبة للهوس او فين للمنزل نطلع نبص على الخريطة هنا عندنا الساوز جنوب وفين الهوس يا اصحابي ادي الهوس اللي فيه البيوت وشواء المختلفة بتاعت الناس فالسكول بالنسبة للهوس فين هدي ترى هي في النورس هدي ترى هي في النورس ولا في الساوز ولا في الايست ولا في الوست شطرين اللي سكول فيه يعني في النورس يعني في الشمال فهنقول هنا المدرسة شمال المنزل او بالنسبة له في الشمال طب هنا في الجملة التانية المدرسة ولا في الايست في اليمين او في الشرق ولا في الوسط في الغرب او في الشمال شطرين هنا بالنسبة ل play ground في الايست او في الشرق فنكتب هنا the hospital is east of the playground وبكده نكون انهينا البيج نتنقل البيج اللي بعده كده خليكم معي وانوانها rough draft rough يعني تقريبي وممكن تيجي بمعنى شديد او صلب rough draft draft يعني مسودة لما بتكتب حاجة على جنب وانت بترسم خريطة معينة او بتحل مسألة في الماس او بتعمل او بترتب افكارك في ورقة معينة ده اسمه draft يعني مسودة يعني حاجة بتكتب فيها افكارك علشان ترتبها بشكل معين وبعدين تعمل بالافكار دي الحاجة اللي انت بتفكر فيها بشكل منظم فده اسمه draft rough draft يعني مسودة تقريبية مسودة تقريبية خاصة بايه يا مستر مسودة تقريبية خاصة بخريطة احنا هنرسمها كمان شوية يا اصحابي فده العنوان بتاع والديريكشنز هنا بتقول استخدم المساحة بلو الموجودة اسفل لتنشئ مع شريك من شركائك مع اصحابك في الفاسك وهنا بيقولك ممكن تكونوا تقسمتوا لمجموعات في الكلاس كل مجموعة مكونة منك انت مثلا والبارتنر بتاعك او الشريك بتاعك علشان ترسموا الخريطة دي وتعملوا المسودة التقريبية لشكل خريطة دي فانا بيقولك استخدموا الخريطة طبعا اي خريطة بيبقى ليها كي او مفتاحة لشان نعرف نقراها فالكي او المفتاح بتاع الخريطة دي بيقولك اي حاجة حية هتكون على شكل مسلس اغضر فلو انت هترسم مكان فيه زرع وفيه شجر هتعمل مكان الزرع والشجر ده وهتعمل وهتعمل تاني فهنستخدم واحدة علشان نسهل على نفسينا وده يحدد لنا مكان او الاشياء الحية طب الحاجات او الغير حية هنعملها على شكل بلاك سكوير او مربع اسود وده البلاك سكوير فهنعمل اي حاجة غير حية او نان ليفنج سواء كانت الات سيارات سخور دي عبارة عن نان ليفنج او اشياء غير حية فهنعمل مكانها بلاك سكوير او مربع اسود طب ثالث حاجة يا مستر هنعمل بلو سيركل او دايرة زرقه بتمثل او بتشكل بالنسبة لنا الووتر او المية فاي شكل المية هنعمله او اي مكان في مية هنعمل عليه بلو سيركل او دايرة زرقه واحنا علشان سهله على نفسينا هنعمل بلو سيركل واحد او دائرة زرقة واحدة بتوضح لنا مكان الواتر وبكده نكون انهينا البيت جديد ولازم نبقى عارفين الاتجاهات مرة تانية North يعني شمال South يعني جنوب East يعني شرق West يعني غرب والكلمات الجديدة هنا Space يعني مساحة below أسفل create تنشئ partner partner شريك rough يعني تقريب درافت يعني مسودة of your map using tools of your choice choice يعني اختيار ونتنال البيج اللي بعده كده خليكم معي ونوصل لبيج 87 او صفحة 87 وعنوانها which direction is it which يعني ايهما يعني في اي direction اتجاه موجود في اي اتجاه موجود الحاجة دي باي اتجاه الحاجة دي موجودة والديركشن بتاعة البيج بتقول use your map استخدم الخريطة اللي انت عملتها من شوية تكمل لتكمل الجمل بلو اسفل ثم بعد ذلك write your own sentence about the item on your map اكتب كملة خاصة بيك عن العناصر الـ items on your map الموجودة في خريطة فانا بيقولك green triangle اللي انت رسمته في الخريطة اللي فاتت كان فين بالنسبة لل black square كان هو بالنسبة له في north ولا في south ولا في west ولا في west فاحنا هنا هنحدد اماكن الحاجات اللي احنا عملناها على الخريطة اللي فاتت بالنسبة لل الحاجات التانية لو triangle كان بالنسبة لل square هنكتب north وبالنسبة لل blue circle وبالنسبة لل black square برضو ولو في عندك ملحوظة او حاجة معينة عايز تكتبها عن الخريطة بتاعتك تقدر تكتب الجملة اللي انت عايز تكتبها في ال dotted line دي لو حابب تضيف اي معلومة وبكاية يكون انهانة ال page دي والكلمات الجديدة بتاعتها direction يعني اتجاه which i او في اي use استخدم your map خرطك complete تكمل أو يكمل sentences القمل own يعني milk about يعني عن items يعني عناصر on your map يعني في خرطك و نتنقل ال page اللي بعدة كده خليكم معايا و نوصل ل page 89 او صفحة 89 لان صفحة 88 كانت فاضية زي ما احنا عارفين و قبل ما نشرح الجزء ده احب افكرك و اقول لك تشترك في القناة و اتفعل جرز الاشعارات علشان نذاكر مع بعض اول بول و اتابع معايا كل جديد و الانوان بتاع ال page هنا our environment poster يعني ايه poster poster يعني ملصق يعني صورة مرسومة او متصورة و قابلة لللزء فالبوستر هو الملصق او الصورة اللي احنا بنلزأها environment طبعا بيئة او يعني ملكنا our environment poster يعني الملصق الخاص بالبيئة بتاعتنا و ال directions بتاعت ال page دي بتقول use this space استخدم المساحة دي to create لتنشئ the final draft المسودة النهائية of your map poster project project يعني مشروع map poster يعني خريطة او ملصق الخريطة project يعني مشروع فانا بيقولك تخيل انت هتعدل البيئة الخاصة بيك او المكان اللي حواليك والبيئة الخاصة بالمكان اللي حواليك و هتعمل ليه خريطة جديدة فهو بيقولك هنا final يعني النهائي draft المسودة النهائية final draft المسودة النهائية البروجيكت بتاعك للمشروع بتاعك لتعديل البيئة هتبقى شكله عامل ازاي فانا مرة تانية استخدم هذه المساحة لتنشئ the final المسودة النهائية of your map بوستر البوستر الخاص بخاربتك project مشروع هترسم هنا المشروع الخاص بتعديلك للبيئة اللي حواليك ازاي تخليها افضل وده هيبقى الملصق او final draft المسودة النهائية بالبوستر بتاعك وده هتوضح في تخيولك لتعديل البيئة اللي حواليك بشكل ازاي وبكي نكون انهائنا البيج دي ونتميل للبيج اللي بعدك يده خليكم معي ونوصل لاخر بيج في شابتر 1 او في الفصل الاول وهي بيج 91 او صفحة 91 وعايزي اصحابي منكم ان انتو تذكروا الدرس دا كويس عشان الفيديوهات الجاية هما ممكن يكونوا 3 فيديوهات بكتير او اربعة على الاكثر هنشرح فيهم شابتر 2 وشابتر 3 وشابتر 4 ممكن يكون الفيديو فيهم مساحته كبيرة شوية او مدته كبيرة شوية بس ده يساعدك ان انت تفهم المنهج بشكل افضل تربط المعلومات مع بعضها بشكل احسن وفي نفس الوقت نخلص المنهج على طول فهنا البيج دي عنوانها Our Environment Map Review Review يعني مراجعة لما بتعمل Review على حاجة فانت بتعمل مراجعة على حاجة Our Environment بيئتنا Map خريطة Review يعني مراجعة فانا بيقولك هنراجع الخريطة الخاصة بالبيئة بتاعتنا All Directions بتاعتها بتقول Draw and Label Draw يعني ارسم and label وضع الاسم المناسب Your answer إجابتك to each question لكل سؤال Try حاول To write ان انت تكتب sentence جملة Explaining ان انت تشرح وتوضح Explain يعني يشرح Your answer إجابتك أول حاجة بيقولك How was your map إزاي كانت خريطتك different مختلفة Than another group Groups map إزاي كانت خريطتك مختلفة عن Another groups map Another يعني أخرى أو آخر Groups map هو هنا بيقولك انت طبعا زي ما قلتلكه هو بيتخيل ان انتوا كنتوا في ال class واتقسمتوا المجموعات كل مجموع قبارة عن اثنين طلبة أو أكتر علشان يرسموا الخريطة الخاصة بيهم فهو بيقولك هنا الخريطة بتاعتك أو بالمجموعة بتاعتك مختلفة عن المجموعة التانية في ايه وكتب لك هنا There's There's يعني ملكهم أو بتاعتهم و Hours ملكنا أو بتاعتنا و سيبلك مساحة فضية تكتب فيها الاختلاف الخاص أو اللي كان بين الخريطة بتاعتك و خريطة المجموعة التانية هنا في السؤال التاني بيقولك How was كيف كان your map خريطتك similar similar يعني متشابه to another groups map للخريطة بتاعت المجموعة التانية و نفس الشكل There's يعني خاصة بيهم و Hours خاصة بينا و طبعا دي حاجة فيها تخيل شوية لو كنت فعلا تقسمته في الليكفاص أو في فلاس لمجموعات و رسمتم الخريطة ياريت تكتب الفرق بين الخريطة بتاعتك و خريطة المجموعات التانية و لو ما كنتش عملت كده هنحفظ الكلمات الجديدة الخاصة بالPageD وهي Environment Map Review بيئة Map يعني خريطة Review يعني مراجعة Draw Ersem Label ده الاسم المناسب و مش لازم نحفظ Label دلوقتي بس نبقى عرفين معناها ايه Answer أجب و دي كلمة مهمة Each question كل سؤال Try حاول To write ان انت تكتب A sentence جملة Explaining موضحا Your answer جابتك How was كيف كان Your map خريطة Different مختلف than another group's map عن الخريطة الخاصة بالمجموعة التانية Similar يعني متشابه How was your map similar to another group's map وبكده نكون انهينا الPageD و انهينا معها شرح شبتر 1 و اتمنى ان انتو تكونوا استفدتم من درس النهاردة لو استفدتم و لو معلومة بسيطة يريد تدعمونا بلايك والاهم انك تشاركوا المعلومة وتعملوا شير للدرس ده مع اصحابكم حتى لو كان عن طريق الفيسبوك او الواتساب و خليك متأكد ان في حد غيرك محتاج المعلومة و ممكن تفرق معه كتير و انت مش هتخسر حاجه بس غيرك هيستفيد اتمنى ان انتو تكونوا ذكرتوا كل الدروس بشكل سليم علشان ناخد الاجازة مع بعض ان شاء الله و احنا مخلصين درسنا كويس و نستعد لشرح الاجزاء الباقية في المنهج خلال اليومين اللي جايين دول باسرع وقت فاتمنى ان انتو تذكروا اول بول ما تضيعوش وقتكو و في الختام استودعكم الله الذي لا تضيع وذائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر حسام السياد من قناة فلاش التعليمية افهم و تعلم ببساطه ازيك و يا اصحابي النهاردة إن شاء الله هنشرح المحور الثاني The World Around Me منهج Primary One أو الصف الأول الابتدائي كتاب Discover اكتشف Chapter Two الفصل الثاني Moving Around Our Environment Moving Around Environment يعني نتجول في بيئاتنا Moving Around يعني نتجول Around يعني حول Moving يعني نتحرك نتحرك حول Our Environment بيئتنا Our ملكنا Environment بيئة Our Environment بيئتنا وقبل ما نبتدي في الشرح أحب أفكرك وأقول لك لازم يكون معاك الكتاب وألم ولو مش معاك الكتاب لازم يكون معاك الكشفور بتاع Discover اللي احنا بنكتب فيه ملاحظاتنا وينذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم زي ما احنا شايفين زي ما احنا شايفين ده الكوفر بتاع شابتر 2 The World Around Me العالم من حولي شابتر 2 Moving Around Our Environment نتجول في بيئتنا ونتنقل الباج اللي بعد كده خليكم معايا أول بيج هي بيج 95 أو صفحة 95 وعنوانها شابتر 2 خطتر 2 لتضع الاسم المناسب The parts على الأجزاء Of the plant الخاصة بالنبات The parts على الأجزاء Of the plant الخاصة بالنبات The parts على الأجزاء Of the plant الخاصة بالنبات Draw A line اللي هو بيقديها its function يعني وظفته وعندنا هنا word bank بتاع الكلمات فيه leaves يعني أوراق وإحنا عرفناها قبل كده flower يعني زهرة roots roots يعني جزور stem يعني ساق وعندنا هنا صورة للنبات وجنبها dots أو نقاط وفي بوكسس هنا موجود فيها الكلمات اللي بتدل على functions أو الوظائف الخاصة بالجزء اللي احنا نوصلها بيها فهنا أول بوكس مكتوب فيه holds the plant in the ground holds يعني holds يعني بتحافظ بتمسك the plant النبات in the ground في الأرض يبقى حاجة بتمسك النبات جوه الأرض بتخليه ماسك في الأرض socks socks يعني تمتس water الماء from the soil من التربة يبقى functions دي خاصة بجوز بيعمل بيهولد النبات في ال ground في الأرض وكمان socks بيمتس أو بيشرب water from the soil الماء من التربة فالمفروض functions دي من اللي بيقوم بيها flower ولا stem ولا leaves ولا roots شطرين الroots طبعا الroots هي اللي بتمسك النبات في الأرض وهي اللي بتمتصل المياه من التربة ونوصل البوكس دا بكلمة roots هنعمل خط كده ما بين البوكس دا والروتس وده الفنكشنز بتاعة الروتس دي طب تاني بوكس مكتوب فيه ايه holds بتحافظ على the plant up بتحافظ على النبات قائم مستقيم مواف كده في الأرض carries بتحمل water from the roots المية من الروتس من الجزور to the different parts of the plant للأجزاء different المختلفة parts الأجزاء of the plant الخاصة بالنبات يبقى بتعمل الايه holds the plant up بتحافظ على النبات قائم carries بتحمل water from the roots المية من الروتس من الجزور to the different parts للأجزاء المختلفة of the plant الخاصة بالنبات يطرى اللي بيعمل كده الفلاور ولا الاستيم ولا الليفز شطرين الاستيم وانا اكتب هنا كلمة استيم ساق الساق هي اللي بتحمل المية من الروتس من الجزور وتطلع بيها وتوزعها على أجزاء النبات المختلفة وهي كمان اللي بتحافظ على النبات مستقيم واقف فوق الأرض مش واقع على الأرض ومش دبلان استيم هي اللي بتعمل كده فهنكتب هنا استيم وهنوصل البوكس ده بالستيم علشان البوكس ده فيه الفانكشنز أو الوظائف اللي بتقوم بيها الاستيم اللي بتحافظ على النبات المختلفة لتصنع الغذاء ايه الجزء من النبات اللي بيعدي الهواء من أجزاء النبات اللي بيستخدم الصنلايت أو وضوء الشمس توميك فود ان هو يعمل الغذاء بتاع النبات هل يطرى ده الفلاور ولا اللييفز شطرين اللييفز اللييفز هي اللي بتخلي الهواء يعدي من خلال النبات لتس ان اير وهي كمان اللي بتيوزس اللي بتستخدم صنلايت ضوء الشمس توميك فود لصنع الغذاء بتاع النبات فهنكتب هنا لييفز وهنوصل البوكس ده باللييفز لين هو موجود في الفانجشنز او الوظائف اللي بتقوم بيها اللييفز واخر بوكس مكتوب فيه ميكس سيدز سيدز اللي هي البذور اللي هي اللي بنتزرع بيها النبات مرة تانية فا ايه هو الجزء اللي في النبات اللي بيطلع منه البذور اللي بنتلع اللي بنقدر نزرع بيها نباتات تانية الجزء اللي بيطلع منه البذور اللي بنزرع بيها نباتات تانية هو الفلاور ونكتب هنا فلاور ونوصل البوكس ده بالفلاور وبكده نكون انهينا البيج دي وعرفنا معناها كويس الكلمات المهمة هنا يا أصحابي هي أجزاء النبات لازم نبعارفينها كويس الليفز والفلاور والروتز والستم وبقية الكلمات احنا بس لازم نبعارفين هي بتعبر عن ايه مش لازم نحفظها قوي لكن لازم نبقى حفظين أجزاء النبات زي اسمنا ونتنقل الجزء اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 96 او صفحة 96 وعنوانها Animal Diagrams Animal Diagrams اللي هو المخطط اللي بيوضح أجزاء الحيوانات Animal يعني حيوان Diagrams مخطط بيوضح الأجزاء بتاع الحيوان أو رسم بيوضح أجزاء الحيوان وهنا عندنا بيج 96 او صفحة 96 مرتبطة كمان ببيج 97 اللي هي صفحة 97 لأن زي ما احنا شايفين الصفحتين موجود فيهم بعض الأنيمالز او الحيوانات وموجودين جنبهم الدوتس او النقط اللي احنا هنكملها عن طريق استخدام بنك الكلمات ونشوف الـ Directions بتاعت البيج دي بتقول استخدم بنك الكلمات لتضع الكلمة المناسبة أو الاسم المناسب الأجزاء الخاصة بالحيوانات ولازم أول حاجة نعرف معنا الكلمات فناخدهم كلمة كلمة أول كلمة هي Shell Shell يعني صدفة هل يترى مين من الحيوانات اللي عندنا عنده صدفة السلحفة عندها صدفة Shell طبعا السلحفة عندها صدفة يبقى هنكتب هنا Shell شطرين طيب السمكة عندها صدفة لأ البغبغانة عنده صدفة أو الباروتة عنده صدفة لأ الجيروف عندها صدفة لأ الغزالة عندها صدفة لأ الكانجرو عنده صدفة لأ اللايون عنده صدفة لأ يبقى هالشيل عند مين الشيل عند الترتل بس أو الصلحفة بس فنكتب هنا Shell وهتبقى استخدمنا الكلمة الأولانية ونعمل عليها علامة بالقلم نحنا استخدمناها ونشوف الكلمة اللي بعد منها وينج وينج يعني جناح مين اللي عنده وينج هنا يا أصحابي الترتل ولا الفش ولا الباروت البغبغان البغبغان عنده وينج يبقى هنكتب وينج هنا هوت عنده جناح طب الجيرف عندها وينج لأ الجذل أو الغزالة عندها وينج لأ الكانجرو عنده وينج لأ اللايون عنده وينج لأ يبقى هنكتب وينج جنب الباروت أو جنب البغبغان هنا وهنعمل علامة على الوينج بحيث ان احنا استخدمناها ونشوف الكلمة اللي بعد كده عندنا كلمة فن فن يعني زعنفة عارفين الزعنفة فن الزعنفة اللي هي بتبقى موجودة عند الكائنات اللي بتعوم في المية بدل الرجلين علشان تستخدمها وتقدر تعوم بها في المية مين بقى من الكائنات هنا عنده فن؟ عندنا هنا سبع كائنات أو سبع حيوانات مين فيهم اللي عنده فن؟ شطرين الفش هي اللي عندها فن فهنكتب هنا فن أو زعنفة فن وهنشتب على الفن أو نعمل عليها علامة ونشوف الكلمة اللي بعد كده في عندنا هنا كلاوس كلاوس يعني مخالب مين هنا عنده كلاوس؟ هنظر عن قناة أو الفش أو البروت أو الجيروف أو الجيزيل، أو الكانجرو، أو الليون شطرين الليون هو اللي عنده كلاوس أو مخالب فنكتب هنا كلاوس جنب الليون جنب إدين الليون هنكتب كلاوس أو مخالب ونطلع نعمل عليها علامة ونشوف الكلمة اللي بعد كده في عندنا هنا هوفز هوفز يعني حوافر احنا عرفنا الهوفز قبل كده في الأجزاء اللي فاتت هوفز يعني حوافر مين هنا عنده هوفز يا أصحابي؟ تطرين الجزال أو الغزالة هي عندها هوفز في رجليها فهنكتب هنا هوفز جنب الجزال ونبقى استخدمنا كلمة هوفز أو حوافر وهنعمل عليها علامة طيب التيل تيل يعني زيل هارفين الديل طبعا يا أصحابي مين هنا من الحيوانات دي عنده تيل؟ طيب البيك بيك يعني منقار بيك يعني منقار مين هنا من الحيوانات دي عنده بيك؟ شطرين الباروت أو البغبانة عنده بيك فهنكتب هنا بيك ونشطب على كلمة بيك هنا نستخدم الكلمة اللي بعد كده لونج ناك لونج ناك يعني رقبة طويلة لونج يعني طويل ونك يعني رقبة فلونج ناك يعني رقبة طويلة مين من الكائنات هنا عنده لونج ناك يا أصحابي؟ شطرين الجيرف أو الزرافة هي اللي عندها لونج ناك فهنكتب على لدوت سيلي جنب الرقبة بتاعتها لونج ناك ونطلع نشطب عليها ونشوف الكلمة اللي بعد كده فيزرز فيزرز يعني ريش فيزرز يعني ريش مين هنا عنده فيزرز يا أصحابي؟ شطرين الباروت عنده فيزرز أو عنده ريش فهنكتب هنا فيزرز أو ريش وهنشطب عليها ونشوف الكلمة اللي بعد كده سكيلز سكيلز يعني قشور انتو عارفين القشور اللي بيضغطي جسم السمك لما ماما بتيجي يجيب سمك عشان تتبخه لنا وتعمله لنا أكلة جميلة أو لما بيبقى عندنا سمك زينا في الحب بتاعنا بيبقى السمك مغطي ظهره وجسمه قشور ده اسمه سكيلز اسمه سكيلز فطبعا السكيلز موجودة عند مين هنا يا أصحابي من الكائنات دي شطرين هي عند السمكة أو الفش فهنكتب هنا سكيلز ونشتب عليها ونشوف الكلمة اللي بعد كده تيس تيس يعني أسنان مين هنا عنده تيس يا أصحابي؟ شطرين هنا اللايون عنده تيس هنكتب التيس هنا أو الأسنان هنا ونطلع نشتب علي التيس ونشوف اللي بعد منها أنتلرز أنتلرز يعني قرون أنتلرز يعني قرون من هنا عنده قرون يا أصحابي؟ شطرين الجزال عندها قرون فنكتب هنا أنتلرز ونطلع نشتب عليها ونشوف الكلمة اللي بعد كده باوتش باوتش يعني كيس الكيس أو الجراب اللي بيتحط في الحاجات ده اسمه باوتش باوتش فمين هنا عنده باوتش يا أصحابي؟ عنده كيس ربنا خلقه له جوه جسمه علشان يحطه فيه ابنه أو البيبي بتاعه طبعا الكانجرو زي ما احنا عارفين كلنا فنكتب هنا باوتش باوتش يعني كيس أو الجراب بتاع الكانجرو وبكذا نكون أنهينا استخدام الورد بانك أو بانك الكلمات وملينا بالكلمات بتاعته الدوتس أو النقاط اللي موجودة جنب الانيمال دياجرامز أو صور الحيوانات ونتنيل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 98 أو صفحة 98 وعنوانها أنيمالز أنيمالز يعني الحيوانات والديركشنز بتاعتها بتقول observe observe يعني لاحظ each animal moving حركة كل حيوان فهو هنا بيقول لك شوف كل حيوان من الحيوانات اللي موجودة في الصور الأربعة دي وشوف كل واحد فيهم بيتحرك ازاي الحركة بتاعت شكلها عامل ازاي والبيئة اللي هو بتحرك فيها كمان شكلها عامل ازاي يعني هو بيتحرك على الأرض ولا على الشجر ولا في البحر فإحنا عندنا هنا أربع صور زي ما احنا شايفين أول صورة بتاعت فهد بيتحرك وبيتصلق الشجرة فده بيتحرك على الشجرة ثاني صورة للدولفين او الدولفين وهو بيعوم في المية فإحنا لازم نعرف ان هو بيعوم في المية ما بتحركش على الأرض ثالث صورة للمونكي الجميل ده وهو واقف على الشجرة وما بيتحركش بقى على الجزع بتاع الشجرة ده بيتحرك على الغصون بأيديه وبرجليه فده دي دي حركة تانية رابع صورة للمجموات الحيوانات اللي بتجري على الأرض دي مش بتجري على الأرض مستوية مش بتطلع على جزع شجرة ولا على فروع شجرة ولا بتعوم في المية بتجري على أرض مستوية ده رابع شكل من أشكال الحركة وكان كنا عملنا او لاحظنا أشكال حركة الحيوانات المختلفة ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 99 او صفحة 99 وعنونها هاو انيميلز موف هاو انيميلز موف يعني ازاي كيفة انيميلز موف الحيوانات بتتحرك موف يتحرك والديريكشنز بتاعتها بتقول قص حوالين كل صورة to use in the sorting activity اللي تستخدمها بعد كده في نشاط التصنيف sorting يعني تصنف يعني تحط في مجموعات activity نشاط to use in the sorting activity اللي يستخدمها في نشاط التصنيف on the next page في الصفحة الجاية اللي بعد كده next يعني تالي page الصفحة يبقى بيقول لك قص كل صورة cut around each image to use علشان تستخدمها in the sorting في التصنيف activity نشاط التصنيف on the next page في الصفحة الجاية وزي ما احنا شايفين عندنا هنا صورة للدولفن صورة للرابت صورة للإليفنت صورة للباتر فلاي بير أول بينجوين frog camel bat بات اللي هو الخفاش fish سمكة cricket cricket اللي هو سرصار الليل أو سرصار الزرع ده اسمه cricket سرصار الليل اللي هو بيبقى شبه الجرادة شوي ده اسمه cricket وإحنا طبعا شايفين الصور بتاعة الحيوانات دي هنشوف ايه الحيوانات دي مين منهم اللي بيمشي وبيجري وبيقفز اللي هو ووك run and hop ومين منهم اللي بيصبح اللي هو swim ومين منهم اللي بيتير اللي هو fly فعندنا ثلاث مجميع عايزين نعرف اول حاجة المجموعة اللي بتمشي وبيجري وبيتقفز اللي هو ووك run and hop ووك يعني يمشي run يعني يجري hop يعني يقفز مين هنا من الحيوانات دي الدولفن ولا الرابت ولا الالفنت ولا البوترفلاي ولا البيير ولا الاول ولا البنجوين ولا الفروج ولا الكامل ولا البات ولا الفيش ولا الكريكت مين منهم اللي بيجري وبيمشي وبيقفز سطريين عندنا الرابت بيمشي وبيقفز وبي يجري يبقى بي walk وبي run وبي hop والالفنت بيمشي والبير بيمشي والبنجوين بيمشي عالارض غير انه واسعاب بيعون في المية بس هو بيمشي عالارض الفروج بيقفز بي hop يلي كامل بيمشي في حد تاني من الحيوانات دي بيمشي او بيجري او بيقفز هم هدول بس سكس انيمالز رابت اليفنت بير بنجوين فروج كامل دول التصنيف الاولاني ست حيوانات طب التصنيف الثاني بيعوم سوام طبعا اول حاجة بتسوام الدولفن سوام الفروج بتسوام بتعوم في المية برضو زي ما هي بتنط وبتمشي عالارض بتعوم في المية يبقى كده ثلاث حيوانات الدولفن والبنجوين والفروج طبعا الفش الفش بتعوم الفش بتعوم طبعا تحنى عندنا سوام في دولفن واحد و мира بيقفز 2 فروج 3 والفيش 4 يبقى عندنا ستة اولانية واربعة في المجموعة التانية طبعا المجموعة الثلتة والاخيرة هي المجموعة بتاعة الفلاي اللي بيتيرو مين بيتير هنا شاطرين الباتير فلاي الفراشة اسف بيتود الأول يعني بومة البات أو الخفاش والكريكت أو صرصار الليل يبقى عندنا أربع حيوانات الباترفلاي أول بات والكريكت كده for animals بحنا عرفنا الحيوانات اللي بتمشي وبتقفز واللي بتعوم واللي بتعمل واللي بتطير ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 101 أو صفحة 101 ودي اللي فيها التصنيف بعد من نكون قصينا الصور من البيج اللي فاتت هننجي هنا ونرتبها أو نلزقها بالتصنيف الصح اللي احنا عرفناه فهنا بيقولك في الـ directions sort the animals صنف الحيوانات by how they move بواسطة أو على أساس ازاي هي بتتحرك write the name اكتب اسم your favorite animal حيوانك المفضل in each group في كل مجموعة فزي ما احنا عرفنا تصنيف الحيوانات اللي قبل كده في هنا walk وrun و hop اللي هي اللي بيمشوا وبيجروا وبيقفزوا والمجموعة التانية اللي هي swim بتزبح والمجموعة التالتة اللي هي fly طيب زي ما احنا عرفنا هنقص الحيوانات للصور بتاعت الحيوانات اللي فاتت وهنلزأها هنا بالترتيب بتاعها كل مجموعة في المجموعة بتاعتها تاني حاجة بيقولك اكتب اسم حيوانك المفضل في المجموعة دي في المجموعة اللي بتمشي وبتقفز وبتجري هتكتب اسم حيوانك المفضل فيهم هنا my favorite animal who walks runs or hops as اسم حيواني المفضل اللي بيمشي walks runs بيجري or hops او بيقفز is اسمه ايه هتكتب اسمه هنا my favorite animal حيواني المفضل who swims اللي بيسبح is كذا هتكتب اسم حيوانك المفضل في المجموعة السباحة my favorite animal who can fly اللي بيطير is حيواني المفضل اللي بيقدر يطير هو هتكتب حيوانك المفضل في مجموعة الحيوانات اللي بتطير وبكذا نكون انهينا page 101 ونتنال البيج اللي بعد كده اخليكو معايا ونوصل لبيج 102 او صفحة 102 وقبل ما نشرح الجزء ده احب افكرك واقولك ان انت تشارك الدرس ده مع اصحابك علشان الكل يستفيد وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وممكن تفرق معه كتير وانت مش هتخسر اي حاجة بس غيرك هيستفيد والبيج هنا بتتكلم عن song او اغنية عنوانها if you move and you know it if you move يعني لو انت بتتحرك and you know it وانت عرفها song يعني اغنية والdirections بتاعتها sing the song غني الاغنية imitate يعني مثل the movements الحركات المكتوبة في الاغنية يبقى انت هتغني الاغنية واتتحرك زي ما الاغنية بتقول then ثم بعد ذلك circle all the movement boards ضع دائرة حوالين كل الكلمات الخاصة بالحركة with your pencil بألمك الرصاص وعنوان الاغنية if you move and you know it لو انت بتقدر تتحرك لو انت بتتحرك if you move and you know it وانت عرفها واول حاجة بتقول if you are a worm لو انت دودة worm يعني دودة and you know it وانت عرفها wiggle around wiggle around يعني اهتز طبعا كلمة الكلمة الخاصة بالmovement هنا اللي هي wiggle around ودي بيقولك ازاي تتتحز زي ما الدودة بتتحرك على الارض وهي ماشي على جنبها وبطنها وبتتحز فانت بيقولك هنا if you are a worm and you know it wiggle around if you are a worm and you know it wiggle around لو انت دودة وانت عرفها wiggle around يعني اهتز لو انت دودة وانت عرفها wiggle around if you are a worm and you know it wiggle around on the ground يعني اهتز على الارض if you are a worm and you know it wiggle around ده اول جزء في القنية وزي ما قلتلكم worm يعني دودة we know it طبعا يعني تعرفها wiggle around يعني اهتز طبعا الاهتزاز بتاع الدودة زي ما قلنا والجزء الثاني بتاع القنية بيقول if you are playing on the playground spin around لو انت بتلعب على ارض اللعب if you are playing يعني لو انت بتلعب on the playground الملعب او ارض اللعب spin around spin around يعني لف حاولين نفسك يبقى مرة تانية if you are playing on the playground spin around if you are playing on the playground spin around if you are playing on the playground spin around really fast really fast يعني بسرعة بجد if you are playing on the playground spin around وطبعا spin around هنا الكلمة الخاصة بالموفمينت او بالحركة المفروض بعد ما تمثلوا الحركة بتاعك الأغنية هتعملوا سيركل حوليها بالألم الرصاص تبقى الجزء التالي بتاع لوني بيقول if you are a student لو انت طالب and you know what وانت عرفها raise your hand ارفع ايدك if you are a student and you know what raise your hand if you are a student and you know what raise your hand if you are a student and you know what raise your hand to show it عشان تعرضها عشان تبينها show it يعني تبينها if you are a student and you know what raise your hand طبعا raise your hand هنا ده الجزء الخاص بالموفمينت او الكلمة اللي بتدل على الحركة او الكلمة اللي بتدل على الحركة فنعمل حوليها سيركل بالعلم الرصاص او البنسل بتاعنا بعد ما نغني الأغنية ونتحرك الحركة اللي موجودة فيها طب اخر جزء في الأغنية بيقول if you are playing with a ball لو انت بتلعب بكورة kick it high kick يعني shoot it high يعني عالي kick it high يعني shootها عالي if you are playing with a ball kick it high if you are playing with a ball kick it high if you are playing with a ball kick it high into the sky شوتها عالي جدا للسماء if you are playing with a ball kick it high طبعا kick it high دي الكلمة الخاصة بالموفمينت او بالحركة بعد ما نغني الأغنية ونعمل الحركة الموجودة فيها بجسمنا هناعمل سيركل حوالين kick it high بالبنسل بتاعنا او بالألم رصاص بتاعنا وبكي نكون انهينا الصونج دي او الأغنية دي ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 103 او صفحة 103 هاو اوبجيكس موف انفستيجيشن هاو اوبجيكس موف انفستيجيشن استكشاف حركة الأجسام او الأشياء هاو يعني كيفه اوبجيكس الأشياء موف بتتحرك انفستيجيشن يعني تحقيق او استكشاف فانا بيقول لك استكشاف حركة الأشياء هاو اوبجيكس موف انفستيجيشن والديريكشن بتاعتها بتقول تست يعني اختبر كل شيء من الأشياء اللي جاية تسي لطارة هاو ات كان موف ازاي هي ممكن تتحرك هاو ات كان كيف تستطيع هي موف ان تتحرك رايت اكتب يس نعم او نو او لأ في كل صندوق طبعا قدامنا هنا في بول كورا وفي بنسل قلم رصاص وفي بلوك بلوك يعني آلب طب اول حاجة البول اللي هي لأوبجيكس هنا موجود تحت منه بول وبلوك وبنسل اول حاجة البول الكورا البول ممكن تعمل باونس باونس يعني يقفز باونس زي جنب بالضبط يقفز البول ممكن تعمل باونس ممكن تقفز اه ممكن تقفز فهنكتب هنا يس طب هي ممكن تعمل رول رول يعني يتضحرك البول ممكن تعمل رول ممكن تضحرك يمين وشمال هنكتب هنا يس صح ممكن تعمل سبين سبين يعني تدور حولين نفسها طبعا البول ممكن تلف حولين نفسها و لفناها فنكتب هنا ياس طب سلايد سلايد يعني يتزحلق يبقى في مكانه يتزحلق البول ممكن يحصلها سلايد أو تتزحلق شطرين ممكن البول يحصلها سلايد فنكتب هنا ياس برضو يبقى البول تعرف تعمل كل الحركات دي فنكتب فيهم كلهم ياس طب البلوك البلوك أو الآلب البلوك ممكن يعمل باونس باونس يعني يقفز في الأرض زي الكرة كده لا ما ينفعش يعمل باونس فنكتب هنا طب البلوك ممكن يلف رول يلف على جناب ويلف زي الكرة طبعا لا فنكتب هنا طب البلوك ممكن يعمله سبان سبان يعني يلف حواليه نفسه أو ممكن نكتبه نمسكه من فوق كده ونروح عاملينه زي بنكون بنفتح حاجة أو بنرف حاجة فهنعمل له سبان حواليه نفسه فهيلف لأنه هو مش هتضح رجعه ويلف حواليه نفسه فممكن هنكتب هنا ايه ياس طب البلوك ممكن يعمل سلايد سلايد يعني يتزحلق ممكن يزقه بايدنا كده ويتزحلق على جنب واحد آه ينفع ممكن يحصل له سلايد فهنكتب هنا ياس برده طب البلوك البلوك ممكن يعمل باونس باونس يعني يقفز نرميه على الارض يتنطه تاني قدامنا لا طبعا مش هيقدر يعمل باونس يعني يقفز فهنكتب هنا نو طب ممكن يعمل رول ممكن يلف آه ممكن يلف على جنب واحد هو مت زي كورة بيلف في كل اتجاهات بس ممكن يلف على جنب واحد فهو ممكن يعمل رول فهنكتب هنا ايس طب هو ممكن يعمل سبان سبان ممكن نلفيفه حوله نفس كده وممسكهه من نص ونخليه لفه كده حولي نفسه زي المروحة آه چل philosophy فهنكتب هنئ Aside طب هو ممكن يعمل سلايد سلايد نزق يحصلق على جنب واحد ينزلق يعني سلايد يعني ينزلق اه ممكن يعمل سلايد ممكن ينزلق فنكتب هنا كمان يس فبكذا نكون عرفنا الموفمنت بتاعت كل الوبجيكت من الوبجيكت دي وعرفنا ازاي نتحقق منها وبكذا نكون انهينا البيج دي نتنال البيج اللي بعد كذا خليكم معي ونوصل لبيج 104 او صفحة 104 وعنوانها المواصلات المواصلات في مصر وعنوانها المواصلات في مصر وعنوانها بتقول انظر على الصور بلو اللي موجودة بالاسفل write the name of each type of transportation اكتب اسم each type كل نوع of transportation من المواصلات on the lines في الخطوط الموجودة تحت الصور فاول صورة عندنا فيها train فنكتب هنا train train يعني قطار train تاني صورة موجودة فيها car car يعني سيارة فنكتب هنا car تالت صورة موجودة فيها bike او bike skill فنكتب هنا bike او bike skill يعني دراجة رابع صورة فيها plane رابع صورة فيها plane فنكتب هنا plane خامس صورة فيها ship ship او سفينة فنكتب هنا ship سيد الصورة فيها bus bus او autobies فنكتب هنا bus والصورة السابعة فيها واحد ماشي على رجليه فمش هنكتب طبعا بني ايضا بس هنكتب اسم الحركة اسمها walk walk يعني يمشي كي نكون انهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 105 او صفحة 105 وعنوانها moving around our world moving يعني نتحرك around حول our world عالمنا نتحرك حول عالمنا نتدول في العالم بتاعنا يعني والديريكشنز بتاعتها بتقول cut out us the transportation pictures صور ادوات المواصلات صور المواصلات glue الزق بالسم الزق الصور دي بالسم to the large picture في الصورة الكبيرة on the next page في الصفحة اللي جاية الصفحة التالية of an environment الخاصة بالبيئة of an environment الخاصة بالبيئة think fucker about بخصوص where they should ممكن هما يبقوا موجودين each go يتحرك where they should each go ممكن كل واحدة فيهم تتحرك في انه مكان في الصورة دي يبقى هنقص الصور دي عندنا كار وعندنا ترين وعندنا شب وعندنا او بلين وعندنا ووك او واوكينج واحد ماشي وعندنا بوس وعندنا بايسكيل عندنا هنا سبع ادوات اه في عندنا هنا seven transportation او سبع مواصلات هنحطهم هناك بشكل ده ازاي خليكم معايا نتنقل البيج اللي بعد كده ونشوف كل واحدة فيهم مكانها فيه ونوصل لبيج one hundred and seven او صفحة مية وسبعة وزي ما احنا شايفين دي بتاعة الانفيرومنت او صورة البيئة واحنا عندنا سبع مواصلات زي ما احنا عارفين هنحطهم على البيج دي فاول صورة في فاول حاجة موجود في الصورة هنا شريط للقطر فاكيد هنحط الترين هنا او القطار هنا يبقى كده عندنا ستة بقين حط هنا الترين هنا في صورة مية هنحط الشاب فيها الشاب اللي هي السفينة فاكيدة تاني صورة في هنا طريق الطريق ده ممكن يمشي فيه عجلة هو البايسكيل وعربية او الكار والباس او الاوتوبيس فهنحط هنا الباس واو الكار والبايسكيل كمان ثلاث حاجات دول بيمشوا على الطريق ده عادي يبقى كده عندنا الترين هنا هوت والشاب هنا هيت والباس والكار والبايسكيل التلاتة هنا يبقى كده فيه نقص اثنين الطيارة هنحطها هنا في الهواء يبقى الطيارة طايرة فوق في السماء في السحاب يبقى كده عندنا ستة واخر حاجة الراجل اللي ماشي على رجله او الووكينج مان او الووكينج ستيودنت اللي ماشي على رجله فهنحطه هنا هوت جنب اه في الطريق الفاضي اللي هناك ده بعد شريط القطر بعيدة عن الخطر وبعدة عن القطر وتبقى كده حطناها بعيدة في الطريق بتاعه او نحطه هنا هوت جنب طريق العربيات وجنب طريق القطر مش ماشي على واحد منهم بس هو ماشي في الطريق اللي بينهم وبكده نكون انهينا البيج دي وانهينا معاها شرح درس النهاردة وده الجزء الاول من شابتر تو زي ما احنا قلنا والجزء الجاي هيكون فيه الجزء الاخير او الجزء التاني من الشابتر هنشرح كل شابتر او كل فصل على مرتين علشان ما طولشه عليكم قوي وعلشان كمان الموضوع يبقى اسهل بالنسبة لكم وفي الختام لو استفدتم من درس النهاردة ولو معلومة بسيطة اعمل لايك والاهم انك تشارك المعلومة وتشارك الدرسة مع اصحابك حتى لو عن طريق الفيسبوك او الواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وممكن تفرق معه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعلنية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج discover primary one الصف الاول الابتدائي term one term الاول وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كنا انهينا اخر مرة الشرحة حتى نهاية بيج 107 او صفحة 107 والنهاردة هنبدأ مع بيج 108 صفحة 108 وعنوانها does it cause pollution does it cause هل هي تسبب pollution pollution او تلوث وركنان does it cause pollution هل هي تسبب اي تلوث طبعا هنا لسه بيكلمنا عن transportations او وسائل المواصلات المختلفة وهنا بنتكلم عن الجزء الخاص بالpollution او التلوث في وسائل المواصلات بتسبب pollution او بتسبب تلوث وفي وسائل المواصلات تانية او transportations تانية ما بتسببش اي pollution او اي تلوث فهنا بيقول لنا decide decide with your partner with your partner مع شريكك في الفصل طبعا if each form of transportation if each form لو كل شكل من اشكال transportation المواصلات causes causes بيسبب pollution pollution تلوث or not or not او لا فالمفروض ان احنا دلوقتي هنتقسم في الclassroom لgroups او مجموعات كل واحد هيكون لي partner او شريك هما قد نقرر انا وهو if each form لو كل شكل من اشكال transportations transportations المواصلات causes causes بيسبب pollution or not تلوث او ما بيسببش اي تلوث write each word اكتب كل كلمة from من the box ascend into the correct column into the correct column في العمود الصحيح in the table in the table في الجدول فطبعا هنا هو مدينا مجموعة كلمات او some words طبعا هي اسماء transportation او وسائل المواصلات المختلفة هنختار كل وسيلة من وسائل المواصلات دي وهنكتبها في column او العمود الصحيح بتاعها فهو عندنا هنا في table او جدول اول خانة فيه مكتوب فيها pollution pollution او تلوث والخانة التانية مكتوب فيها no pollution no pollution او لا تلوث فالمفروض ان احنا هنحط كل وسيلة من وسائل المواصلات المختلفة في العمود او في column الصحيح بتاعها فهن اول حاجة train الترين او القطار هل يترى الترين او القطار بيكوز او بيسبب pollution or not هل يترى اصحابي الترين او القطار بيعمل causing او بيسبب pollution or not سترين طبعا الترين او القطار بيسبب pollution فهنكتب هنا train في column الاولاني زي ما احنا شايفين قدامنا طب تاني حاجة الكار الكار او السيارة the car cause pollution or not السيارة بتسبب تلوس ولا لا شطرين شطرين طبعا الكار بتسبب pollution او بتعمل تلوس فهنكتبها في الكولم بتاع pollution طب البوت البوت او القارب بيعمل causing او بيسبب pollution or not شطرين طبعا احيانا البوت بيعمل causing او بيسبب pollution وسعب بيقع منه حاجات بتعمل pollution في water او في المية فهنكتبه في الكولم بتاع pollution طب الووك الووك او المشي نحنا نمشي على رجلينا دا بيعمل اي pollution or not طبعا walk doesn't cause any pollution او الووك ما بيعملش المشي ما بيعملش اي تلوس فهنكتبه في الكولم بتاع no pollution طب ال airplane ال airplane او الطائرة بتسبب pollution or not شطرين طبعا ال airplane او الطائرة بتعمل causing pollution او بتسبب تلوس فهنكتبها في الكولم بتاع pollution طب ال bicycle ال bicycle او الدراغة بت cause pollution or not بتعمل تلوس ولا لا شطرين طبعا ال bicycle doesn't cause any pollution او ما بتسببش اي تلوس فهنكتبها في الكولم بتاع no pollution طب الب الس الب الس او ال autobies بيسبب pollution or not شطرين طبعا الب بيعمل causing pollution او بيسبب تلوس فهنكتبه في الكولم بتاع pollution زي ما احنا شايفين قدامنا وبكده قدرنا نحدد انا وال partner بتاعي او انا و شريكي في الفصل ال transportations او المواصلات اللي بتسبب pollution او تلوس وال transportation او وسائل المواصلات اللي doesn't cause any pollution او اللي ما بتسببش اي تلوس ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 109 او صفحة 109 وعم وانها rattles rattles يعني الالغاز او المواصلات يعني ايه معدلة اصحابي يعني مشكلة كبيرة شوية عويصة مش عارفين نحلها ولغز برضو حاجة زي فزورة كده بنحاول نفكر علشان نوصل لحل لها ده الانجليش اسمه riddle riddle يعني لغز والجمع بتاعها riddles riddles يعني الغاز فانا بيقول read the clues below clues يعني الادلة او الالغاز below الموجودة بالاسفل الادلة او الالغاز الموجودة بالاسفل write اكتب the good behavior the good behavior good يعني جيد behavior يعني سلوك that solves that solves اللي بيحل each riddle each riddle كل معضلة كل مشكلة من المشاكل دي مرة كمان read the clues below write the good behavior that solves each riddle فاول riddle او اول مشكلة عويسة عندنا بيقولك هنا riding on a train ركوب القطار can be really neat neat يعني آنيق neat neat يعني آنيق يعني كويس وآمن وقيد to keep people safe to keep people safe علشان نخلي الناس في أمان i need to stay in my in my a اصحابي i need to stay انا احتاج الى ان اظل افضل stay in my in my a شطرين ممكن اقول in my seat seat في الكرسي بتاعي او in my place في مكاني علشان نخلي الناس فأمان كل واحد لازم يفضل اعاد في مكانه يبقى مرة ثانية riding on a train can be really neat to keep people safe i need to stay in my seat طب تاني ردل او تاني معضلة تاني مشكلة عندنا بيقول لنا when i'm walking across a street لما انا بمشي علشان اعبر الشارع to stay safe لازل آمنا i should always look both i should always يجب علي ان دائما look both ان انا انظر في كلا كلا ايه شاطرين كلا الجانبين يبقى both sides both sides يعني كلا الجانبين يعني انا انظر على يمين وعلى يصار ابل ما اعمل crossing او اعدي street او الشارع مرة كمان when i am walking across street لما اجي امشي علشان اعبر الشارع to stay safe to stay safe لازل آمنا i should always look both sides i should always look both sides يجب علي دائما انظر في كلا الجانبين طب الriddle التالتة او المشكلة التالتة بيقولنا هنا boats القوارب tip over يعني بتنقلب بتغرق ولا ياذب الله طبعا when they are far from land when they are لان هم بيكونوا far from بعدين عن land الارض i should always stay seated i should always stay seated seated هنا يعني قاعد في مكاني i should never never لا يجب علي ابدا never move ان انا ما ينفعش ناط حرق خالص لازم افضل قاعد في مكاني علشان افضل في امان ده good behavior او السلوك الجيد اللي هيخليني stay safe او افضل في امان يبقى مرة كمان boats القوارب tip over tip over بتنقلب when they are far from land لما بيكونوا بعدين عن الارض i should always stay seated يجب علي دائما stay seated ان اظل جالسا i should never move i should never move طب الردل اللي بعد كده بيقول لنا when the traffic sign traffic sign عرفنا قبل كده اللي هي اشارة المرور دي اسمها traffic sign turns red turns red بتتتحول للون الاحمر in the circle on top in the circle on top في الدايرة اللي في القمة بتاعتها بتنور احمر that is my reminder ده اللي بيفكر me that i should i should i i should stop طبعا لازم ان انا انتظر لما الاشارة تكون منورة احمر يبقى هكتب هنا stop مرة كمان when the traffic sign لما اشارة المرور turnst red and the circle on top تنور احمر في الدايرة اللي في الاعلى بتاعتها that is my reminder that be the corny that i should stop that i should stop ان انا ايجب علي ان اتوقف لان اشارة المرور لما بتنور احمر ده بيعني ان العربيات هي اللي لازم تمشي في الطريق دلوقتي لكن الناس اللي ماشي على رجليها لازم تمتازر لحد الاشارة ما تنور لون اخضر اللي هو لون اللي انت تقدر تعدي في الطريق طب اخر ردل معينا في البيج دي او اخر مشكلة معينا في البيج دي بيقول لنا هنا when i am riding on a bus when i am riding on a bus لما انا بركب الاتوبيس fast or slow سريع او بطيء i should never i should never لا يجب علي ابدا throw انقلقي anything اي شيء out خارج ذا خارج ايه باعي صحابي سطرين out the window out the window يعني خارج النفذة من فاشوانا راكب البوس ارمي حاجة من النفذة بتاعته واوسخ الطريق وممكن كمان ازي حد تاني يبقى مرة كمان when i am riding on a bus fast or slow fast يعني سريع slow يعني بطيء i should never throw anything out the window ونثنين للبيج اللي بالك دا خليكم معي ونوصل لبيج 110 او صفحة 110 وانوانها traffic rules traffic rules يعني قواعد المرور and signs and signs واشارات المرور كمان signs يعني اشارات traffic rules and signs وانا بيقول لنا read اقرأ the text passage below اقرأ القطعة المكتوبة بالاسفل اول حاجة مكتوبة بيقول لنا our roads are very busy our roads الطرق بتاعتنا are very busy مزدحمة جدا busy يعني مزدحم او مزدحم it's important it's important انه من المهم to follow traffic rules ان نتبع traffic rules قواعد المرور cars السيارات and buses والأوتوبيسات must drive on the right side of the road must drive يجب ان اللي بيسوءها يعني تقاد ان هي تتساء on the right side على الجانب الصحيح off the road off the road في الطريق طبعا الكارز والباسس بيبقى ليهم مكان او حارة يعني بيمشوا فيها على الطريق ما ينفعش يخرجوا منها علشان الطريق يبقى آمن بالنسبة لهم drivers drivers السائقين must يجب عليهم drive safely drive safely ان يقودوا بأمان ما ينفعش حد فيهم يتهور ويعمل اي حركة هو ماشي على الطريق علشان ما يضرش نفسه وما يضرش حد تاني passengers passengers الركاب must wear must wear يجب ان يرتدوا a seat belt a seat belt حزام الامان حزام الكرسي طبعا احنا عارفين ان اي باس واي car بيبقى الكرسي بتاعها ليه حزام كده المفروض ان احنا وانحنا عادين نبقى نعمل wearing او نرتدي seat belt seat belt او الحزام بتاع الامان drivers السائقين must يجب pay attention pay attention ان ينتبهوا to all traffic signs to all traffic signs لكل اشارات المرور drivers must pay attention to all traffic signs السائقين يجب ان ينتبهوا لكل اشارات المرور people people الناس walking along the streets الماشين في الشوارع must pay attention يجب ان ينتبهوا to idon فوهنا بعرفنا traffic rules او قواعد المرور المختلفة وكمان مدينا four picketries او اربع صور اول صورة فيها اللافتة دي او الصين دي اللافتة دي او الصين دي مكتوب عليها stop يعني قف طبعا دي traffic sign او اشارة او اللافتة مرور بتعرفنا ان المكان ده لازم نقف هنا slow down slow down او خفف السرعة طبعا هنا لو فيه مكان مثلا فيه مدارس او schools او مكان بيبقى فيه اطفال بتعدي الشارع كتير او مكان مزدحم جدا لازم المرور او traffic بيحطوا sign دي او اللافتة دي علشان ال drivers او السائقين يقروها ويعملوا slow down او يخففوا السرعة بتاعتهم طبعا دي don't enter don't enter لما بيبقى فيه مكان منفعش حد يخش فيه منفعش حد يخش فيه غير اشخاص معينين فال traffic بيحط sign دي او اللافتة دي تعرف drivers او السائقين ان ممنوع حد يدخل هنا غير اشخاص محددين ودي اسمها don't enter do not enter او don't enter يعني لا تدخل وطبعا هنا traffic sign او اشارة المرور وهنا light بتاعها او النور بتاعها منور red او احمر فطبعا ده معنا stop stop يعني توقف ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 111 او صفحة 111 وعنونها traffic lights traffic lights يعني اشارات المرور زي ما عرفنا ان اشارة المرور او traffic sign فيها lights او فيها اضواء كل ده بيعبر عن حاجة معينة واحنا ماشيين في الستريت او في الشارع بنشوف traffic lights او اشارات المرور لو هي منورة red يعني كده ما ينفعش نعدي طريق ونعمل stop لو هي منورة green او اخضر يعني نقدر نمشي او نعمل go نقدر نعدي الطريق طب لو هي منورة yellow yellow يعني انتظر استنى هتنور green كمان شوية تقدر تعدي الطريق ففي ثلاث اضواء او three lights في traffic lights او اشارات المرور red والي yellow والgreen mean فانا بيكلمنا عن الجزء دعو بيقول لنا color لون each circle كل دايرة the correct color باللون الصحيح write اكتب what the color means what the color means ما يعني هذا اللون بيعني ايه on the line on the line على الخط الموجود جنب الصورة طبعا يا اصحابي دي صورة traffic lights او اشارات المرور زي ما قلنا من شوية في فيها red yellow green طبعا ال red او اللون الاحمر هنعمل هنا coloring ليه بال red color او باللون الاحمر وهنكتب جنبه ايه اصحابي شاطرين هنكتب جنبه stop لان هو الميننج بتاعه او المعنى بتاعه ان احنا لازم نعمل stop stop يعني نتوقف طب ويه والcircle التانية المفروض نلونها ايه اصحابي شاطرين yellow هنلونها yellow yellow means او اللون الاصفر بيعني wait wait يعني انتظر وثالث سيركل المفروض يكون لونها green green او اخضر وgreen في ال traffic lights او في اشارات المرور يعني ايه اصحابي شاطرين يعني go go يعني اذهب تقدر تمشي فنكتب جنبها go زي ما احنا شايفين قدامنا وبكده قدرنا نعمل coloring او نلون traffic lights بالcorrect colors او بالالوان الصحيحة وكمان كتبنا الميننج او المعنى بتاع each color او كل لون وبكده نكون انهينا درس النهاردة اتمنى ان انت تكون استفادت من الدرس لو اعجبك الفيديو اعمل like اتمنى الايه الف واحد استفادوا او الف like تحت الفيديو والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان وانا سيبلكم اللينك بتاعتها في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي نهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج discover primary one الصف الاول الابتدائي term one term الاول ولسه بنكمل مع بعض شرح شابتر 2 او الفصل التاني moving around our environment او ان احنا نتحرك في البيئة بتاعتنا environment احنا عرفنا ان هي البيئة البيئة اللي حوالينا او المحيط اللي حوالينا المكان اللي بيحيط بنا دا اسمه our environment وطبعا دا في المحور التاني the world around me العالم من حولي وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكوه اللي نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نوصل لبيج 112 او صفحة 12 وانوانها safety pledge safety pledge pledge يعني قسم safety pledge يعني قسم السلامة او تعاهد السلامة ان احنا بنعمل تعاهد او قسم ان احنا نبقى في سلامة ونبقى في امان ما حصلناش اي حاجة سيئة safety يعني سلامة يعني عدم حدوث اي ضرر فهنا بيقول لنا write اكتب a sentence قملة to tell لتخبر how you will be safe كيف سوف تكون امنا while بينما you walk انت تمشي and use واستخدم another form صيغة تانية of transportation of transportation وانت في المواصلات او انت في اي مواصلة من المواصلات يبقى انت هنا لازم تكتب two sentences او جملتين اول واحدة بتوضح ازاي هتكون في امان او you will be safe while you walk او وانت ماشي على رجليك وهتكتب sentence تانية او جملة تانية توضح انت برضو هتكون safe ازاي او امن ازاي وانت في اي transportation او وانت في اي مواصلة من المواصلات المختلفة يبقى مرة تانية you will be safe while you walk and use another form of transportation وبيولنا هنا i will be safe انا سوف اكون امنا when i walk عندما امشي when عندما i walk انا امشي i will i will ايا اصحابي walk on the pavement walk on the pavement يعني انا همشي على الرصيف الرصيف اللي في الشارع الرصيف اللي في طيق دا اسمه pavement pavement يعني رصيف انا همشي على رصيف علشان اكون امن دا while i walk لما اكون ناشى على رجلية طب هنا تحت بيقول لنا i will be safe انا هكون امن when i when i عندما انا ride the train ride the train يعني اركب القطار هكون امن وانا راكب القطار طبعا الترين او القطار دا one of transportation او وسيلة من وسائل المواصلات سايف لك وانت في سلامة وانت بامان while using بينما تستخدم a form of transportation a form of transportation وسيلة من وسائل المواصلات فزي زي ما احنا شايفين هنرسم صورة لنا هنا واحنا ركبين الترين الجميل دا ونتمي للبيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 113 او صفحة 113 وعنوانها design process design يعني تصميم لما تيهي تصمم اي حاجة في الدنيا دا اسمه design design يعني تصميم يعني تحط لها شكل معين في خيالك وتبتدي تشتعل على الشكل اللي في خيالك دا العملية دي اسمها process process يعني عملية design process يعني عملية التصميم فاين بيقول لنا each box each box كل سندوق contains بيتضمن a step a step يعني خطوة in the design process in the design process في عملية التصميم follow about your teacher's direction your teacher's direction التعليمات الخاصة بالمعلم بتاعك to complete to complete لتكمل each step each step كل خطوة one all a time one all a time في الوقت المخصص لها مرة تانية each box contain a step in the design process follow your teacher's direction to complete each step one all a time فهنا مدينا four boxes أو أربع سندي السندوق الأول مكتوب في idea idea يعني فكرة يعني رأي materials materials يعني المواد اللي نستخدمها طبعا ونحنا بنعمل عملية ال design أو التصميم plan plan يعني خطة خطة هنحطها علشان نشتغل على أسسها و build build يعني نبني بعد كده بعد ما نحط الحاجات دي كلها معنا هنعمل build أو هنبني design بتاعنا أو التصميم اللي احنا حطينه في دماغنا فيبقى أول حاجة هيجي في دماغنا وهيجي في عقلنا عائدية أو فكرة هيخطر في دماغنا فكرة الفكرة دي هتقولنا احنا محتاجين بعض materials أو بعض المواد فهنروح نجيب المواد طب هنعمل ايه بالمواد دي هنحط على بعضها كده وخلاص لا طبعا لازم نحط plan plan أو خطة علشان نركب materials دي مع بعضها ونوصل لل design اللي احنا عايزينه بشكل سليم حطينا plan خلاص وحددنا هنمشي ازاي في الخطة بتاعتنا هنبتدي في الآخر خالص نعمل عملية build build أو البناء الخاص بالdesign بتاعنا فأنا بيقول لنا أول حاجة 1 idea idea الفكرة what is your idea for your form of transportation ايه هي فكرتك عن النموذج أو الشكل الخاص بالtransportation أو بوسيلة المواصلات بتاعتك احنا طبعا اختارنا train أو الكطار فهنكتب هنا train my form of transportation is train my form of transportation is train احنا خطر في دماغنا فكرة مسألنا في الفاتت هنكون safe ازاي اختارنا ان احنا لما نكون في الترين هنكون safe لما نكون قاعدين في right place أو في المكان الصحيح فهنا بيقول لنا the form of transportation بتاعتك دي كانت ايه هنقول my form of transportation is train طب تاني حاجة بيقول لنا materials لو انت طبعا هتعمل design للترين ده بشكل مصغر المaterials اللي انت هتحتاجها أو المواد اللي انت هتحتاجها تكون ايه فبيقول لنا هنا list all materials list all materials ضع قائمة بكل المaterials أو المواد اللي انت هتحتاجها احنا ممكن نحتاج ايه اصحابي card board يعني ورق مقوة card board تاني حاجة glue glue أو سمغ طبعا اللي احنا عارفين كلنا وهنحتاج طبعا plastic wheels أو عجلات بلاستيكية صغيرة علشان نركبها تحت النموذج بتاعنا يبقى train جميل كده وصغير يبقى اول cardboard تاني حاجة glue ثالث حاجة plastic wheels دي المaterials اللي احنا ممكن نكون هنحتاج ها واحنا بنعمل train الصغير بتاعنا أو our form of transportation نموذج المواصلات بتاعنا ونتنع البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 114 أو صفحة 114 وعنوانها plan plan الخطة draw your design ارسم التصميم بتاعك include labels include labels متضمنا الملصقات أو الأسماء الخاصة بكل جزء فطبعا هنا هنرسم الترين بتاعنا الجميل اللي احنا هنعمله design أو هنصممه وطبعا لو انت حابب تكتب أي حاجة على design لا تقدر تكتب ها بشكل سليم يعني هنكتب على windows مثلا window هنكتب على door door هنكتب على wheels أو العجلات plastic wheels أو العجلات البلاستيكية ونتنعلي البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 115 أو صفحة 115 وعنوانها model presentation model يعني نموذج presentation presentation يعني عرض تقديمي لما انا يكون عندي فكرة أو حاجة عايزة ترحى قدام مجنوع من الناس بطلع قدامهم وقف وقولهم الحاجة اللي فعال دي أسلا المشروع اللي هعمل الخطة الديزاين اللي هعمله وفي الحالة دي أنا بعمل حاجة اسمها presentation presentation يعني عرض تقديمي اننا بقدم فكرة قدام مجنوعة من الناس هنا model النموذج اللي احنا عملناه اللي الخاص بالترانسبورتيشن اللي هو الترين اللي احنا عملناه من شوية هنعمله presentation أو عرض تقديمي قدام our classmates او زمعينا في الفصل وانا بيقول لنا complete اكمل the sentences the sentences الجمل below بالاسفل you will read you will read انت سوف تقرأ this information this information هذه المعلومات to the class to the class للفصل when you present when you present عندما تعرض your model your model النموذج بتاعك يبقى مرة تانية complete the sentences below you will read this information to the class when you present your model فأول حاجة بيقول لنا هنا idea idea أو فكرة which is احنا اخترنا to build النبني a model of a a model of a ا مموذج لإيه أصحابي طبعا train هنكتب هنا train materials أو المواد plan والخطة we used we used احنا استخدمنا احنا نستخدم اي أصحابي شطرين أول حاجة card board card board الورق المقوة glue glue السمغ وتالت حاجة plastic wheels plastic wheels العجلات البلاستيكية وبيقول لنا هنا في الآخر to build our model to build our model علشان نبني النموذج بتاعنا فإحنا هنا كتبنا المaterials اللي احنا استخدمناها يقول لنا هنا rule rule what should you do what should you do ما الذي يجب عليك أن تفعل when you use عندما تستخدم our form of transportation our form of transportation نموذج المواصلات بتاعنا لما احنا نيجي نركب القطار المفروض نعمل اي أصحابي شطرين I have to sit in my place I have to sit in my place يعني أنا يجب علي أن أجلس في المكان بتاعي علشان خاطر أبقى safe وأبقى في أمان لازم أعمل كده طب يقول لنا هنا one positive thing that went well was one positive thing يعني شيء إجابي واحد that went حدث well بشكل جيد was كان ايه بقى الحاجاني was that I was safe was that I was safe إن أنا كنت safe آمن وبسلامة يبقى الحاجة positive أو الحاجة الإيجارية اللي حصلت إن أنا كنت في أمان أو إن أنا كنت كنت آمن في الوقت ده لن بعضت في البلايس بتاعي that I was safe إن أنا كنت في أمان وآخر حاجة بيسألنا هنا وبيقول لنا one thing شيء واحد we would like to change we would like to change إحنا سوف نحب أن نغير is حاجة واحدة إحنا ممكن نحب إن إحنا نغيرها إيه مثلا ممكن نكتب هنا لو إحنا الموديل بتاعنا إلوانه مش جميلة أوي ممكن مثلا نغير الإلوان بتاعته لو إحنا عملنا في colors مثلا إحنا مش حبينها إحنا ممكن نغيرها فنقول هنا إيه the colors the colors الألوان the colors الألوان لو إحنا مثلا كنا عملنا الموديل بتاعنا وفي بعض الألوان تلعت مش بشكل جيد مننا ممكن نغير الألوان دي بعد كده فالحاجة اللي إحنا we would like to change is colors is colors الألوان يبقى مرة ثانية one thing we would like to change is colors الألوان اللي إحنا لويننا ديها الموديل بتاعنا ونكنا للبيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج one hundred and sixteen أو صفحة نية وستاشر ودي آخر بيج في شابتر two وأنوانها model review model review review يعني مراجعة لما بمسك حاجة وعمل عليها review إن أنا بعمل لها مراجعة بعود أشوف التفاصيل بتاعتها كانت صح ولا غلط فموديل review مراجعة النموذج إحنا بنعمل بقى دلوقتي مراجعة عن نموذج بس مش بتاعنا على النموذج بتاعه حد تاني من زمائلنا احنا قلنا ان احنا نتقسم في ال classroom لgroups او مجموعات كل group هيعمل transportation من ال transportation المختلفة او من وسائل الموصلات المختلفة فاحنا دلوقتي بنعمل تقييم وبنعمل مراجعة للموديلز بتاعة الgroups التانية او المجموعات التانية زي ما هم هيعملوا review او مراجعة لأول موديل او النموذج بتاعنا فانا بيقول لنا answer اجب the questions the questions الاسئلة about عن your classmate's model your classmate's model النموذج الخاص بزميلك او زميلتك في ال classroom فانا بيقول لنا اول حاجة what form what form من نموذج of transportation of transportation الخاص بوسيلة الموصلات did the model represent الذي كان يمثله النموذج ال classmate بتاعنا او زميلنا في الفصل ايه هو الموديل اللي هو عمله او الفورم بتاع transportation اللي هو عمله احنا مثلا هنقول انه هو عمل الترين الترين او القطار زي ما احنا عملنا بالزبط فمرة تانية what form of transportation did the model represent represent يعني يمثل طبعا هنا هنقول the train the train او القطار في السؤال التاني بيقول لنا how was the groups model the same as your model كيف كان النموذج الخاص بي المجموعة يشبه النموذج الخاص بك هل يترى الموديل اللي انت بتعمله review ده الخاص بالمجموعة التانية كان the same as your model ولا لا نفس النموذج بتاعك ولا لا فانقول yes it was the same as my model it was the same as my model ناو كان نفس النموذج الخاص بي هم النموذج بتاعهم كان ترين زي ما قلنا في الاول واحنا كمان النموذج بتاعنا كان ترين فبالتالي هم the same as our model او نفس النموذج الخاص بينا وبكي نكون انهينا البي جي دي وانهينا معاها شابتر 2 وانهينا درس النهاردة اتمنى ان انت تكون استفدت لو اعجبك الدرس اعمل لايك اتمنى الاي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان وانا سيبلكم اللينك بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة زيكو يا اصحابي النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج Discover Primary 1 الصف الاول الاتدائي Term 1 Term الاول والنهاردة هنبتدي نشرح Chapter 3 او الفصل الثالث في المحور الثاني Chapter 3 عنوانه Growing food زراعة الاغذية زراعة الاطعمة In the world في العالم Around us Around us حولنا وطبعا ده في المحور الثاني The world around me The world around me او العالم من حولي وزي ما احنا متعاودين يكون معانا الكتاب والم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا Chapter 3 بيتكلم عن الاطعمة المختلفة والاغذية المختلفة ويكلمنا كمان عن المناخ او حالة التقص حولنا في المكان اللي احنا عايشين فيه كل فصل من فصول الثاني بيكون لي صفات خاصة بي هنتعرف على المعلومات دي في Chapter 3 Growing food in the world around us وأول بيج في Chapter 3 هي بيج 119 او صفحة 119 وعنوانها The sun in the sky The sun يعني الشمس In the sky في السماء وطبعا هنا بيكلمنا عن الاوقات المختلفة During the day او اثناء اليوم وزاي احنا الشمس بتكون معانا على مدار اليوم لحد ما بتغرب بالليل ويبيج المساء وبعدين بالنام ونبدأ يوم جديد فبيقول لنا هنا Read the story Read اقرأ the story القصة Use استخدم A yellow crayon A yellow crayon يعني قلم التلوين الأصفر To color لتلون The sun The sun الشمس وهنا طبعا فيه ستوري جميلة اوي فيها صدقتنا هنا اسمها مونا والستوري بتقول مونا Wakes up Wakes up بتستيقظ She sees هي بترى The sun The sun الشمس يبقى لما مونا بتسحى الصبح بتشوف الشمس مونا Wakes up She sees The sun بعد كده استهمي بيعدينا للحاجة التانية اللي بتحصل لمونا مونا مونا eats lunch مونا بتاكل الغداء She sees The sun She sees هي بترى The sun الشمس مونا eats lunch She sees She sees The sun بعد كده مونا plays مونا بتلعب لعبة She sees The sun She sees The sun هي بترى الشمس كل ده برضو لسه في نهار اليوم بعد كده مونا goes to bed مونا بتذهب لتنام She does not see The sun She does not هي لا see The sun لا ترى الشمس مونا مونا goes to bed مونا خلاص بتروح علاش عند نام She does not see The sun هي لا ترى الشمس وديه الستوري الجميلة اللي بتوضح لنا الدقيق الشمس بتكون معانا اغلب الوقت طول اليوم لحد ما بديجي بالنيل وبعدين بالنام ونبدأ يوم جديد فنثنين للبيج اللي بعد كده خليكم معا ونوصل لبيج 120 او صفحة 120 وفيها سونج جميلة اوي او اغنية جميلة اوي خاصة بفصول السنة اسمها Seasons of the year Seasons فصول الفصول الاربعة بتاعت السنة اللي هي الوينتر والسمر والفول او الاؤتم والسبرينج او الربيع فطبعا دي Seasons of the year او فصول السنة وطبعا السونج دي بتقول Seasons of the year فصول السنة Each season كل فصول من الفصول السنة Weather changes Weather يعني الطقس زي ما قلنا اللي هي حالة المناخ Changes Changes بيتغير كل فصل من الفصول هي الوذر بتاعه او التقس بتاعه Weather changes التقس بيتغير Weather changes التقس بيتغير Each season of the year كل فصل من الفصول السنة Weather changes التقس بيتغير All year long ده expression على بعضه لما بقول على حاجة All long يعني بقول على المدة بتاعتها كلها All year long يعني على مدار السنة يبقى على مدار السنة الفصول الأربعة لما بييجوا كل فصل بيجي مختلف عن الفصل التاني والوذر كمان او التقس بيحصل له changing أو بيتغير فنقول الحتة دي مرة تانية بس فشكل صنج بقى أو فشكل أغنية Each season of the year Weather changes Weather changes Weather changes Each season of the year Weather changes all year long والمقطع التاني بيقول The leaves The leaves اللي هي أوراق الشجر On the tree On the tree على الأشجار Fall to the ground Fall to بتسقط على The ground الأرض لازم نعرف ان Fall كلمة Fall F-A-L-L معناها بيسقط ومعناها كمان فصل الخريف فصل الخريف اللي هو autumn أو Fall لاثنين معناهم فصل الخريف Fall يعني خريف زي كلمة autumn بالضبط فمرة تانية The leaves on the tree falls to the ground To the ground To the ground The leaves on the tree fall to the ground And All fall And All fall long يعني على مدار فصل الخريف لقولها مرة كانية The leaves on the tree fall to the ground To the ground To the ground The leaves on the tree fall to the ground All fall long المقطع التالي بيقول The weather outside is cold And rainy Cold يعني بارد And rainy ومنتر المطر بتمطر Cold and rainy Cold and rainy The weather outside is cold and rainy All winter long All winter long يعني على مدار فصل الشتاء مرة تانية The weather outside is cold and rainy Cold and rainy Cold and rainy The weather outside is cold and rainy All winter long المقطع الرابع بيقول The flowers and leaves are starting to grow starting to grow بدأ التنمو يبقى الولود The flowers والليف أوراء الشغر 一開始 بدأت تنمو بيقول 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 The flowers and leaves are starting to grow all spring long لما ننية مرة تانية مرة تانية The flowers and leaves are starting to grow بيقول 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 وآخر مقطع في السمج الجميل الذي يقول The weather outside is hot and sunny Hot يعني ساخن يعني الدنيا حار And sunny, sunny ومشمس وطبعا احنا عرفنا outside, outside بالخارج The weather outside is hot and sunny Hot and sunny, hot and sunny The weather outside is hot and sunny All summer long All summer long يعني على مدار فصل الصيف مرة كمان The weather outside is hot and sunny Hot and sunny, hot and sunny The weather outside is hot and sunny All summer long وبكده نكون عرفنا اللغنية الخاصة بSeasons of the year أو فصول السنة ونتنال البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 121 أو صفحة 121 ونوانها which season which season يعني أي من الفصول الأربعة أي فصل من الفصول الأربعة وطبعا هنا بيطلب مننا إن احنا نشوف أربع صور مختلفين كل صورة فيهم بتعبر عن فصل من فصول السنة بعد كده حنكتب تحت كل صورة الفصل اللي هي بتعبر عنه أو السيزون الخاص بيها نحن نعرف نميز بين الوزر أو الطاقس الخاص بكل فصل من الفصول السنة فهنا بيقول لنا look under at each picture at each picture على كل صورة write the name write the name اكتب الاسم of the season of the season الخاص بفصل السنة under the picture under the picture تحت كل صورة وينو مدينة winter winter يعني الشتاء fall fall يعني الخريف spring spring يعني الرضية summer summer يعني الصيف فإنو عندنا أربع صور زي ما قلنا يا أصحابي ودي أول صورة انتو شايفين طبعا الصورة دي فيها rain أو مطر وفيها clouds أو صحوب كتيرة وكمان تحس إن الweather أو الطاقس كونب بارد وما فيش أي أوراق على الشجرة ما فيهاش أي وراء على الشجرة فده يا طرى winter ولا fall ولا spring ولا summer شطرين طبعا ده winter فهنكتب هنا winter زي ما احنا شايفين قدامنا طبعا الصورة اللي تحت منها فيها tree أو شجرة وعليها أوراق بس الأوراق دي لسه ما بقتش خضر قوي والsun أو الشمس مشمسة بشكل كبير قوي وتحس إن الweather كده حر والدني حر طبعا أوراق الشجر دي ما قلنا لسه مخضرش قوي فده أكيد مش spring أو الربيع فترى دي بقى winter ولا summer ولا fall شطرين دي summer أو الصيف لأن احنا شايفين هنا sun أو الشمس مشرقة بشكل كبير قوي فالدني حكيد حر فده فصل الصيف أو summer فهنكتب هنا summer زي ما احنا شايفين قدامنا بالصورة التالكة فيها بقى الأوراق بتاعة الشجر خلاص بقت خضرة والflowers كمان بقت كلها متفتحة وألوانها زهية هل يترى ده winter ولا summer ولا fall ولا spring شطرين طبعا ده spring أو ابن ربيع وآخر صورة هنا فيها التري أو الشجرة بدأ يقع من عليها الوراق بتاعها والوراق اللي موجود عليها بقى لونه أصفر خالص فهل يترى ده spring ولا summer ولا fall ولا winter شطرين طبعا ده fall أو الخريف الخريف هو اللي بيقع فيه أوراق الشجر بالشكل ده والأشجار بيبقى الوراق بتاعها لونه أصفر فهنكتب هنا طول زي ما احنا شايفين قدامنا ونتمع للبيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 122 أو صفحة 122 وعنوانها sorting clothes sorting clothes يعني تصنيف الملابس الملابس المختلفة اسمها close وطبعا هنا بنعمل لها تصنيف depending on the season الخاص بيها ندينا مجموعة ملابس المفروض نعمل لها sorting أو تصنيف بيقول لنا حط winter clothes أو الملابس الشتوية تحت كلمة winter والsummer clothes أو الملابس الخاصة بالصيد تحت كلمة summer ثم بيقول لنا look under at the clothes at the clothes على الملابس sort صنف the clothes الملابس into إلى the correct closet the correct closet closet يعني دولاب ملابس وطبعا correct يعني صحيح فالمفروض نحن هنعمل sorting ونحط كل نوع من الملابس في الدولاب أو في الخزانة الخاصة بالملابس الصحيحة write, اكتب, the name, الاسم of each item الخاص بكل عنصر item يعني عنصر of the clothing من الملابس in the correct closet in the correct closet في الخزانة الصحيحة أو في دولاب الملابس الصحيحة فمدينة هنا فريم كبير مكتوب في winter و summer winter شتاء summer safe ومدينة تحت الفريم ده مجنوعة صور كل واحدة منهم فيها item أو عنصر من عناصر الملابس فأول حاجة هنا فيها صورة طاقية طاقية يعني hat بعد كده jacket slipper, slipper يعني ship ship اللي هو الحزاء المفتوح ده اسم slipper أو ship ship يعني وبعدين socks socks أو شربات وطبعا ده scarf scarf أو كوفية ودي اسمها wool hat wool hat طاقية صوفية وده طبعا اسمه boots boots أو برقبة حزاء طويل وطبعا sunglasses sunglasses أو مدارة شمس وده اسمه shorts shorts أو short يعني وده t-shirt t-shirt اللي هو fanila t-shirt وطبعا ده اسمه gloves 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 أو gewent فطبعا احنا نعمل sorting أو هنصنف الخلوز دي أو الملابس دي ونحط كل نوع أو كل item في المكان الصح بتاعه الشتوي هنحطه تحت winter والصيفي هنحطه تحت summer فأول حاجة ال hat دي المفروض ان هي خاصة بال winter ولا خاصة بال summer شطرين طبعا ال hat دي خاصة بالحماية من الشمس هتليها اطراف طويلة فالشمس بتبقى موجودة في summer فنكتب هنا hat تحت summer طب الجاكت الجاكت خاص بال winter ولا السمر يا اصحابي شطرين طبعا احنا بنلبس الجاكت في winter لان الدنيا تكون درب فنكتب هنا جاكت تحت winter طب السليبر سليبر او الشبشب مفروض نحن بنلبس خزاء خفيف ومفتوح في winter ولا في السمر يا اصحابي شطرين طبعا في السمر وخصوصا لو احنا رايحين البيتش او او شاطئ البحر وكمان winter منقدرش نلبس فيه slipper قوي لان الارض سعب بيبقى فيها مية مطرح المطر فمش هينفع معانا قوي فنكتب السليبر او الشبشب تحت كلمة summer طب السوكس السوكس او الشراب المفروض ان احنا بنلبس شراب اكتر في winter ولا في السمر يا اصحابي شطرين طبعا في winter لان احنا بنبقى محتاجين ندرق رجلينا وكمان نلبسهم في الحزاء المقفول فنكتبها تحت winter سوكس تحت winter طب السكارف السكارف او الكفية مفروض ده winter ولا summer الشطرين بنلبس السكارف او الكفية في winter او في الشتاء فنكتبها تحت كلمة winter طب الول هات الول هات او الطائية الصوف بنلبسها في winter ولا السمر يا اصحابي شطرين طبعا بنلبسها في winter علشان ندفي دماغنا وندفي راسنا فنكتب هنا وال هات طب البوتس البوتس او الحزاء اللي هو رعبته طويلة بنلبسه في winter ولا في السمر يا اصحابي شطرين طبعا بنلبسه في winter فنكتبها تحت كلمة winter طب السانجلاسس السانجلاسس او ندرت الشمس بنلبسها في winter ولا في السمر يا اصحابي شطرين كلكم طبعا في السمر لان الشمس بتبقى قوية في السمر فنكتبها تحت السمر طب الشورتس الشورتس او الشورتس بنلبسه في winter ولا في السمر يا اصحابي شطرين طبعا بنلبسه في السمر فنكتب هنا الشورتس طب التيشرت التيشرت بنلبسه في winter ولا في السمر شطرين طبعا بنلبسه في السمر فنكتبه تحت السمر وآخر حاجة الغلافز الغلافز أو الغوانتي بنلبسه في الوينتر ولا في السمر شاطرين طبعا بنلبسه في الوينتر علشان ندفق دينا فنكتب هنا غلافز تحت كلمة وينتر وبكذا نكون أنهينا البيتج دي وأنهينا معها درس النهاردة أتمنى أن أنت تكون استفدت لو عجبك الدرس أعمل لايك أتمنى ألاقي ألف واحد استفاده أو ألف لايك تحت الفيديو والأهم أنك تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان وأنا سايف لكم اللينك بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم استر حسام الصياب من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكم يا أصحابي النهاردة بنتكلم عن موضوع مهم جدا يهم ناس كتير قوي وهو أهم الأساسيات الخاصة بالماست للمرحلة الابتدائية ككل يعني هنتكلم عن المعلومات المهمة جدا اللي لازم كل طالب في المرحلة الابتدائية يعرفها ويكون عارفها وهي دي الأساسيات اللي بنبني عليها حاجات كتير وزي ما احنا متعودين يكون معانا ألم وكشكول نكتب فيه المعلومات ونقرارها مع بعض ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة يا أصحابي لازم نكون عارفينها كلنا هي أيام الأسبوع أو days of the week days of the week أو أيام الأسبوع وهي أول حاجة Sunday Sunday أو يوم الأحد Sunday Sunday Monday أو يوم الأسنين Tuesday السلثاء Wednesday الأربعاء Thursday الخميس Friday الجمعة and Saturday Saturday ويوم السبت فدي أول حاجة لازم كلنا نبقى عارفينها وحفظينها كويس أوي اللي هي days of the week تاني حاجة month of the year شهور السنة لازم كلنا نكون عارفين شهور السنة أو month of the year January أو شهر يناير February February أو شهر February March أو شهر مارس April أو شهر إبريل May أو شهر مايو June أو شهر يونيو July أو شهر يوليو August August أو شهر أغسطس September سبتمبر أو شهر September October October أو شهر أكتوبر November November أو شهر November وديسامبر ديسامبر أو شهر ديسامبر هم 12 months أو 12 شهر يعني year الوحدة أو one year equal twelve month يبقى كذا دي تاني معلومة لازم نكون عارفينها ومننساش طبعا أن one week equal seven days there are seven days أو في سبع تيام في الأسبوع يعني one week equal seven days where there are 12 months of the year يعني one year equal twelve months تالت حاجة لازم نكون عارفينها كويس حاجة اسمها the ordinal numbers the ordinal numbers أو الأرقام أو الأعداد الترتيبية يعني مثلا ده وإحنا في سباق أول واحد بنقول عليه الأول أول واحد بيوصل لخط النهاية بنقول عليه الأول الأول ده بنقول عليه فرست فرست زي ما احنا شايفين قدامنا زي ما احنا شايفين قدامنا اللي هو الأول رقم واحد فرست الثاني بنقول عليه second second يعني التاني third يعني السالس fourth يعني الرابع fifth يعني الخامس sixth يعني السادس seventh يعني السابع eighth يعني الثامن ninth يعني التاسع والتنس tenth يعني العشر مرة كمان third يعني نعنينا还是 what willợ big ولازم كمان نكون عارفين الشيبس الشيبس او الاشكال او الاشكال الهندسية زي ما احنا عارفينها والشيبس يا اصحابي اللي لازم نكون عارفينهم كويس اولهم الترايانجل او المسلس ريكتانجل 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 او المستطيل سكوير 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 او المربع سيركل 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 او الدائرة وكمان ستار 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 النجمة اللي احنا كلنا بنحب ناخدها و اوفل 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 اللي هو الشكل البيضوي زي ما احنا شايفين قدامنا فدي تعتبر اهم الاشكال الهندسية او الشيبس اللي لازم نكون عارفينها وفي حاجة كمان اسمها السوليدز السوليدز او المجسمات السوليدز اللي هي الاشكال الهندسية المجسمة اللي هي بتقدر تشوفها منتجهات مختلفة وهي بتبقى سري دي سري دايمانشنال شيبس او اشكال هندسية مجسمة فبنقول عليها السوليدز السوليدز او المجسمات وهي دي شكلها اول حاجة السلندر السلندر او الشكل الاستواني زي ما احنا شايفين قدامنا هو شكل استواني عامل زي الاستوانة فده اسمه سلندر سلندر تاني حاجة الكيوب الكيوب او المكعب كيوب 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 تانت حاجة الكيوبويد الكيوبويد او الشبه المكعب كيوبويد 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 رابع حاجة الكون الكون او الشكل المخروطي وهو شبه الكون واللي احنا بنكله في الصيف بس هو بيبقى محضوط بالمقلوب كده ده اسمه الكون كون 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 أو مخروط خامس حاجة البيراميدز 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 أو الشكل الهرمي أو الشكل الهرمي البيراميدز وآخر حاجة سفير 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 أو الشكل القروي فدي طبعا الصوليدز الصوليدز أو المجسمات اللي احنا لازم نكون عارفينها كويس في أشكال تانية للمجسمات وفي أشكال تانية للشيبس أنا بقولكو أهم حاجة هتتكرر معاكو كتير دي الأساسيات اللي لازم تكونوا حفزينها كويس وعارفينها زي اسمكم بعد كده في أصحابي بعض الاكسبريشنز أو التعبيرات أو المصطلحات اللي لازم نكون عارفينها كويس علشان خاطر وإحنا بنحل أي بروبلم أو أي مسألة رياضية نبقى عارفين بنحلها إزاي ونفهم حتى السؤال أول كلمة اسمها أدنج 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 يعني الجمع جاي من أديشن أديشن يعني الجمع تاني كلمة اسمها سبتراكتنج 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 يعني الطرح جاي من سبتراكشن يعني الطرح وطبعا في حالة الأدنج أو في حالة الأديشن اللي هي عملية الجمع العلامة اللي إحنا بنحطها هي البلاس زي ما إحنا شايفين قدامنا بلاس يعني زائد بلاس وفي حالة السبتراكتنج أو السبتراكشن أو الطرح بنحط الماينس ماينس يعني ناقص ماينس وطبعا لما بنجمع حاجة على حاجة أو بنترح حاجة من حاجة بيطلع نتيجة قبل نتيجة دي بنكتب حاجة اسمها equals 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 أو يساوي وتاني حاجة عايزين نعرفها كويس مع بعض هي ال-greater than greater than greater than أو more than اللي هي أكبر من زي ما إحنا شايفين قدامنا وهي عاملة زي ما إحنا شايفين بق السمكة كده طبعا السمكة بتبقى فتحة بقها ناحية الحاجة الأكبر أو الأكل الأكبر اللي هي بتحب تاكله فالعلامة دي بنسميها greater than أو more than وهي بتبقى بصة النحية دي بتبقى بصة ناحية الرقم الأكبر عكسها كلمة smaller than smaller than أو less than smaller than أو less than يعني أصغر من smaller than smaller than أو أصغر من وطبعا لو عندنا رقمين قد بعض بنقول عليه equal to مساوي لي لو الرقمين قد بعضها مش هينفع نحط بينهم greater than أو أكبر من ومش هينفع برضو نحط less than أو smaller than أو أصغر من فبنحط بينهم علامة يساوي اللي احنا قلناها من شوية وبنقول equal to أو مساوي لي وزي ما احنا شايفين قدامنا أصحابي أن طبعا العلامة بتاعت greater than smaller than لاتنين عاملين زي بق السمكة فإحنا بنوجه بق السمكة ده اللي احنا شايفينه قدامنا ناحية الرقم الأكبر فإحنا بنوجه بق السمكة ده ناحية الرقم الأكبر وبالتالي بنعبر عن العلاقة بين الرقمين يبقى بق السمكة دايما مفتوح ناحية الرقم الأكبر سواء كان هنا أو كان هنا لو رقم الأكبر هنا يبقى هنقول أن الرقم ده أكبر من الرقم ده لو رقم الأكبر هنا يبقى هنقول أن الرقم ده أكبر من الرقم ده أو الرقم ده أصغر من الرقم ده المهم ان احنا نبقى عارفين ان العلامة دي دايما اللي هي عاملة زي بق السمكة بتبقى مفتوحة نحية ايه نحية الرقم الاكبر نحية الرقم الكبير وطبعا لازم نكون عارفين الاحد او الوانس وانس يعني احد وتنس يعني عشرات الوانس والتنس طبعا يا اصحابي هم المكونات هم الخنات بتاع اي رقم وطبعا موضوع الوانس والتنس ده اللي هي الاحد والعشرات بياخدنا لحاجة اسمها الplace value او القيمة المكانية لأي رقم في الارقام يعني زي ما احنا شايفين قدامنا الرقم هم متكون من وانس وادي الوانس place والتنس ادي التنس place وكمان في عندنا هندرد هندرد او هندرد بلايس اللي هو الخانة بتاعات المئات كل خانة من دول فيها رقم مكونين الرقم اللي احنا بنقرأه سبين هندرد سبعميات ايتي وان ايتي امان عشرات وان وواحد في الوانس او في خانة الاحد فكل رقم من دول او كل ديجيت من دول في الرقم الكبير اللي احنا بنكتبه او في الرقم اللي احنا بنقرأه بيبقى لي قيمة قيمة مكانية يعني الوان ده او الواحد ده لما بيبقى موجود في خانة الوانس بيبقى قيمته واحد بس لكن لو هو موجود في خانة التنس او في خانة العشرات بدل ما بيبقى قيمته وان او واحد بيبقى قيمته تن تن او عشرة لي اسمها place value او القيمة المكانية الخاصة بكل رقم احنا بنقرأه في الارقام الخاصة بكل عدد احنا بنقرأه في اي رقم احنا بنقرأه او بنكتبه يعني ده اسمه رقم كل خانة من دول بيبقى فيها عدد او فيها ديجيت الديجيت ده بيبقى لي قيمة لو هو في الوانس هيبقى قيمته واحد اللي هو وان واحدة بس لو موجود هو في التنس هيبقى قيمته عشرات وهو موجود في الهندردز كمان هيبقى قيمته مئات فدي اسمها place value ولازم نبقى عارفينها كويس لازم كمان نكون عارفين ال ascending order او الترتيب التصاعدي ascending order وطبعا ده بنرتب فيه الارقام من الصغير او from the smallest to the largest او من الصغير للكبير زي ما احنا شايفين قدامنا ده اسمه ascending order ascending order ولازم كمان نكون عارفين descending order descending order descending order او الترتيب التنازلي وبنرتب فيه الارقام او الارقام from the largest to smallest او من الكبير للصغير 4 3 2 1 زي ما احنا شايفين قدامنا دي اسمها descending order descending order او الترتيب التنازلي وطبعا يا اصحابي لازم نعرف نقرأ ال clock او الساعة ال clock او الساعة اول حاجة لازم نكون عارفينها خاصة بال clock او الساعة ان الساعة العقارب بتاعتها او hands بتاعتها بتتحرك كده هوت بالشكل ده من واحد لاثنين لثلاثة وهكذا بتلف بتلف في الاتجاه ده تاني حاجة لازم نكون عارفينها عن ال clock او الساعة ان هي طبعا فيها عقارب او hands ده اسمه little hand او العقرب الصغير وطبعا ده اسمه big hand big hand او العقرب الكبير little hand ده او العقرب الصغير ده بيشاور على الساعات يعني هنا دلوقتي الساعة ثلاثة three o clock three o clock وال big hand او العقرب الكبير ده بيشاور على minutes minutes او الدقايق فهنا طبعا لو هو على اتناشر او على رقم اتناشر في حالة ان احنا بنقرأ minutes او الدقايق في clock او الساعة بنعتبر ال 12 دي هي رقم صفر بعد ال 12 دايما بنعد minutes يعني لو بعد ال 12 منت واحدة بنقول three o clock and one minute بيبقى هنا في دقيقة وطبعا فيه بين ال 12 وال one five minutes هنا خمس نقاط كل نقطة منهم minute وفيه بين ال one وال two five minutes هنا او خمس دقايق وفيه بين ال two three هنا five minutes هنا او خمس دقايق وهكذا بين كل رقم ورقم من دول five minutes او خمس دقايق يعني لو big hand او العقرب الكبير بيشاور على one هنقول three o clock زي ما احنا شايفين ان little hand بيشاور على three يبقى three o clock او الساعة ثلاثة and هنقول three and five minutes يبقى هنقول الساعة ثلاثة وخمس دقايق three and five minutes طب لو هو بيشاور على two هنا big hand بيشاور على two هنا three and ten minutes three and ten minutes يعني الساعة ثلاثة وعشر دقايق طب لو little hand او العقرب الصغير ده اللي بيشاور على الساعات ده بيشاور على three او الساعة ثلاثة وال big hand ده او العقرب الكبير ده بيشاور برضو على three او على ثلاثة فهنقول ايه في الحالة دي يا اصحابي هنقول three او الساعة ثلاثة and fifteen minutes fifteen minutes وخمستاشر دقيقة وخمستاشر دقيقة وبكده احنا قرينا الساعة بشكل سليم وزي ما واضح قدامنا في المثال ده little hand او العقرب الصغير اللي بيشاور على الساعات بيشاور على الساعة ثلاثة فبنقول three hours ثلاثة ساعات وال big hand او العقرب الكبير بيشاور على four يعني عشرين دقيقة five و five و five يعني twenty minutes او عشرين دقيقة three hours and twenty minutes or three and twenty او الساعة ثلاثة و عشرين دقيقة وبكده احنا خدنا فكرة ازايد بنقرأ الساعة او how to read a clock وطبعا ده جزء مهم جدا لازم نتعلم و احنا بنتعلم الماس في المرحلة الابتدائية لازم كمان يا اصحابي نبقى عارفين ان اليوم او day equals 24 hours او في 24 ساعة day equals 24 hours او اليوم بيساوي 24 ساعة والhour او الساعة الوحدة equals 60 minutes فيها 60 دقيقة one hour equal 60 minutes او الساعة الوحدة بتساوي 60 دقيقة ويني الجنيه او one pound بنرمز لي بLE LE capital الباوند بنقول عليه بنختصره ونكتب بداله LE او ده اختصار لكلمة اسمها lever gypsyan او جنيه مصري طبعا دي كانت كلمة فرنسية بس احنا خدناها ودخلناها طبعا في اختصارات الدغة الانجليزية وبقى اسمها LE او اختصار الخاص بكلمة pound او جنيه وطبعا لازم نكون عارفين يعني ايه كلمة complete complete يعني اكمل complete 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 يعني اكمل count 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 يعني عد count count يعني عد draw draw يعني ارسم draw يعني ارسم join 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 or match يعني وصل join or match يعني وصل توصل بين الحاجات يعني وصل arrange arrange يعني رتب arrange arrange يعني رتب لازم كمان نكون عارفين fractions fractions او الكسور ايه هي fractions او ايه هي الكسور زي ما احنا شايفين قدامنا هي دي fractions fractions او الكسور يعني الواحد الصحيح زي ما احنا شايفين قدامنا لو رمزنا لها مثلا ببيتزا او بفتيرة كبيرة دي اسمها one hole او واحد صحيح one hole واحد على بعضه لما بنيجينا نسمي الواحد ده ونشيل منه نص ونسيب نص ده بنسمي one half one half او نص one half يعني نص طب لو اسمناها على ثلاثة كل جزء من الثلاثة اجزاء دول بنسمي one third one third او طلت one third او ثلث طب لو اسمناها على اربعة لو اسمنا الواحد الصحيح ده على اربعة كل جزء منهم بنسمي one quarter one quarter او ربع one quarter طب لو اسمناها على خمسة كل جزء من الخمس اجزاء دول بنسمي one fifth one fifth او خمس one fifth طب لو اسمناها على ستة كل جزء من دول بنسمي one sixth one sixth او ست one sixth طب لو اسمناها على ثمن اجزاء بنسمي كل جزء منهم one eighth one eighth او ثمن one eighth طب لو اسمناها على عشر اجزاء بنسمي كل جزء من دول one tenth one tenth يعني عشر one tenth ولو اسمناها على اتناشر جزء كل جزء من الاثناشر جزء بدول بنسمي one twelfth one twelfth يعني واحد على اتناشر يعني واحد على اتناشر one twelfth one twelfth يعني واحد على اتناشر من الواحد الصحيح زي ما احنا شايفين قدام وكمان لازم نكون عارفين حاجة اسمها relative positions relative positions relative positions او العلاقة النسبية بين الحاجات اسمها relative positions relative positions زي ما احنا شايفين قدامنا في الشكل ده يعني مثلا العلاقة بين الطائر وبين square او الكيوب اللي تحت منه ايه انه هو above above يعني فوق منه above يعني اعلى يعني هو اعلى منه طبعا اللوج هنا تحت square او الكيوب ده فبنسميه below below يعني اسفل يبقى above يعني اعلى below below يعني اسفل طب لو الاكتوبوس ده واقف وراه ده بنسميه اللي هو خلف يعني behind behind يعني خلف behind يعني خلف طب لو هو واقف جنبه في الجنب بتاعه ده بنسميه beside او next to يعني واقف جنبه بالشكل ده وبالشكل ده وبأي شكل بنسميه beside or next to next to الى جانب برضه beside next to وطبعا لو هو واقف تحت منه على طول ولازق فيه لمسه يعني بنسميه under under يعني تحت under يعني تحت طب لو هو فوق منه بس فوق منه بمسافة صغيرة ممكن كمان نسميه over over يعني اعلى over يعني اعلى أو فوق وطبعا لو هو واقف قدام ولو جسم واقف قدام جسم تاني بنسميه in front of in front of او امام in front of او امام يبقى in front of عكسها behind in front of امام عكسها behind و over عكسها below over فوق عكسها below below تحت و under عكسها above under عكسها above وطبعا beside هي هي next to او beside الى جانب بتساوي برضو next to الى جانب نفس المعنى وطبعا فيه اه حاجات تانية كتيرة هتعرفوها اه خلال اه من خلال المناهج اللي انتو بتدرسوها انا بقول لكم الاساسيات بس اللازم تكونوا حافظينها وعارفينها كويس وبكده نكون انهينا اه الجزء الخاص بدرس النهاردة لو اعجبك الفيديو اعمل لايك اتمنى ان انا شوف الف واحد استفادوا من درس النهاردة او الف لايك تحت الفيديو والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب علشان الفايدة تعم وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان وانا سايب لكم اللينك بتاعتها في ديسكريبشن اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر حسام السياد من قناة فلاش التعلمية افهم وتعلم ببساطة زيكم يا اصحابي النهاردة معنا موضوع مهم جدا وهو منهج الجرامر او القواعد المقررة على الصف الاول والتاني الابتدائي في المنهج الجديد هنقسمه على حلقتين النهاردة هناخد اول جزء والحلقة دي مهمة جدا هتلخص عليكم شرح نص الجرامر المقرر عليكم في سنة اولى ابتدائي وسنة تانية ابتدائي وقبل ما نبدأ الشرح او انت اول مرة تشوفنا يريد تشترك معنا وتفعل جرس الاشعارات ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة لازم نكون عارفينها في الجرامر الخاص بسنة اولى وسنة تانية ابتدائي الحروف الساكنة والحروف المتحركة الحروف المتحركة الحروف المتحركة عددها خمس حروف هي ودين الحروف دي لما بتيجي في اول اي كلمة بنستخدم معاها اداة النكرة يعني ايه اداة نكرة لما اجي اتكلم عن اي حاجة انا مش عارف مثلا صاحبها مين او مش عارف يا طارع هي نوعها ايه فلما اجي اتكلم مثلا على تفاحة انا مش عارف هي ملك مين او هي تفاحة من ضمن تفاح كتير مفيش حاجة بتنيزها فهي بالنسبة لي نكرة في الحالة دي بستخدم معاها اداة اسمها اداة نكرة ولما اجي اتكلم عنها بقول التفاحة دي فبقول ان ابل ان ابل يعني تفاحة وبالنسبة لي اي كلمة بتبدأ باي حرف من الحروف الفاولز او الحروف المتحركة اللي هي الاي والاي والاي والاو واليو دايما بستخدم معاهم اداة النكرة ان ومش عايزين ننسى طبعا ان احنا عندنا اداتين من ادوات النكرة هما ا وان ان ا 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 وزي ما قلنا يا أصحابي أن دي اسمها أداة ناكرة وعندنا أداتين من أدوات الناكرة الآ والآن زي ما قلنا أي كلمة بتبدأ بحرف من حروف الفوال اللي هي الآ والآ 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 بيجي معها آن بس ما بيجيش معها آن ولازم ناخد بالنا دايما إن آن وآ اللي هي أدوات الناكرة بيتيجي مع المفرد بس ما بيجيش مع الجمع يعني أنا ماينفعش أقول آن أبلز آن أبلز غلط أنا بتكلم على حاجة واحدة مفردة وأنا مش عارف عنها معلومات كتيرة فهي بالنسبة لناكرة فبقول عليها آن أبل آن إيج تفاحة من ضمن التفاح بيضة من ضمن البيض آن آيس كريم آيس كريم زي أي آيس كريم تاني ما فيهوش أي حاجة تميزه آن أورنج آن أورنج برتقالة عادية ما فيهاش أي حاجة تميزها زي أي برتقالة تانية فآن أداة ناكرة وآ أداة ناكرة الاتنين بيجوا مع المفرد بس ما بيجوش مع أي جمع طبيعا زي ماخولنا الحروف المتحركة أو الفاولز هما خمس حروف عي وإي وأي و lies و أو ويو umpy أما الحروف الساكنة أو ال college هم 21 حرف وهي بقية الحروف عالة الأنجليزية أي كلمة تبدأ بقى حرف من حروف الساكنة بيجي معها آه زي ما قلنا بس بشرط ان الكلمة تكون مفرط زي ما قلنا ما تكونش جامع زي لما يجي اقولك أبول أبول كرة أكات أكات قطة أدوج أدوج كلب أفش أفش سمكة أجيرل أجيرل بنت أهات أهات يعني طائية وآ وآن زي ما قلنا هم أدوات النكرة آه بيجي مع الكونسنانس أو مع الحروف الساكنة أما آه بيجي مع الفاولز الفاولز أو الحروف المتحركة تاني حاجة لازم نكون عارفينها في منهج الجرامر بتاعنا هي أسماء الإشارة وعايز أقول لكم يا أصحابي أن احنا عندنا حلقة بتشرح أسماء الإشارة لوحدها وفيها أمثلة كتير جدا محلولة على الجزء ده بس بما أنه هو جزء من أجزاء الجرامر بتاعتنا هنشرحوا لو حابين تعرفوا معلومات أكتر وتاخدوا عليه أمثلة أكتر تقدروا تشوفوا الحلقة بتاعت أسماء الإشارة موجودة عندكم على القناة وأسماء الإشارة هي الأسماء اللي أنا بشاور بيها على أي حاجة بتكلم عنها يعني مثلا ما أجي أقول لك هذا الولد ده اسم إشارة هذا هنا اسم إشارة ده في اللغة العربية هذا وهذه وذلك وتلك وهؤلاء للجمع القريب وهؤلاء للجمع البعيد دي أسماء إشارة فعايزين نمعيز بين هذا وهذه للقريب وهذا أو هذه أو ذلك وتلك للبعيد لما باجي أشور على حد واحد أو حاجة واحدة يعني شخص واحد أو حاجة واحدة موجودة في مكان قريب مني بقول عليها this this يعني هذا أو هذه للمفرد القريب أي حاجة واحدة أو أي شخص واحد موجود في مكان قريب مني وأنا عايز أقول هذا أو هذه بقول عليه this this يعني هذا أو هذه للمفرد القريب أما لو أنا بشاور على حاجة واحدة أو شخص واحد موجود في مكان بعيد عني مفرد يعني بس موجود في مكان بعيد عني بقول عليه that ذات يعني ذلك أو تلك للمفرد البعيد ذات يعني ذلك أو تلك للمفرد البعيد لما أجي أشاول على مجموعة حاجات أو مجموعة أشخاص وريدين مني في المكان في الحالة دي بقول عليهم زيس زيس يعني هؤلاء بس هؤلاء للجمع القريب زيس زيس يعني هؤلاء لما أجي أشاول على جمع مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأشياء موجودة بس موجودة في مكان بعيد عني بقول عليهم زيس زيس يعني هؤلاء بس زيس هنا للجمع البعيد مرة تانية زيس 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 ذات زيس 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 فمثلا لما أجي أقول هذا قلم بقول زيس إز أبن زيس إز هذا يكون أبن أبن هنا قلم وآ هنا أداة نكرة بن قلم قولنا آ ما قلناش آن لأن بن الب هنا حرف من حروف الساكنة أو الكونسنانس فعلشان كده قلنا آه مرة تانية زيس إز أبن لما أجي أقول هازه أقلام في الحالة دي بقول زيس آر باقولناش أي أداة ناكرة لأن هي جامعة زي ما قلنا وأدوات النكرة الآن والآن بتيجي مع المفرد بس وهنا لما قلنا هؤلاء أقلام أو يعني أنا بتكلم عن مجموعة من الأقلام موجودة في مكان قريب مني فأقولت عليها زيس آر بانس مرة كمان زيس آر بانس لما أجي أشاول على كتاب موجود في مكان بس المكان ده بعيد عني لما أجي أشاول على مجموعة كتب موجودة في مكان بعيد عني بقول زيس آر بوكس زيس آر بوكس زيس آر بوكس تابل ده يا أصحابي بيوضح لنا أدوات الإشارة المفرد والجامع زيس آر آبل زيس آر آبل هذه تفاحة وهنا الأبل قريبة مني زيس آر آبل زيس آر آبل هنا تفاحة بعيد عني زيس آر آبل زيس آر آبلز زيس آر آبلز هنا بشاول على مجموعة من التفاح في مكان قريب مني زيس آر آبلز زيس آر آبلز زيس آر آبلز زيس آر آبلز هنا بشاول على مجموعة من التفاح بس موجود في مكان بعيد عني وتعالوا نحل بعض الاكسورسايز أو التمرينات على الجزء ده أول حاجة بيقول لنا choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة زيس آز هذا أو هذه هي آآ ولا آآ كار الكار هنا بتبدأ بحرف من حروف الفاولز ولا كونسننس شاطرين ده حرف من حروف الساكنة الكونسننس العادية مش حرف فاول فنختار معها آآ طبعاً يبقى this is a car that is آآ ولا آآ أورنج هيا أصحابي that is آآ ولا آآ أورنج شاطرين طبعاً آآ أورنج لأن آآ أورنج بتبدأ بحرف أو وهو حرف من حروف الفاولز فبيجي معها آآ it is آآ بول إيج it is آآ بول ولا إيج بول بتبدأ بحرف من حروف الكونسننس أو الحروف الساكنة وإيج بتبدأ بحرف الإي وهو حرف من حروف الفاولز الحروف المتحركة وآ طبعاً بيجي معها الحروف الساكنة حروف الكونسننس فهيجي معها كلمة بول مش هينفع يجي معها كلمة إيج يبقى it is a bowl it is an apple ولا fish it is an apple ولا fish شاطرين it is an apple لأن apple بتبدأ بحرف a وهو حرف من حروف الفاولز لكن fish بتبدأ بحرف الف وهو حرف من حروف الكونسننس أو الحروف الساكنة this ولا this is a dog this هؤلاء اسم إشارة بي الجامع قريب this هذا أو هذه اسم إشارة بيجي المفرد في مكان قريب is طبعاً هي يكون و is بتعبر عن مفرد ما بتعبرش عن جامع وبالنسبة الفيرب بتو بي فعلاً يكون مشروحاً دين على القناة و معاه أمثلة كتير تقدروا تتفرجوا عليه هيعرفكم الفرق بين is و are و كمان ايه هو فيرب بتو بي في الأزمنة المختلفة ف is هي معنى يكون و is بتيجي للمفرد ما بتجيش للجامع a dog a dog a dog kelb يبقى هنقول معها this is a dog this is a dog that ولا zeus are cars that ذلك أو تلك اسم إشارة للمفرد البعيد و zeus zeus هؤلاء اسم إشارة للجامع البعيد are cars are يكونوا cars سيارات شاطرين cars جامع فهنقول معها zeus these are cars شاطرين كلكم this is a boy ولا boys this is this اسم إشارة هذا أو هذه المفرد قريب is a boy ولا boys شاطرين this is a boy these are girls ولا a girl these are girls ولا a girl شاطرين these are هؤلاء اسم إشارة للجامع البعيد أو رعيب فهنفع نقول عليها girl طبعا لا هنقول معها these are girls هؤلاء بنات يعني girls هنا جامع لكن girl هنا مفرد that is ولا that are an egg أولا that هذا أو هذه اسم إشارة للمفرد البعيد فطبعا هيجي معها اس لأن اس بتيجي مع المفرد و an egg بيضى واحدة that is an egg شاطرين كلكم those is or are hats those هؤلاء للجامع البعيد وطبعا اس بتيجي مع المفرد و are يكون بتيجي مع الجامع و hats hats قبعية those are hats those are hats معلومة صوتية بقى علشان لما نيجي ننطق z أو اللي هو l يعني z يعني l تنطق z يعني بنقولها z لما تيجي بعديها كلمة بتبدأ بحرف من حروف vowels يعني لما أجي أقول z apple بقولها z apple وده طبعا جزء من أجزاء الفونيكس موجودة عندكم في شرح الفونيكس فيها أربع حلقات بيشرحوا الفونيكس أو الصوتيات موجودين على القناة فبقول the apple the orange لكن لو جاء بعد منها أي كلمة بتبدأ بحرف من حروف الساكنة أو الكونسنانس بقولها z بشكل عادي لكن منطقها z لما بيجي بعد منها أي كلمة بتبدأ بحرف من حروف الفاول زي ما قلنا the apple the orange the cat the bowl الثالث حاجة لازم نعرفها في الجرامر بتاعنا يا أصحابي هي ضمائر الفاعل أو the subject pronouns ضمائر الفاعل أو the subject pronouns هي i لما بيجي أتكلم عن هو أو هي الغير العاقل يعني إيه هو أو هي الغير العاقل اللي هو لما بيجي أتكلم عن جماد زي كرسي كتاب أو حيوان زي كلب أو قطة دول اسمهم غير العاقل الجماد والحيوان والنبات كمان دول اسمهم غير عاقل فلما بيجي أتكلم عن غير العاقل ده بقول عليه it it هو أو هي الغير العاقل وده برضو pronoun pronoun أو ضمير لما بقول إحنا نحن يعني أتكلم عني وعن الناس حوالي أنا وسطيهم بقول we we يعني نحن وده pronoun برضو يعني ضمير لما بتكلم عن حد قدامي بكلمه بقوله أنت أو أنت أو مجموعة أشخاص بكلمهم موقفين في وشي بقولهم أنتم ده اسمه you you أنت أو أنت أو أنتم وده برضو pronoun pronoun يعني ضمير وآخر حاجة لما بتكلم عن مجموعة أشخاص موجودين في مكان تاني مش موجودين في وشي أو بعيد عني يعني بقول عليهم they they يعني هم they يعني هم وده برضو pronoun pronoun أو ضمير فالsubject pronouns أو ضمائر الفعل i he she it we you and they we we ناخد معلومة صوتية صغيرة وهي طبعا أي كلمة بتنتهي بNG زي مثلا كلمة walking taking eating mg الموجودة في آخر الكلمة في الحالة دي الجي ما بتتنطقش بتكون silent فكلمة walking بقولها walking ما بقولش walking بقولها walking يعني يمشي taken taken g هنا silent بقولها taken 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 يعني يأخذ لما باقي أقول eaten اللي هي بتنتيب ing يعني يأكل بقولها eaten ما بقولهاش eating الجي هنا silent فبقول i am playing football i am playing football الجي هنا silent ما بتتنطقش لأن قبل منها n زي ما قولنا وطبعا عندنا اصحابي الثلاث افعال المهمة جدا في اللغة الانجليزية مقررين علينا في الصف الاول والتاني الابتدائي انا اخدهم طبعا في ال present او في المدارع اول حاجة verb to be زي ما قلتلكو هو مشروح بشكل مفصل على القناة في فيديو خاص بي وبيعرفكو كل حاجة عن verb to be بالامثلة الكتيرة يعني خليكو تفهموه بمثبت 99% verb to be فعل يكون طبعا ال subject pronouns او ضمائل الفعل اللي قلنا عليها من شوية اي انا هي وشي وات هو وهي وات طبعا لغير العاقل هو او هي لغير العاقل وي نحيو انت او انتم زي انتم اي اي بي معها ام اي ام يعني انا اكون اي ام يعني انا اكون من صحاب اللغة الانجليزية اعملوا حاجة اسمها contraction او اختصار واخترعوا حاجة اسمها ال apostrophe ال apostrophe اللي هي اضموا الصغيرة اللي فوق دي علشان يعلنوا بعض الحروف اللي بيكتبوها فممكن اكتبها i am يعني انا اكون وممكن اكتبها i apostrophe m برضو معناها i am يعني انا اكون لكن لو عايز اقول انا لا اكون بقول i am not i am not يعني انا لا اكون he هو she هي at هو وهي الغير العقل بيجي معهم as as يعني اكون ممكن نكتبها بشكل عادي is كده وممكن نكتبها بشكل مختصر ونكتبها apostrophe s وتبقى he او she او it as ويعني هو او هي او هو او هي الغير العقل يكون لو عايزين نقول he او she او it isn't لو عايزين نقول هو او هي او هو او هي الغير العقل لا يكون بنقول isn't يبقى he isn't she isn't it isn't يعني هو او هي او هو او هي الغير العقل لا يكون واخر حاجة we نحن you انت او انتم they هم ثلاثة دول جمع في اللغة الانجليزية we و you they جمع بيجي معهم or or يعني يكونوا ممكن اكتبها apostrophe r e يعني يكونوا برضو ولما نحب نقول لا يكونوا بنقول aren't aren't يعني لا يكونوا فلما اجي احب اقول هو ولد بقول he is a boy he is a boy يعني هو ولد ممكن اقول كمان they are girls they are girls هم بنات اما verb to have يعني فعل يملك يتناول i we you they انا ونحن وانت او انتم وزي هم بيجي معهم have have يعني يملك وممكن نكتبها بشكل مختصر apostrophe v e يعني يملك برضو i have انا املك we have نحن نملك you have انت او انتم تملكون they have هم يملكوا اما هي وشي وات فبيجي معها has has يعني يملك برضو ممكن نكتبها has has وممكن نكتبها apostrophe s has برضو فبنقول he has هو يملك she has هي تملك it has هو او هي الغير العاقل يملك فممكن اقول i have a car i have a car انا املك سيارة he has a dog he has a dog هو لديه كلب هو يملك كلب واخر حاجة عايزين اعرفها هو verb to do verb to do فعل يفعل do يعني يفعل ولما اجي اقول انا افعل بقول i do نحن نفعل we do انت تفعل او انتم تفعلون you do هم يفعلون they do he وشي وات بتيج معها does فاجي اقول هو يفعل بقول he does هي تفعل she does هو او هي الغير العاقل يفعل it does فمثلا ممكن اقول i do my homework i do my homework انا افعل او انا اعمل الواجب المنزلي بتاعي الفرد المنزلي بتاعي i do my homework او ممكن كمان اقول she does her homework she does her homework هي تفعل او هي تقوم بالفرد المنزلي بتاعها بالواجب بتاعها وتعالوا الحل بعض الاكسورسايز او التمارين على الجزء ده choose طبعا اختار she am is or is or is or you is احمد شطرين طبعا he is احمد هو احمد she or it or they is mona she is mona he or we is is a cat شطرين طبعا قلنا هي و it be معهم is بس هنا بنتكلم عن cat او قطة فهنقول it is a cat لان it هو او هي الغير العاقل يبقى it is a cat علي and mona am ولا is ولا are happy علي مونة سعداء هنقول am ولا is ولا are شطرين علي and mona are happy علي المونة ممكن نقول مكانهم زي زي يعني هم فزي هم بيجي معها are يبقى زي are happy علي عند مونة are happy heba and i heba وانا am ولا is ولا are hot حرنين heba and i am ولا is ولا are hot لو شلت هنقول ايه هنقول وي نحنو لان انا موجود مع هبا يبقى we am ولا is فبيجي معها are يبقى heba and i are hot heba and i are hot يعني heba وانا حرنين i have ولا has a car شطرين طبعا قلنا i have a car لان هاز بتيجي معه هي وشي وإت بس سما have ولا has a doll سما لو شلنا اسم سما هنحط مكانها ايه؟ شطرين هنحط مكانها شي فشي يبقى she has a doll يبقى سما هاز a doll زي ما قلنا من شوية هاز بتيجي مع هي وشي وإت زي do ولا does homework زي هم do ولا does homework شطرين طبعا زي do homework لانه does بتيجي مع هي وشي وإت زي ما قلنا من شوية واخر حاجة عمر do ولا does karate عمر do ولا does karate لو شلنا اسم عمر هنقول مكانها هي 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 do ولا does karate شطرين he does karate لانه does بتيجي مع هي وشي وإت لكن بقيت الضمائر بما هدو زي ما قلنا وبكذا نكون انهينا الحلقة الاولى وشرح الجوزة الاول مال grammar اتمنى ان انت تكون استفدت لو اعجبك الفيديو اعمل لايك اتمنى الاي الف واحد استفاده او الف لايك تحت الفيديو والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة واتفرق معي كتير وانت مش هتخسر حاجة بس تغيرك هيستفيد وتابعونا وانتظروا الجزء التاني من الجرامر الخاص بسنة اولى وسنة تانية بتداي الترمين مع بعض وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان وانا سيبلكم اللينك بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة مع الجزء التاني من شرح منهج الجرامر للصف الاول الابتدائي والصف الثاني الابتدائي تبقى للمنهج الجديد وكنا اخذنا المرة اللي فاتت ادوات النكرة آ وآن والحروف المتحركة او الفاولز والحروف الساكنة الكونس وأدوات الاشارة زيس وزعت وزيس وزوس وخدنا كمان الـ subject pronouns او ضمائر الفاعل وخدنا verb to be وverb to have وverb to do في البرزنت في البرزنت او في المضارع وحلينا عليهم امثلة كتيرة فده الجزء التاني هنكمل فيه شرح منهج الجرامر وزي ما احنا متعودين يكون معانا قلم وورقة نكتب فيهم ويلا نبدأ باسم الله الرحمن الرحيم النهاردة اول حاجة انا اخذها يا اصحابي الـ plural الـ plural او الجمع والـ singular singular او المفرد يعني ايه plural ويعني ايه singular طبعا يا اصحابي الـ persons او الاشخاص والـ animals او الحيوانات والـ places او الاماكن والـ things او الاشياء كل دول nouns nouns او اسماء وطبعا لما احنا بنيجي نجمع اي noun او اي اس القاعدة الاساسية ان احنا بنحط له حرف الـ s يعني more than one person animal place sing اكتر من شخص واحد حيوان واحد مكان واحد شيء واحد بنحط لهم حرف الـ s كات قطة cats قطة dog كلب dogs كلب door باب doors ابواب girl بنت girls بنات rose وردة roses roses ورود train قطار trains قطارات ودي القاعدة الاساسية زي ما قلتلكم من شوية لكن لازم ناخد بالنا من بعض الحاجات اول حاجة ما بنحطش اس في اخر الكلمة علشان نخليها plural او جمع في بعض الحالات زي مثلا الكلمة لو منتهتها بـ sh او ch او o او s او s او x او حرف z اي نهاية من النهايات دي لو موجودة في اخر الكلمة ما بنحط لهاش اس بس بنحط لها اس زي مثلا كلمة بوكس بوكس سندوق بنحط لها اس لان هي بتنتهي بحرف الاس وبنقول بوكس بوكس سندوق زي كمان كلمة باس باس حافلة او اوتوبيس بنحط لها اس لانها بتنتهي بحرف الاس زي ما قلنا وبنقول باس باس او حافلات كلمة brush brush او فرشة بتنتهي بالاس ايتش بنحط لها اس لما بنيجي نخليها في صغة ال plural او الجمع وبتبقى process process او فرش class class او فاصل بتنتهي باس اس بنحط لها اس علشان نخليها في صغة ال plural او الجمع وبتبقى classes, classes او فصول match, match او مباراة بنحط لها es وبتبقى matches, matches او مباريات وهنا الكلمة دي بتنتهي بالch وبردو دي حالة من الحالات quiz, quiz او اختبار بنحط لها es وبتبقى quizzes, quizzes او اختبارات لانها بتنتهي هنا بحرف z watch, watch او ساعة بنحط لها es وبتبقى watches, watches او ساعات وهنا لانها بتنتهي بالch زي ما قلنا من شوية لازم كمان يا اصحابي ناخد بالنا ان اي كلمة بتنتهي بحرف y وقبلها اي حرف ساكن من الحروف العادية بنشيل ال y دي وبنحط i, a, s يعني احنا عندنا طبعا زي ما عرفنا المرة اللي فاتت في حروف vowels او متحركة وهما خمس حروف ال a وال i وال e وال o وال u الخمس حروف دول هما حروف الفاولز وباقي الحروف اسمها حروف ساكنة او consonants اي كلمة بتنتهي بحرف y وقبلها حرف consonants من الحروف العادية بنشيل ال y ونحط i, e, s علشان نخليها جامع او plural زي كلمة story story او قصة لما اقول قصص اخليها جامع او plural بقول stories stories او قصص شلنا ال y وحطينا i, e, s وهنا طبعا قبل ال y كان في حرف ساكن او consonants اللي هو حرف ال r فطبعا بالتالي لما نيجي نجمع كلمة story هنحط i, e, s بدل ال y وهتبقى stories وزي كمان كلمة baby هنا ال b حرف consonants واخر الكلمة y فلما نيجي نجمعها هنقول babies هنشيل ال y ونحط i, e, s فهتبقى plural او جامع وزي كلمة city city او مدينة لما نيجي نجمعها هنقول cities cities او مدن وهنشيل ال y ونحط i, e, s وزي كلمة country country او بلد لما نيجي نحطها في صغة البلورال او الجامع بنشيل ال y ونحط i, e, s وبتبقى countries 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 او بلدان وزي كلمة factory factory او مصنع لما نيجي نحليها في صغة البلورال او الجامع بنشيل ال y ونحط i, e, s وبتبقى factories factories او مصنع وزي كلمة family family او اسرة لما نيجي نجمعها بنشيل ال y ونحط i, e, s وبتبقى families families او اسر او عائلات طيب لو حرف ال y كان قبل منه حرف من حروف الفاولز او حرف متحرك يعني ما بنشيلش ال y وما بنحطش مكانها i, e, s بنحط s عادي خالص ماينفعش نشيل ال y ونحط i, e, s بنخليها زي ما هي وبنحط حرف ال s وبنعملها بالقاعدة الاساسية فمثلا كلمة boy بتبقى boys هنا ال y جاي قبل منها حرف ال o وحرف ال o طبعا من حروف الفاولز او الحروف المتحركة الخمسة اللي احنا عارفينهم بالتالي لما اجي اجمعها هحط حرف ال s بعد ال y على طول وهاملها بالمعاملة بتاعة القاعدة الاساسية وهقول boys boys او اولاد وزي مثلا كلمة day day او يوم لما اجي اجمعها هقول days days او ايام لان هنا ال a طبعا حرف من حروف الفاولز او الحروف المتحركة وزي كلمة key key او مفتاح لما اجي اجمعها بحط s بعد ال y بقول keys keys او مفاتيح لان ال a حرف من حروف الفاولز زي ما احنا عارفين ولازم كمان ناخد بالنا لو الاسم اللي احنا بنجمعه بينتهي ب f او fe حرف الف او حرف fe او fe بيتحولوا ل ves لما باجي اعمل عملية الجامع زي مثلا كلمة wife wife زوجة لما باجي اجمعها او اخليها في صيغة الجامع بشيل fe وحط ves وبتبقى wives wives او زوجات وزي كمان كلمة half half او نصف لما باجي اجمعها بشيل الف وبحط ves وبقول halves halves او انصاف وزي كلمة knife knife او سكين لما باجي اجمعها بشيل fe وحط ves وبقول knives knives او سكاكين وزي كلمة leaf leaf او ورقة مسلا لو ورقة من ورقة شجر لما باجي اجمعها بقول leaves leaves او اوراق بشيل الف وحط مكانها ves وكذا احنا عرفنا القواعد اللي بتحكم عملية الجامع وتحويل singular او المفرد الاسم الواحد سواء كان person او place او sing او animal سواء كان شخص او حيوان او مكان او اي شيء من الاشياء لو هو حاجة واحدة بنعملها معاملة المفرد اكتر من حاجة واحدة بنعملها معاملة الجامع ونحطها في صيغة plus زي ما قلنا واخر حاجة لازم نعرفها في الجزئية دي ان في بعض الشواز للقاعدة ما بنفعش نحط لهم لاس ولا اس ولا اي حاجة من الحاجات هما ليهم الصيغة بتاعة السنجيلر بتاعتهم او المفرد بتاعتهم وليهم صيغة مختلفة خالص بتبقى موجودة في الفلورال او الجمع لازم نحفظهم بالشكل ده زي كلمة child child او طفل لما باجي اجمعها بقول children children او اطفال زي كمان كلمة foot foot او قدم لما باجي اجمعها بتبقى feet feet او اقدام وزي كلمة woman woman يعني امرأة لما باجي اجمعها بتبقى women women يعني نساء وزي كلمة mouse mouse يعني فقر لما باجي اجمعها بتبقى mice mice يعني فقران وزي كلمة man man يعني رجل بتبقى man man يعني رجال وزي كلمة tooth tooth يعني سنة لما باجي اجمعها بقول teeth teeth يعني اسنان وطبعا شواز القاعدة دول لازم نحفظهم لان زي ما قلتلكم هما ملهمش قاعدة احنا لازم نكون عارفين صيغة المفرد بتاعتهم او singular وصيغة الجامعة بتاعتهم او plural علشان خاطر نبقى عارفين لما نيجي نجمعهم هنكتب ايه ولما نيجي نكتبهم في صيغة المفرد هنكتب ايه وبكنا نكون انهينا الجزئية دي تعالوا نحل مثال عليها علشان نسبت المعلومة بيقولينا هنا يا اصحابي write the plural write اكتب the plural الجامعة اول حاجة مدها لنا bowl bowl يعني كرة لما نيجي نجمعها هنقول ايه يا اصحابي شطرين bowls bowls يعني كرات هنا الكلمة بتنتهي بحرف ال L وهي طبعا في الحالة دي بنحط S للقاعدة الاساسية بتاعت الجامعة بنحط S بتبقى bowls او كرات زي ما احنا شايفين قدامنا فبكلمة glass glass او زجاج زجاجة لما باجي احطها في صيغة البلورال او الجامعة بعمل ايه يا اصحابي شطرين الكلمة دي بتنتهي بحرف ال S او S فبنحط لها ES علشان نخليها في صيغة البلورال او الجامعة فبتبقى اسمها glasses glasses زي ما احنا شايفين قدامنا طب كلمة city 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 او مدينة لما باجي احطها في صيغة البلورال او الجامعة بعمل ايه يا اصحابي شطرين الكلمة دي بتنتهي بحرف ال Y وحرف ال Y قبل منه حرف ال T هو حرف consonants او حرف ساكن مش حرف من حروف المتحركة ففي الحالة دي بنشيل ال Y ونحط I ES وبتبقى cities cities او مدن طب كلمة لوف لوف او رغيف لوف لما نيجي نجمعها بنعمل ايه اصحابي هي بتنتهي بحرف ال F اللي احنا لسه اوغدينه من شوية بنامال ايه لما نخليها في صيغة الجامعة شطرين ننشيل ال F ونحط V ES وتبقى LOOVS LOOVS او ارغيفة طب كلمة فوت فوت او قدم لما نيجي نجمعها ونحطها في صيغة البلورال بنامال ايه اصحابي شطرين دي من الحالات الشازة فلازم نكون عارفين الجامعة بتاعها وهو feet feet او اقدام واخر حاجة كلمة man man او رجل لما نيجي نحطها في صيغة البلورال او الجامعة طبعا برضو دي كلمة من الكلمات اللي بينطبق عليها قاعدة الشواز فطبعا هي لها الجامعة بتاعها وهو man man يعني رجال ولازم طبعا يا اصحابي الحاجات دي تتحافظ مالش ونحاول نحل عليها امثلة كتيرة لان دي هتفضل معاكم بعيد حياتكم مكملها معاكم لحد الجامعة ان شاء الله لازم نكون عارفين singular والبلورال بتاع الكلمات المختلفة وكمان الحالات الشازة المفرد بتاعها شكله ايه واسمه ايه ونروح للجزء اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لصفات الملكية صفات الملكية طبعا يا اصحابي احنا عرفنا المرة اللي فاتت دمائر الفاعل اللي هي i انا لما باجي اتكلم عن نفسي he هو she هي it هو او هي الغير العاقل وعرفنا يعني ايه غير العاقل اللي هو النبات او الحيوان او الجماد we نحن you انت او انتم وزيهم لما ايجي اتكلم عن حاجة ملكي انا بقى فبقول عليها ايه بقول عليها معي معي يعني ملكي طب لو ملك شخص تاني بس هو ولد او راجل فبقول عليها his his يعني ملكه طب لو هي ملك بنت او sit بقول عليها hair hair او ملكها طب لو هي ملك حاجة من الحاجات الغير العاقل اللي هي حيوان مثلا فبنقول عليها its its يعني ملكه او ملكها لغير العاقل طب لو بقول ملكنا انا وعرف وسط مجموعة من الاشخاص وبقول ان الحاجة دي ملكنا احنا بقول عليها our our يعني ملكنا طب لما بقول لحد قدامي او مجموعة اشخاص ملكك او ملككم بقول عليها your your يعني ملكك او ملككم طب لما بتكلم عن مجموعة اشخاص واقفين مش معايا بس انا بقول ان الحاجة دي ملكهم ملكهم يعني زير زير يعني ملكهم ولازم يا اصحابي نكون عارفين ان ضمائر الفعل اللي هي i وهي وشي وات ووي ويو وزي بتيجي في اول الجملة زي مثلا لما يجي اقول i am mr. حسام i am mr. حسام انا mr. حسام فهنا i جت في اول الجملة لكن صفات الملكية اللي هي my وهز وهير واتس وعور ويور وزير بتيجي دايما قبل الاسم يعني مثلا لما يجي اقول this is my book هنا book ده ناون او اسم زي ما عرفنا من شوية فهنا جت قبل منه صفة الملكية اللي هي my او ملكي this is my book this is her pen pin هنا ناون وهنا صفة الملكية جت قبل منه وهي here here يعني ملكها this is our bag our هنا ملكنا جت قبل bag bag اللي هي حقيبة وهي ناون او اسم this is your car your car سيارتك او سيارتكم your ملكك او ملككم جت قبل car وهنا car ناون فطبعا دايما صفات الملكية بتيجي قبل الاسم طبعا يا اصحابي زي ما فيه صفات ملكية وفيه ضمائر فاعل فيه حاجة اسمها ضمائر الملكية ضمائر الملكية بتيجي اخر الجملة وما بيجيش بعدها اسم احنا عرفنا من شوية ضمائر الفاعل اللي هي i وهي وشي وقت ووي ويو وزي ضمائر الملكية بقى لو شلت i بحط مكانها mine mine يعني ملكي وهنا mine بتيجي في اخر الجملة ما بيجيش بعد منها noun او اسم زي ما قلت لما اجي اشيل هي يعني هو واقول بدلها ملكه بقول his his يعني ملكه لما اجي اشيل شي اللي هي هي واقول مكانها ملكها بقول hairs hairs يعني ملكها لو جيت شلت it اللي هي هو أو هي الغير العقل وقلت ملكه أو ملكها الغير العقل بقول its its يعني ملكه أو ملكها الغير العاقل لما يجي أشيل وي أو نحن وقول ملكنا بقول ours أو ملكنا لما يجي أشيل أنت أو أنتم وقول ملكك أو ملككم بقول yours يعني ملككم لما يجي أشيل وقول مكانها ملكهم بقول يعني ملكهم وزي ما قلت ضمائر الملكية بتأتي آخر الجملة ولا يأتي بعدها اسم أو نون زي مثلا لما يجي أقول this book هذا الكتاب is mine is mine ملكي is hers is hers ملكها is yours is yours ملكك أو ملككم is ours is ours ملكنا طبعا يا أصحابي لما باجي أسأل عن الملكية بقول whose whose يعني ملك من فلما يجي أقول ملك من بقول whose فمثلا لما يجي أشاور على الحاجة أقول ملك من الحاجة دي فبقول whose is this لو هي حاجة موجودة في مكان قريب مني لو هي حاجة موجودة في مكان بعيد بقول whose is that whose are these who's are these لو هما مجموعة حاجات موجودة في مكان قريب مني لو هما مجموعة حاجات في مكان قريب مني بقول whose are these لو هما مجموعة حاجات موجودة في مكان بعيدة عني بقول whose are zeus zeus طبعا الإجابة بتقول it's mine إنهم ملكي they are mine إنهم ملكي لو هما مجموعة حاجات لو هي حاجة واحدة بقول it's mine لو هي مجموعة حاجات بقول they are mine إنهم ملكي ممكن أقول لو هما ملك مثلا بنت أو أو ست مثلا بقول they are hairs إنهم ملكها لو هما ملك ولد أو راجل بقول they are has إنهم ملكه لو ملكنا أنا وناس تانية بقول they are ours إنهم ملكنا لما بقول لحد أو لمجموعة أشخاص إن هي ملكك أو ملككم بقول they are yours إنهم ملكك أو ملككم ولما يجي أقول إنهم ملك مجموعة من الناس ناس تانيين بقول they are theirs إنهم ملكهم مجموعة الحاجات دي ملك الناس دي they are theirs مجموعة الحاجات دي ملكهم فلما يجي أقول مثلا ملك من هذا الكتاب بقول whose book is this ملك من هذا الكتاب whose book is this فممكن ترد علي وتقول لي it's mine it's mine إنه ملكي whose book is this it's mine whose books are these ملك من هذه الكتب بتقول they are mine they are mine إنهم ملكي whose books are these they are mine إنهم ملكي وتعالوا نحل بعض الأمثلة على الجزء ده لما يجي أشاور على ألم وأقول الألم ده ملكي فبقول this is my ولا mine pin إحنا قلنا my بيجي بعد منها النعون أو الاسم mine بتيجي في أخر الجملة وما بيكونش بعدها أي نعون أو أي اسم يبقى أقول this is my pen شاطرين this is my pen لما يجي أقول that bowl is hair ولا hairs شاطرين hair بتيجي في أخر الجملة بس بيكون بعد منها نعون لكن hairs اللي هي ملكها بتيجي في أخر الجملة بس بيكونش بعد منها نعون فهنا that bowl هذه القرة is hairs is hairs ملكها لما يجي أقول this is Ali's bag هذه شنطة علي it's his ولا hairs ملكه ولا ملكها شاطرين it's his إنها ملكه hairs ملكها وعلي ولد فعمش عين فأقول hairs this kite is hour ولا hours hour ملكنا وhours ملكنا برضو بس hour بتيجي في أخر الجملة وبيجي بعد منها نعون أما hours بتيجي في أخر الجملة وما بيكونش بعد منها نعون أو اسم فأقول this kite is hours شاطرين كلكم طبعا لازم نكون عارفين الفرق بين can يستطيع و can't لا يستطيع زي مثلا I can swim أنا أستطيع السباحة I can't sing أنا لا أستطيع السباحة لما باجي أسأل حد عن الاستطاعة أو القدرة أو ability بقوله what can you do ما الذي تستطيع أن تفعله what can you do ما الذي تستطيع أن تفعله فهو مثلا ممكن يقولي I can ride a bike I can ride a bike أنا أستطيع أن أسوق دراجة وهنا بي بعد كان الفعل في المصدر زي ما احنا شايفين قدامنا I can ride a bike ممكن أقوله كمان هل تستطيع السباحة فبقوله can you swim can you swim هل تستطيع السباحة فبيقولي مثلا yes I can نعم أنا أستطيع yes I can ومنكن يقولي no I can't no I can't أنا لا أستطيع لا أنا لا أستطيع لا أنا لا أستطيع وآخر حاجة عايزين نعرفها يا أصحابي هي prepositions prepositions أو حروف الجر حروف الجر في اللغة الإنجليزية هي كتير جدا احنا نحتاج نعرف منهم ثلاثة النهاردة بس هما in وon وat in يعني في وon كمان يعني في وat يعني في بس in بتيجي مع الفترات الزمنية الطويلة يعني مثلا ممكن أقولك in two thousand and twenty في سنة الفين وعشرين in مارش شهر مارس in في شهر أبريل in في شهر مايو ممكن كمان أقولك في فترات اليوم وقت كده مش متحدد الوقت بتاعه وزي in the morning في الصباح in the afternoon في فترة بعد الظهر in the evening في المساء فإن بتيجي مع الفترات الطويلة جدا أو بتيجي مع الاوات الخاصة باليوم بس من غير ما بحدد لساعة ولا دقيقة أما on معناها في برضو بس بتيجي مع الايام بس أقولك يعني الساعة تسعى بالزبط تسعى بالترات الطويلة على مواقع التواصل الاجتناعي والواتساب وخليك متأكد دايما إن في حد غيرك محتاج المعلومة وأتفرق معا كتير وأنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان وأنا ساب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة زيكم يا أصحابي النهاردة إن شاء الله معنا درس جديد درس مهم جدا هو علامات الترقيم في اللغة الإنجليزية أو الفانكتيواشنز أو الفانكتيواشن ماركس علامات الترقيم اللي هي إنت أحط فول ستوب أو نقطة إنت أحط علامة استفهام إنت أحط علامة تعجب إنت أكتب كابيتال لتر أو إنت أكتب سمول لتر إنت أكتب كل الحاجات دي فالنهاردة معنا درس مهم جدا وزي ما احنا متعودين يكون معنا ألم وكشكول يلا نبدأ باسن الله الرحمن الرحيم النهاردة يا أصحابي زي ما قلتلكم بنتكلم عن البانكتيواشنز أو البانكتيواشن ماركس علامات الترقيم وأول حاجة عايزين نعرفها إنت أحط كابيتال لترز أو إنت أحط حروف كابيتال أول حاجة بنستخدم فيها الكابيتال لترز أو الحروف الكابيتال في بداية الجملة الخبرية والاستفهامية والأمرية الجمل في اللغة الإنجليزية هم ثلاث أنواع أول جملة هي الجملة الخبرية اللي أنت بتعرف لما بتقراها خبر معين أو معلومة معينة والجملة الاستفهمية اللي هي بتبقى في سيرة سؤال إن أنت بتستفهم أو أي حد تاني بيستفهم عن معلومة معينة والجملة الأمرية اللي بيكون فيها أمر معين أنت بتديل حد أو حد تاني بيديل حد تاني المهم إن الجملة بتكون في سيرة أمر الجملة الخبرية زي مثلا علي إز كليفر علي اللي هو اسمه علي إز كليفر ماهر هنا طبعاً حطينا أول حرف في الجملة هو كابيتال لتر أو حرف كابيتال الجملة الأمرية مثلاً لما أقولك open the door open the door يعني افتح الباب أول حرف في الجملة هو حرف كابيتال اللي هو حرف الأو زي ما احنا شايفين قدامنا والجملة الاستفهمية اللي هي في سيرة سؤال لما أقولك مثلاً how are you أو كيف حالك هنا أول حرف في الجملة هو حرف كابيتال زي ما احنا شايفين قدامنا يبقى في الجملة أي جملة من الجمل بيكون الحرف الموجود حرف كابيتال تاني حاجة يا أصحابي مع أسماء الأشخاص أي شخص في الدنيا أي اسم في الدنيا بيكون أول حرف فيه هو حرف كابيتال زي مثلاً علي أمر حسان أي اسم في الدنيا زي ما احنا شايفين قدامنا بنكتب أول حرف فيه حرف كابيتال ثالث حاجة أصحابي بنستخدم فيها الحروف الكابيتال هي أسماء الشهور زي مثلاً جانوري، سبريوري، مارش، أبريل، ماي، جون، جولاي، أوجست، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر كل الشهور الخاصة بالسنة أو الحرف فيها وهو حرف كابيتال زي ما احنا شايفين قدامنا كمان أسماء الأنهار زي ريفر نايل ريفر نايل اللي هو نهر النيل ريفر أول حرف فيها حرف كابيتال وهو حرف الار ونايل نايل اللي هو نيل أول حرف فيها كابيتال وهو حرف الان في اللغات كمان يا أصحابي أي لغة في الدنيا الاسم الخاص بها لما بنيجي نكتبه بنكتب أول حرف فيه حرف كابيتال زي اربك، فرنش، انجلش، الحروف الأولانية من كل اللغات دايماً بيكون مكتوب بشكل كابيتال ثالث حاجة أصحابي كمان لما بنيجي نقول الألقاب يعني ايه ألقاب؟ يعني مثلاً لما بقول الحد السيد فلان سيد يعني مستر مار الام هنا بتكون كابيتال لما باجي أكلم سيدة غير متزوجة أنيسة يعني بقول لها ميس م اي اس اس لما باجي بكتب الام هنا بكتبها كابيتال اي سيدة متزوجة بسميها ميسز وبنكتبها ام ار اس الام الاولانية بتكون كابيتال هي كمان ودي اسمها الألقاب سابع حاجة ايام الأسبوع ايام الأسبوع اللي هي سون داي، مون داي، تيوز داي، وينس داي، سارس داي، فراي داي، ساتر داي كل الأيام الخاصة بالأسبوع اول حرف فيها بيكون حرف كابيتال أسماء البلاد كمان يا أصحابي زي ايجبت، ايتالي كلهم اول حرف فيهم بيكون حرف كابيتال ايجبت، اول حرف فيها هو حرف اي زي ما احنا شايفين قداننا بيكون مكتوب كابيتال ايتالي، حرف الاي اللي هو اول حرف في كلمة ايتالي بيكون كمان مكتوب كابيتال المدن كمان او سيتيز المدن كمان يا أصحابي بيكتب اول حرف فيها كابيتال زي كايرو او القاهرة اول حرف فيها حرف السي بيكون كابيتال اليكزاندريا، اليكزاندريا او حرف الاي في اليكزاندريا بيكون كابيتال منصورة، حرف الان في كلمة منصورة بيكون كابيتال يبقى اسماء البلاد واسماء المدن بيكون اول حرف فيها كابيتال اسماء القرات كمان يا أصحابي أسماء القراب بيكون أول حرف فيها كابتل زي أفريكا وزي آسيا حرف الآي في أفريكا بيكون كابتل زي ما احنا شايفين قدامنا وحرف الآي في كلمة آسيا بيكون كابتل زي ما احنا شايفين قدامنا برضو الجنسيات كمان أي جنسية يعني مصري، سوري، فلسطيني، جزائري، سعودي كل الجنسيات بيكون أول حرف فيها حرف كابتل زي مثلا كلمة إجابشن إجابشن أول حرف فيها هو حرف الإي وبيكون كابتل لو كتبناه في أي جملة زي كلمة سيريان أو سوري أول حرف فيها حرف الإس بيكون برضو كابتل زي ما احنا شايفين قدامنا ومع الضمير الخاص بكلمة آي أو أنا في أي مكان في الجملة لما باجي بكتب آي الآي في الجملة اتكتبت مرتين اللي هي أنا وفي المرتين اتكتبت كابتل لأن دايما حرف الآي الخاص بكلمة أنا آي بنكتبه دايما في أي مكان في الجملة بيكون كابتل نتنقل بقى لعلامة التعجب اللي احنا شايفينها قدامنا واسمها اكسيكلميشن مارك اكسيكلميشن مارك أو علامة التعجب اللي هي بتدل على حالة من حالات الدهشة والترحيب وساعات كمان حالة من حالات الغضب يعني أنا بستخدم الاكسيكلميشن مارك لما أكون مندهش من حاجة معينة ولما يكون برحب بحد ولما يكون غضبان من حاجة معينة زي مثلاً لما يجي أقول hello بعمل بعد منها علامة تعجب أو إكسيكلميشن مارك وبعدين مثلاً بقول اسم الحدي اللي برحب به مثلاً علي hello علامة تعجب أو إكسيكلميشن مارك وبعدين بقول اسم الشخص اللي برحب به زي كمان لما يجي أقول oh oh you look pretty يعني يا انت شكلك او انت شكلك جميل بعمل هنا في اخر الجملة دي او علامة تعجب لان هنا انا مندهش من الجمال الخاص بالشخص اللي انا بكلمه او you look pretty يعني يا انت شكلك جميل او انت شكلك جميل نروح لتالت حاجة اصحابي وهي الفولستوب او النقطة اللي احنا عارفينها كلنا اللي بنفطها في اخر كل جملة خبرية او امرية واحنا عارفنا في اول الدرس يعني ايه جملة خبرية اللي بعرف منها خبر معين او معلومة معينة والجملة الامرية اللي يكون فيها صيغة امر حد بيقوله لحد تاني في نهاية الجملة الخبرية والجملة الامرية بنحط فولستوب او نقطة مثلا زي ما جاء اقول he is tall he is tall يعني هو طويل دي جملة خبرية بحط في نهاية الجملة فولستوب او نقطة وزي مثلا لما اجي اقولك close the door close the door يعني اغلق الباب بحط برضو في نهاية الجملة فولستوب زي ما احنا شايفين قدامنا رابع حاجة اصحابي question mark question mark او علامة الاستفهام اللي احنا كلنا عارفينها طبعا هي اسمها question يعني خاصة بالاسئلة او بالجمل الاستفهمية اللي هي طبعا بتكون في صيغة السؤال بتستخدم دايما ال question mark في نهاية اي سؤال اي سؤال في الدنيا بنسأله في اللغة العربية حتى بنحط في نهايته question mark او علامة استفهام لانها بتدل ان دي الجملة دي بتسأل عن حاجة معينة زي ما اجي اقولك how are you how are you كيف حالك وزي كمان لما اجي اقولك are you okay are you okay هل انت بخير ومش عايزكم تنسوا يا اصحابي ان في نوعين من الاسئلة سؤال طبعا بيكون باداة من ادوات الاستفهام اللي هي what when where who how why which whose وعندنا حلقة موجودة في الفيديوهات خاص بادوات الاستفهام وازاي بنكون سؤال من الاسئلة عن طريق كل ادام الادوات الاستفهام دي تقدروا تتفرجوا عليه هيوضح لكم ازاي تستخدموا الادوات دي بشكل اوضح ونقولهم مع بعض مرة تانية what يعني ما او ماذا when يعني متى where يعني اين who يعني من how يعني كيف why يعني لماذا which يعني ايهما who who بتسأل عن الملكية يعني ملكمان وانا اعساب لكم الرابط بتاع الدرس ده في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو لو حابين تتفرجوا عليه يساعدكو اكتر ازاي تستخدموا ادوات الاستفهام وفي نوع تاني من انواع الاسئلة اسمه السؤال عن طريق استخدام فعال مساعد الافعال المساعدة زي ما احنا عارفين هي دو وداز ودد او استخدام verb to do اللي هو يفعل دو وداز ودد ممكن كمان استخدم verb to be واستخدم في الحالة دي am و is و are و was و where في الماضي وممكن كمان استخدم verb to have اللي هو have و has في المدارع و had في الماضي وممكن اقول will و can و may فالفعال المساعدة كلها ممكن احطها في اول الجملة do وداز و did او am و is و are او was و where او have و has و had او will او كان او may بحطهم في اول الجملة وبعمل السؤال وان شاء الله هنوضح الجزء ده في حلقة الوحده ازاي نستخدم فعال مساعد ونكون بسؤال وطبعا زي ما قلنا من شوية في نهاية اي سؤال بنحط ال question mark اللي احنا بنتكلم عنها الكومة الكومة او الفصلة الكومة او الفصلة اللي بتبقى عاملة زي الواو الصغيرة خالص دي اللي بتبقى على السطر بين الكلمات احنا طبعا بنحطها بعد كلمة yes او no اي yes او no في اي جملة بحط بعد منها الكومة او الفصلة لما اجي مثلا اقولك yes he is يعني نعم هو يكون بحط بعد كلمة yes الكومة او او الفصلة ولما اجي اقولك مثلا no he isn't هو لا يكون لا هو لا يكون بحط بعد no الفصلة او الكومة زي ما احنا شايفين قدامنا وبحطها برضو بعد اسم اي شخص في اول الجملة يعني اي جملة اولها في اسم شخص بحط بعد منه كومة يعني مثلا لما اجي اقول علي او ali come here بعد كلمة علي او اسم علي بحط كومة او فصلة علشان خاطر هو جاي في اول الجملة لما اجي مثلا اقول لك حسام open the door حسام هنا اسم وهو جاي في اول الجملة بحط بعد منه كومة او فصلة زي ما احنا شايفين قدامنا وبحطها برضو قبل اي اسم خاص باي شخص ازا جاء في اخر الجملة يعني لو اسم الشخص جاه في اول الجملة بحط بعد منه كومة ولو اسم اي شخص جاه في اخر الجملة بحط قبل منه كومة زي مثلا لما اجي اقول come here علي او تعالى هنا يا علي 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 هنا اسم شخص جاي في اخر الجملة بحط قبل منه كومة زي ما احنا شايفين قدامنا وزي مثلا لما اجي اقول eat your lunch عبدالله كل الغدى بتاعك يا عبدالله هنا عبدالله اسم وجاي في اخر الجملة بحط قبل منه برضو كومة زي ما احنا شايفين قدامنا واخر حاجة الاباستروفي الاباستروفي او الفصلة العليا بتستخدم الاباستروفي او الفصلة العليا طبعا اول حاجة في حالة اسم ملكية اي حاجة فيها اسم ملكية يعني لما اجي اقول لك مثلا this is aحمد في هنا طبعا اسم ملكية لما لو هقول حاجة ملك احمد بحط اسم ملكية احمد's house ده منزل احمد فبحط قبل اسم ملكية دي الاباستروفي زي ما احنا شايفين قدامنا بتوضح ان انا بتكلم عن بيت بتاع احمد this is هذا احمد's house هذا منزل احمد هنا طبعا اسم الملكية لازم ييجي قبل منها اباستروفي او اباستروفي زي ما احنا شايفين قدامنا وبتستخدم كمان الاباستروفي او الاباستروفي في الاختصارات زي مثلا i am لما اجي اختصرها وكتبها باختصار بشيل الاي وبحط اباستروفي بدلها فبتكتب i am زي ما احنا شايفين قدامنا فاي اختصار بكتبه لازم احط مكان الجزء اللي انا اختصارته او اباستروفي زي ما احنا شايفين قدامنا وبكده نكون خلصنا درس النهاردة واعرفنا ايه هي او علامات الترقيم عايزكم تحفظوها كويس وتعرفوا الحالات اللي احنا قلناها كويس وحاولوا تكونوا جمل تستخدموا فيها الامثال اللي احنا ضربناها وتتضربوا عليها كويس هتساعدكم كتير لحد ما تخلصوا جامعة ان شاء الله وفي الختام اتمنى انتوا تكونوا استفدتم من درس النهاردة اتمنى اشوف الف واحد استفادوا ولو استفدت اعمل لايك اسفل الفيديو اتمنى اشوف الف لايك وما تنساش تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاجة المعلومة وهتفرق معا كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان وانا سايب لكم اللينك بتاعتها في الديسكريبشن اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته